السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسام الصياب من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايكم يا اصحابي النهاردة ان شاء الله معانا منهج discover primary 2 term الاول ودي اول حلقة في شرح منهج discover المنهج الجديد للصف الثاني الابتدائي term الاول وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ باسم الله الرحمن الرحيم زي ما احنا شايفين يا اصحابي ده الكوفر بتاع الكتاب primary 2 discover term 1 وطبعا دي اول صفحة في الكتاب وهي فيها ال name او الاسم هنكتب هنا اسمنا طبعا زي ما احنا عارفين ويه الكنتنس الكنتنس او المحتوى عندنا two themes او محورين في منهج discover term الاول اول حاجة المحور الاول اسمه who am i من اكون ويه المحور التاني او theme 2 the world around me العالم من حولي theme 1 بينقسم الى three chapters او ثلاث فصول chapter 1 اسمه a day in my life a day in my life يوم في حياتي chapter 2 اسمه taking care of me الاعتناء بي و chapter 3 او الفصل الثالث when i grow up عندما اكبر لما اكبر ان شاء الله theme 2 او المحور التاني the world around me العالم من حولي بينقسم الى three chapters او ثلاث فصول chapter 1 what is in the night sky what is in the night sky ماذا يوجد في سماء الليل night sky السماء بالليل chapter 2 او الفصل الثاني helping my habitat helping my habitat يعني مساعدة موطني ازاي ممكن اساعد الموطن بتاعي البيئة بتاعتي المكان اللي انا عايش فيه و chapter 3 او الفصل الثالث monumental designs monumental يعني ضخم يعني هائل يعني كبير يعني huge و designs يعني تصميم تصميمات ضخمة حاجات ضخمة ممكن يكون الانسان عملها و انشاءها و هنتعرف على ده اكتر و احنا بندرس chapter 3 و يلا نتنقل لأول صفحة زي ما احنا شايفين يا اصحابي who am i ده اسم theme 1 او المحور الاول chapter 1 الفصل الاول a day in my life a day in my life يوم في حياتي و دي اول صفحة في chapter 1 زي ما احنا شايفين قدامنا و نتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معايا و نوصل لبيج number 3 او صفحة رقم 3 meet نورز family meet يعني قابل نورز family عائلة نور الاس دي طبعا اس الملكية بتيجي بعد اي ناون او اي اسم و بيكون قبل منها apostrophe وبعد كده بيجي الحاجة اللي هي ملك الاسم ده نورز family يعني عائلة نور meet يعني يقابل meet نورز family يعني قابل عائلة نور follow follow اتبع along as the teacher reads the story اتبع المعلم وهو يقرأ القصة follow along as the teacher reads the story اتبع المعلم وهو يقرأ القصة فاحنا هنا يا اصحابي عندنا ستوري جميلة قوي بتتكلم عن نورز family او عائلة نور تعالوا نقراها مع بعض وعايزكوا بعد كده تكرروا الكلمات ورايا والجمل ورايا علشان خاطر تعملوا follow وتقدروا تعملوا reading للستوري دي لوحدكوا بعد كده فاول حاجة يا اصحابي hi hi اهلا my name is noor my name is noor اسمي noor i am seven years old i am seven years old انا عندي سبع سنين i live in cairo i live in cairo انا اعيش في القاهرة i have a big sister i have a big sister انا عندي اخت كبيرة named مسمى named اسمها يعني مسمى سارة اسمها سارة and a little brother and a little brother واخه صغير named مسمى سمير اسم سمير يبقى مرة كمان hi my name is noor i am seven years old i live in cairo i have a big sister named سارة and a little brother named سمير we live with our mom احنا عيشين مع ماما and.. وبعدين dad وبابا grandma وجدتي and grandpa وجدتي we live with our mom dad grandma and grandpa احنا عيشين مع ماما وبابا وجدتي وجدتي we live in a tall apartment building apartment building يعني مبنى سكني في شوء الناس بتسكن فيها we live in a tall طويل apartment apartment building apartment building يعني مبنى سكني طويل i also وانا ايضا have an aunt have an aunt have an aunt يعني عندي عم and uncle وعندي عم ممكن aunt و uncle بتيجي aunt بتيجي عم او خالة و uncle بيجي عم او خال and two cousins two cousins واثنين من ابناء العم او ابناء الخال they live in cairo near us they live هما يعيشوا انكايروا في القاهرة near بالقرب us مننا وطبعا us هنا ضمير مفعول be in english اللي هو pronoun وطبعا في حلقة خاصة بالpronouns موجودة عندكم في قيمة التشغيل تقدروا تتفرجوا عليها وتعرفوا الفرق دين ضمير الفعل وضمير المفعول in english language او في اللغة الانجليزية ونقول الجزء ده مرة تانية we live with our mom dad grandma and grandpa we live in a tall apartment building i also have an aunt and uncle and two cousins they live in cairo near us فانا محتاج انتو تعملوا ريدنج للستوري دي مرة تانية لوحدكم لو حسيتوا ان انتو مش قادرين تقروها بشكل سليم تقدروا ترجعوا الفيديو وتشوفوا انا قرأت العبارة ازاي وبعدين قلوها زي مانا قرأتها وتقدروا تتدربوا على ان انتو تعملوا ريدنج وتقدروا تعملوا ريدنج لوحدكم للستوري الجميلة دي ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معي ونصل البيج نومبر 4 وانوانها فاملي رسبونسباليتيز رسبونسباليتيز يعني مسئوليات فاملي يعني الاسرة رسبونسباليتيز يعني مسئوليات مسئوليات الاسرة مسئوليات الخاصة بالاسرة بتاعتنا لسن استمع for who is responsible للمسئول for jobs الخاصة بالوظائف النورز فاملي استمع مين المسئول عن الوظائف في اسرة نور لسن for who is responsible for jobs النورز فاملي وطبعا هنا بيكلمنا عن المسئولين عن الوظائف كل واحد بيقوم بدور شكله ايه النورز فاملي او في الاسرة الخاصة بنور اول حاجة بيقول لنا everyone كل واحد helps in my house helps بيساعد in my house في البيت بتاعي يبقى كلنا بنساعد بعض في البيت بتاعنا everyone كل واحد كل شخص helps بيساعد in my house في البيت بتاعي my mom امي and dad وابي work during the day بيشتغلوا طول اليوم during خلال أثناء the day اليوم my mom and dad work during the day my grandma got daddy and grandpa take care of my brother samir take care بيعتنوا of my brother samir بأخي سمير أخو صغير سمير grandma goes تذهب to the market إلى السوق to buy food to buy food لتشتري الطعام grandma goes تذهب to the market إلى السوق to buy food to buy food لتشتري الطعام grandma also الجدة أيضا cooks dinner بتعد العشاء my big sister Sarah أخت الكبيرة Sarah and I وأنا help her بنساعدها help her بنساعد جدتنا يعني prepare dinner إن هي تعد العشاء بنحط معها الأطباء بنساعدها في إن هي تعمل العشاء prepare يعني أداد إن هي تعد العشاء my big sister and I أختي كبيرة وأنا help her بنساعدها اللي هي جدتي يعني prepare dinner إن هي تعد العشاء في إعداد العشاء after we eat بعد ما احنا بناكل after بعد we eat نحن نأكل everyone كل واحد cleans the kitchen cleans بينظف the kitchen المطبخ كلنا بنساعد بعض نحن ننظف الكتشن أو المطبخ after we eat everyone cleans the kitchen dad helps my sister أبي بيساعد أختي and me وأنا with our homework في الواجب المنزلي بتاعنا dad helps my sister and me with our homework my mom cleans the house بتنظف المنزل my mom cleans the house أمي cleans يعني ينظف the house المنزل my big sister Sarah أختي الكبيرة Sarah helps my mom بتساعد أمي clean too clean too إن هي تنظف to يعني my mom cleans the house my big sister Sarah helps my mom clean too if something breaks in the house if something يعني شيء ما breaks breaks مكسر in the house في المنزل my dad أبي fixes it بيصلح fixes يصلح it if something breaks in the house my dad fixes it when the leg عندما when عندما the leg الرجل of our table الخاصة بالترابيزة بتاعتنا بالمنددة بتاعتنا broke انكسرت when the leg of our table broke لما الرجل بتاعت التابل بتاعتنا الترابيزة بتاعتنا broke انكسرت my dad let me help fix it too ابي let me خلاني help fix it too ان انا اسعده ان هو يصلح ايضا i really enjoy being helpful i really انا حقيقة enjoy استمتع being helpful ان انا اكون helpful مساعد بساعد الاخرين to my family في اسرتي نقولها مرة تانية if something breaks in the house if something breaks in the house لو في حاجة قصرت في المنزل my dad fixes it when the leg of our table broke my dad let me help fix it too i really enjoy being helpful to my family وبكده نكون انهينا درس النهاردة اتمنى انتو تكونوا استفدتوا من الدرس الكلمات المهمة الجديدة اللي انتو اخدتوها هتلاقوها متقرارة معاكم في منهج discover ومنهج connect plus كمان تقدروا تحفظوها هتساعدكو كتير بعد كده في الختام لو اعجبك الدرس اعمل لايك اتمنى الاي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة واتفرق معه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا جمان وانا سايب لكم اللينك بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعلمية افهم وتعلم ببساطة ازايكو يا اصحابي النهاردة ان شاء الله مع الحلقة التانية من منهج discover primary 2 الصف الثاني الابتدائي term 1 الترم الاول وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ باسم الله الرحمن الرحيم كنا انهينا المرة اللي فاتت شرح page number 4 او صفحة رقم 4 وكان فيها الستوري الجميلة بتات صديقتنا نور الطفلة الصغيرة الجميلة والاسرة بتاعتها النهاردة هنبدأ مع page number 5 او صفحة رقم 5 وانوانها my responsibility in my family my responsibility يعني مسئوليتي وعرفنا المرة اللي فاتت يعني ايه responsibility يعني مسئولية المهمات اللي انا بقوم بيها in my family في الاسرة بتاعتي فانا بيقول لنا draw, ursim and write واكتب a sentence جملة to describe لتصف your job your job وظيفتك or responsibility او مسئوليتك in your family in your family في الاسرة بتاعتك فانت هترسم وهتكتب جملة توضح الوظيفة بتاعتك او المهمة بتاعتك في الاسرة بتاعتك مرة كمان draw, ursim and write واكتب a sentence to describe your job or responsibility in your family فانت مطلوب منك ان انت ترسم وتكتب جملة to describe لتصف your job الوظيفة بتاعتك or responsibility او المهمة بتاعتك in your family في الاسرة بتاعتك وهنا مدينا فريم جميل كده المفروض ان احنا نرسم فيه responsibility او المسئولية بتاعتنا او job بتاعتنا in our family في الاسرة بتاعتنا واحنا عرفنا المرة اللي فاتت يا اصحابي ان في مجموعة كبيرة من jobs و responsibilities على سبيل المثال كانت موجودة في نور's family او في العائلة او في الاسرة الخاصة بصدقتنا نور تعالوا نفتكرها تاني مع بعض زي ما عرفنا ان اول حاجة كل واحد كان بيساعد في البيت everyone helps in my house تاني حاجة عرفنا ان بابا وماما بيشتغلوا طول النهار او اثناء النهار my mom and dad work during the day عرفنا كمان ان الجدة والجد بيعتنوا باخوهم الصغير سمير my grandma and my grandpa take care of my brother سمير وعرفنا كمان ان الجدة بتروح السوق تشتري طعم منه grandma goes to the market to buy food وعرفنا كمان ان الجدة بتطهو العشاء وبتحضر العشاء grandma also cooks dinner وعرفنا كمان ان نور وصارة اختها الكبيرة بيساعدوا الجدة في اعداد العشاء my big sister and I helps her prepare dinner وعرفنا كمان ان هما بعد ما بيكلوا بيساعدوا بعض في تنظيف المطبخ after we eat everyone cleans the kitchen وعرفنا كمان ان الاب بيساعد نور وبيساعد اختها في اعداد في عمل الهومورك بتاعهم dad helps my sister and me with our homework وعرفنا كمان ان الام بتنظف المنزل my mom cleans the house وعرفنا كمان ان الاخت الكبيرة سارة بتساعد الام في تنظيف المنزل my big sister Sarah helps my mom clean too وعرفنا كمان ان لو في حاجة مكسورة الاب بيصلحها if something breaks in the house my dad fixes it وعرفنا كمان ان نور ساعات بتصلح الحاجة المكسورة مع باباها when the leg of our table broke my dad let me helps fix it too وعرفنا كمان ان نور بتستمتع بالنهاية بتساعد في الاسرة بتاعتنا وقالت I really enjoy being helpful to my family كل دي كانت مسئوليات موجودة في نور's family او في الاسرة الخاصة بصدقتنا نور انت ممكن ترسم هنا one of these responsibilities مسئولية من المسئوليات دي انت بتعملها في البيت بتاعك وتكتب عنها sentence او جملة فمثلا انت مسلا تكون بتساعد في تنظيف المنزل فترسم هنا صورة لنفسك وانت بتساعد في تنظيف المنزل وتكتب هنا sentence بتقول مثلا I help, انا اساعد in cleaning the house ممكن تكتب اي حاجة تانية ممكن تكتب مثلا I help in prepare dinner وترسم نفسك وانت بتساعد الجد او الجدة او ماما او بابا في تحضير العشاء ممكن كمان تكتب ممكن ترسم نفسك وانت بتصلح الحاجات المكسورة وتكتب هنا مثلا I fix broken things يعني انا بصلح الحاجات المكسورة ممكن تلاقي jobs كتيرة او responsibilities كتيرة موجودة في ال family بتاعتك شوف انت اللي بتعمله ايه وترسم هنا صورة ليه وكمان تكتب هنا sentence او جملة توضح فيها ال responsibility دي او ال job دي اللي انت بتعملها في ال family بتاعتك وبكيا نكون انهينا ال page دي ونتنال ال page اللي بعد كده خليكم معي ونوصل ل page number 6 او رقم ستة وعنوانها Graphing our family responsibilities Graphing يعني الرسوم البيانية يعني ان انا اعمل رسم بياني امثل البيانات الخاصة بال family responsibilities او بمسئوليات الاسرة في شكل رسم بياني واحنا عندنا في المنهج بتاع الماس بتاع السنة دي موجود Graphs والgrafing representations او الرسوم البيانية باشكالها المختلفة وشرحنا already منها حصتين تقدروا تتفرجوا على الدروس بتاعتها موجودة عندكم على قوائم التشغيل هتستمتعوا بها كتير وهتفدكوا كتير جدا فهنا بيقولك ان احنا هنعمل graph او رسم بياني يوضح family responsibilities او المسئوليات الخاصة بالاسرة بتاعتنا هنا بيقول لنا our family يعني اسرتنا مرة كمان Graphing our family responsibilities وبيقول لنا هنا pick pick يعني اختار four jobs اربع وظائف students have in their families الطلبة بتاعنا في classroom ممكن يكونوا بيعملوا jobs دي او الوظائف دي in their families في الاسر بتاعتهم يعني احنا عايزين دلوقتي نختار اربع وظائف الطلبة كلهم او اغلبهم بيقوموا بعمل الوظائف دي في families بتاعتهم او in their families بعدين بيقولك draw a picture ارسم صورة showing each responsibility بتوضح كل وظيفة هنرسم اي صورة بتوضح كل وظيفة كل وظيفة من الوظائف دي بعد كده بيقولك complete اكمل the bar graph الرسم البياني بالاعمدة to show لتوضح how many students how many students كم عدد الطلبة have that job بيقوموا بالوظيفة دي in their family in their family في اسرتهم يبقى مرة كمان احنا هنختار اربع وظيف يكون بيقوم بيها اصحابنا في ال classroom في الاسر بتاعتهم او in their families بعد كده هنرسم صورة توضح كل وظيفة كل مسئولية من المسئوليات دي وبعدين هنعمل complete للbar graph يعني هنعرف كل وظيفة من الوظائف دي بيقوم بيها كم طالب في الاسرة بتاعته ونعمل complete للbar graph اللي هيوضح لنا عدد الطلبة اللي بيقوموا بكل وظيفة وزي ما احنا شايفين قدامنا يا اصحابي عندنا bar graph زي ما احنا شايفينه قدامنا هنختار 4 jobs انا مثلا اخترت اول حاجة clean the house تنظيف المنزل تاني حاجة buy food from the market ان احنا نشتري الطعام من الماركت او من السوبر ماركت تالت حاجة clean the kitchen clean the kitchen تنظيف المطبخ بيساعده في تنظيف المطبخ رابح حاجة fixing broken sinks fixing broken sinks اللي هو اصلاح الاشياء المكسورة فاحنا هنا عندنا 4 jobs زي ما احنا شايفين قدامنا كل وظيفة من الوظائف دي او كل responsibility او كل مسئولية من المسئوليات دي المفروض ان احنا هنعد عدد الطلبة اللي بيقوموا بيها في الاسر بتاعتهم او in their families وبعدين هنوضح كام عدد الطلبة اللي بيقوموا بكل responsibility من responsibilities دي in their families فمثلا لو قلنا clean the house لقينا مثلا اللي بيقوم بالرب دي في ال family بتاعته مثلا عندنا 20 students او 20 طالب يبقى عندنا هنا اول وظيفة بيقوم بيها 20 طالب هنعمل coloring هنا او هنلون هنا لحد number 20 او رقم 20 لو مثلا لقينا ان buy food from the market او شراء الطعام من السوق بيقوم بيه مثلا 10 students او 10 طالبة فهنعمل هنا coloring او هنلون لحد number 10 لو لقينا مثلا clean the kitchen بيقوم بالجاب دي مثلا 15 students او 15 طالب فهنعمل هنا coloring حتى رقم 15 ولو لقينا اخر جاب اللي هي fixing broken things او اصلاح الاشياء المكسورة بيقوم بيها مثلا 8 students او 8 طالبة فهنعمل هنا coloring لحد رقم 8 وزي ما قلتلكم قبل كده اصحابي الارقام دي ممكن تتغير بناء على عدد الطالبة اللي بيقوموا بكل وظيفة في الclassroom بتاعكو او في الفصل بتاعكو المهم ان انتو تكونوا عارفين ايه المطلوب مننا في السؤال وازاي نحله ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج number 7 او صفحة رقم 7 وده اول listen to الدرس التاني في شابتر 1 a day in my life يوم في حياتي وانوين البيج هنا good morning نور good morning نور صباح الخير يا نور think about فكر في the problems المشاكل نور faces نور بتوجهها in the morning in the morning في الصباح follow along as the teacher reads يعني اتبع جنبا الى جنب اتبع مع المعلم بتاعك على طول وهو بيقرأ فانا هقول الجملة وانتو قولوا معايا علشان خاطر لما تيجوا تعملوا reading لل sentences دي مرة تانية تقدروا تقروها بشكل سليم ونقول مرة كمان good morning نور think about the problems نور faces in the morning follow along as the teacher reads وهنا اول حاجة بيقولها لنا I am very busy everyday I am very busy everyday انا مجغول دايما very good busy مجغول everyday كل يوم I am very busy everyday first اولا my sister and I اختي وانا get ready بنستعد for school for school للمدرسة first my sister and I get ready for school we have to نحن يجب علينا have to يعني يجب ان share a bathroom share a bathroom ان احنا نشارك الحمام ما عندنجر حمام واحد في البيت فكلنا بنتشارك فيه فاحنا بنعمل حاجة احنا بنتشارك في الحمام my sister Sarah takes a long time to get ready اختي سارة بتاخد وقت كبير علشان تستعد فبتبت بتعطلنا my sister Sarah takes a long time to get ready my sister Sarah takes a long time to get ready she makes us late sometimes she makes us هي بتقع لنا late متأخرين بنتأخر sometimes احيانا sometimes احيانا ونقول المرة كمان I am very busy everyday first my sister and I get ready for school we have to share a bathroom my sister Sarah takes a long time to get ready she makes us late sometimes بيولينا كمان my mom أمي tells us بتخبرنا to set a timer to set a timer ان احنا نضبط مؤقت اللي هو منبه يعني to set a timer ان احنا نحط timer ان احنا نضبط مؤقت حاجة زي المنبه كده my mom my mom tells us to set a timer this way بهذه الطريقة Sarah will get ready faster Sarah أختي will get ready سوف تكون مستعدة faster بشكل أسرع أسرع يعني بعدين بيقول لنا before we leave before يعني قبل we leave نحن نغادر قبل ما ننزل من البيت we eat a quick breakfast we eat احنا بناكل quick breakfast يعني فطار سريع quick يعني سريع breakfast يعني فطار before we leave we eat a quick breakfast grandma الجدة made us fall بتعمله لنا علشان خاطر نكله بسرعة grandma made us fall i am still hungry i am still hungry انا ما زلت جائع i am still hungry انا ما زلت جائع نور لسه جعانة still يعني مازال وhungry hungry يعني جعان grandma الجدة makes me بتصنع لي بتعملي a fruit salad صلاة الفواكه as well ايضا i am still hungry grandma الجدة makes me a fruit salad as well واخر حاجة بيقولها لنا هنا اصحابي my sister and i اختي وأنا walk to school بنتمشى بنمشي to school إلى المدرسة together together man my sister and i walk to school together the road the road the road الطريق can be ممكن أن يكون very busy زحمة جدا مجغول جدا الطريق بيبقى زحمة جدا the road can be very busy i ask here i ask here أنا بسألها أنا بطلب منها to hold my hand إن هي تمسك إيدي i ask here أنا بطلب منها to hold my hand إن هي تمسك إيدي this way بهذه الطريقة i stay safe أنا بفضل في أمان this way i stay safe i am happy when we finally get to school i am happy أنا سعيدة when we finally when عندما we نحن finally أخيرا get to school بنصل إلى المدرسة i am happy when we finally get to school i wonder أنا بطلب منها we will do today what ما أو ماذا we نحن will do today سوف نفعل اليوم ونقولها ما ركما my sister and I walk to school together the road can be very busy i ask her to hold my hand this way i stay safe i am happy when we finally get to school i wonder what we will do today وبكده نكون أنهينا شرح درس النهاردة أتمنى انتو تكونوا استفدتم وإن شاء الله المهارات الجاية نكمل شرح listen to في unit 1 أو في الوحدة الأولى لو استفدتم الدرس اعمل like أتمنى علي ألف واحد استفاد أو ألف like تحت الفيديو والأهم انك تشارك الدرس مع أصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب وخليك متأكد دايماً ان في حد غيرك محتاج المعلومة وهتفرق معاه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان وأنا هسيب لكم الصفحات اللي احنا شرحناها موجودة على الصفحة وعلى المجموعة لو حبين تتبعوها وتنزلوها لحد ما تستلموا الكتاب مفيش أي مشكلة وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة إزايكم يا أصحابي النهاردة إن شاء الله مع الحلقة الثالثة من شرح منهج Discover Primary 2 الترم الأول وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وألم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم كنا أنهينا يا أصحابي المرة اللي فاتت مع الستوري الجميلة بتاعت صديقتنا نور الطفلة الصغيرة واليوم بتاعها بيكون عامل ازاي ازاي هي بتبقى very busy everyday او هي مجغولة جدا كل يوم وأختها سارة بتعمل معاها ايه النهاردة هنبدأ مع page number 8 او صفحة رقم 8 وعنوانها problems and solutions problems يعني المشاكل and solutions solutions الحلول مرة كمان problems مشاكل and solutions solutions الحلول وانا يا أصحابي بكلمنا عن المشاكل اللي بتواجهها صديقتنا نور كل يوم الصبح وازاي كمان بتحل المشاكل دي وبتواجهها بحلول مختلفة فانا بيقول لنا complete the graphic organizer complete يعني اكمل the graphic الرسم البياني organizer منظم اكمل منظم الرسم البياني record سجل three problems three problems three problems تلت مشاكل that نور faces that نور faces بتواجهها نور then ثم بعد ذلك write about write about write about اكتب عن or draw او ارسم apicature apicature صورة of her solution of her solution للحل بتاعها يبقى هنعمل ايه أصحابي هنعمل complete ان احنا نكمل table اللي قدامنا ده اللي احنا مسميينه graphic organizer او منظم الرسم البياني graphic organizer ده عايزين نعمل فيه record او تسجيل three problems او تلت مشاكل نور faces نور بتواجهها everyday كل يوم وبعدين هنعمل write هنكتب يعني or draw او هنرسم apicature صورة of her solution of her solution للحل او للحل بتاعها الخاص بكل مشكلة فاول problem مثلا كانت بتقابلها نور hair sister takes a long time to get ready يعني اختها بتاخد وقت طويل علشان خاطر تستعد تروح للمدرسة مرة كمان hair sister takes a long time to get ready فده بياخرها فدي اول problem ثاني بروبلم يا اصحابي كانت بتواجهها هي still hungry هي كانت هي بتفضل جاعينا after the quick breakfast بعد الفطار السريع اللي هما بيأكلوه هما مستعجلين وثالث وثالث كانت بتواجهها مثلا ان the road can be very busy the road can be very busy طبعا دي ثلاث مشاكل كانت بتواجههم نور في اليوم بتاعها فنكتب ال 3 problems هنا زي ما قولنا من شوية her sister takes a long time to get ready she's still hungry after the quick breakfast ثالث حاجة the road can be very busy فدول ال 3 problems زي ما احنا شافين قدامنا وطبعا الحل بتاع ال 3 problems دول اول حاجة المشكلة بتاعت التأخير اللي كانت بتأخره لها اختها في الصباح علشان خاطر she takes a long time to get ready ان هي بتاخد وقت طويل ان هي تستعد تروح المدرسة كان مامتهم قالت لهم يعملوا ايه set a timer يعني تثبت منبه تثبت مقاطي and this way Sarah will get ready faster وبالطريقة دي سارة اختها سارة will get ready faster هتبقى مستعدة بشكل اسرع faster يعني اسرع فممكن احنا نكتب هنا set a timer and this way Sarah will get ready faster او ممكن نرسم هنا سورة ال timer على طول زي ما انتو حبين تاني problem او تاني مشكلة اللي هي she's still hungry after the quick breakfast انها بتفضل جعينة بعد الفطار السريع طبعا جدتها كانت بتعمل لها fruit salad وده كان كان بيحل المشكلة دي فاحنا هنا ممكن نرسم fruit salad او صلاتة فواكه شكلها جميل او ممكن نكتب هنا have a fruit salad have a fruit salad ان هي تاخد معاها صلاتة فواكه تالت problem كانت the road can be very busy the road can be very busy الطريق ممكن يكون زحمة جدا طبعا المشكلة دي ان الطريق لما بيبقى زحمة بيبقى غير امن it's not safe not safe يعني غير امن ممكن يحصل لها اي حاجة وحشة فطبعا المشكلة دي كان حلها ask sara to hold her hand this way she stay safe ask sara تطلب من اختها سارا to hold her hand ان هي تمسك ادها this way she stay safe بالطريقة دي هتفضل هي في امان فممكن نكتب الجملة دي زي ما احنا شايفين قدامنا وممكن نرسم صورة ادها وهي مسك ايد اختها سارا وبكده احنا عملنا ايه؟ وبكده احنا عملنا complete بالطريقة للجرافيك ارجنا وعملنا record وعملنا كمان او عملنا write للسولوشنز او للحلول اللي كانت نور بتتخذها مع المشاكل دي وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنال البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج number 9 او صفحة رقم 9 وانوانها my problem and solution my problem مشكلتي and solution والحل كمان بتاعها فهنا بيقول لنا first اولا draw your ideas draw your ideas in the problem in the problem في المشكلة solution solution والحل organizer organizer المنظم الtable اللي موجود فيه الخنتين دول problem المشكلة solution الحل ده اسمه organizer او منظم فهنا بيقولك ارسم مشكلة ويرسم حل then ثم بعد ذلك write اكتب to share to share لتشارك your problem المشكلة بتاعتك and how and how وكيف and how you solved it and how you solved it يعني كيف قمت بحلها solved يعني قام بحل it المشكلة طبعا فانا طبعا مدينا زي ما قلنا organizer ده او الtable ده هنرسم هنا problem بتواجهنا وهنرسم هنا solution بتاعها وبعدين هنعمل write down او هنكتب ال problem بتاعتنا هي عبارة عن ايه في السطور اللي موجودة تحت ونكتب كمان solution بتاعنا كان عامل ازاي فعلى سبيل المثال ال problem اللي ممكن تواجهنا ان احنا مثلا ممكن نلاقي the road is very busy the road is very busy الطريق زحمة جدا زي ما احنا شايفين قدامنا فدي problem كبيرة لان ممكن الطريق وهو زحمة جدا او very busy بيكون unsafe زي ما قلنا من شوية او غير امن وطبعا solution او الحل بتاعها ان لو بابا او ماما معايا بيوصلني المدرسة باسك هم او هير ان هو you hold my hand to be safe فهرسم هنا صورتي وصورة بابا او ماما وهم بيوصلوني وانا ماسك ادهم وعلشان خاطر بقى في امان اكتر طب هكتب ايه في السطور اللي تحت اول حاجة my problem زي ما قلنا my problem the road is very busy the road is very busy الطريق زحمة جدا طب solution عبارة عن ايه my solution الحل بتاعي ask my dad اسأل اطلب من بابا to hold my hand to be safe ان هو يمسك ايدي علشان افضل في امان طب لو ماما بتوصلني هقول ask my mom to hold my hand to be safe المهم ان الشخص اللي بيوصلني سواء كان ماما او بابا هطلب منه ان هو يمسك ايدي علشان افضل في امان كده انا عملت شير او شاركت البروبلم بتاعتي او المشكلة بتاعتي وكمان شاركت او كمان عملت شير او شاركت السلوشن او الحل بتاعها ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج number 10 او صفحة رقم 10 وعنوانها working with my classmate working العمل with my classmates زملائي في الفصل وانا طبعا بيكلمنا عن العمل مع our classmates او زملائنا في الفصل وبيقول لنا هنا write about write about a time you worked with a classmate انت عملت في you worked with a classmate مع زميل من زملاء الفصل فانت المفروض هتكتب عن وقت انت عملت فيه مع واحد من زميلك في ال classroom تاني حاجة بيقول لك who did you work with who يعني من وده طبعا للسؤال عن الاشخاص وفيه طبعا عندنا الدرس الخاص بادوات الاستفهام تقدروا تتفرجوا عليه موجودة على قوائم التشغيل هيوضح لكو كل اداة استفهام من ادوات الاستفهام ازاي بتعملوا بيها سؤال بشكل سليم فهنا هو معناها من وده للسؤال عن الاشخاص who did you work with who did you work with يعني من الذي عملت معه هتقول اسم ال classmate او زميلك في الفصل اللي انت عملت معاه وبعدين بيقول لك what ما او ماذا did you do together did you do together يعني انتو هم عملتوا معا what did you do together ما الذي قمتم بعمله معا together طبعا معا يعني انتو الاثنين مع بعض فهنا سيب لنا space وكاتب هنا I worked with I worked with انا عملت معاه وهنا نكتب هنا اسم ال classmate او زميلنا في الفصل اللي احنا عملنا معاه فمسلا ممكن نقول علي I worked with علي في الجزء الثاني من ال page كتب لنا together together معا we احنا عملنا ايه بقى together ممكن مثلا نقول shared our materials shared our materials shared يعني شاركنا our materials الادوات بتاعتنا يبقى انا وصديقي او ال classmate بتاعي عملنا ايه اتشاركنا الادوات بتاعتنا وهنا كده عملنا working together او اشتغلنا مع بعض فيبقى اول حاجة I worked with وتكتب هنا اسم classmate بتاعك صديقك في الفصل اللي انت عملت معاه وتاني حاجة together we together مع بعض ونحن مثلا shared our materials shared our materials اتشاركنا الادوات بتاعتنا ممكن انت تكتب حاجة تانية لان هنا مفيش اجابة نموذجية المهم ان انت تبقى فاهم السؤال بيقول ايه وازاي تجاوب عليه بشكل صحيح وبكده نكون انهينا درس النهاردة اتمنى ان انت تكون استفادت من الدرس لو اعجبك الفيديو اعمل لايك اتمنى الاقي الف واحد استفاده او الف لايك تحت الفيديو والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة وهتفرق معاه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان وانا سايب لكم اللينك بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسام الصياب من قناة فلاش التعلمية افهم وتعلم ببساطة ازايكو يا اصحابي النهاردة ان شاء الله مع الحلقة الرابعة من شرح منهج او الصف الثاني الابتدائي تيرم 1 التيرم الاول وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم كنا انهينا المرة اللي فاتت بيج 10 او صفحة رقم 10 والنهاردة نبدأ مع بيج 11 او صفحة 11 وعنوانها ايكان انا استطيئة يعني اتعاون ات Dancing أنا ممكن أكون متعاون أنا أقدر أكون متعاون في المدرسة مرة كمان I can cooperate at school وهنا بيقول لنا Listen to each sentence Listen is tamah to each sentence لكل جملة Circle the sentences that describe cooperation Circle ضع دائرة حول The sentences الجمل That describe اللي بتصف Cooperation Cooperation التعاون وإنا مدينا مجموعة جمل هنقراها مع بعض الجمل اللي بتعمل describing أو بتصف Cooperation أو التعاون هنعمل حواليها Circle زي ما اتفقنا من شوية فأول sentence بتقول I share my materials I share my materials يعني أنا بشارك الأدوات بتاعتي هل يترى السنتنس دي بتعبر عن Cooperation ولا بتعبرش عن Cooperation سطرين بتعبر عن Cooperation أو عن التعاون فأناعمل حواليها Circle زي ما اتفقنا طب تاني sentence أو تاني جملة بتقول I ignore I ignore أنا بتجاهل My shoulder partners ideas My shoulder partners اللي هي أصدقائي في الكلاسروم Ideas أرأهم أرأ أصدقائي في الكلاسروم I ignore أنا بتجاهل My shoulder partners ideas أنا بتجاهل أرأ أصدقائي في الكلاسروم هل يترى دي بتعمل describing لل Cooperation ولا لا شطرين ما بتعملش describe لل Cooperation فمش هامل حواليها Circle طب تالت سنتنس بتقول I use words I use أنا أستخدم words كلمات like please مثل لو سمحت and thank you وشكرا لك with my classmates مع زملائي في الكلاسروم أو في المدرسة يبقى أنا I use words أنا بستخدم كلمات like please مثل لو سمحت and thank you وشكرا لك with my classmates مع زملائي في المدرسة هل يترى السنتنس دي بتعمل describing لل Cooperation ولا لا شطرين بتعمل describe لل Cooperation أو للتعاون فعمل حواليها Circle زي ما احنا شايفين قدامنا لا تنسى اللي بعد كده بتقول I treat أنا بقى عامل my classmate زميلي في الفصل with respect with respect باحترام as كما we work together as we work together وحنا بنعمل مع بعض مرة كمان I treat أنا بقى عامل my classmate زميلي في الفصل with respect بالاحترام بشكل محترم يعني بشكل مهزب as we work together وحنا بنعمل مع بعض هل يا ترى السنتنس دي بتعمل describe لل Cooperation ولا لا شطرين هي بتعمل describe لل Cooperation أو للتعاون فأنامل حواليها Circle زي ما اتفقنا طب السنتنس اللي بعد كده بتقول I never give up أنا لا أستسلم أبدا when I am working with my classmate when I am عندما أنا أكون working أعمل with my classmate زميلي في الفصل أنا عمري ما بقى استسلم وأنا بعمل مع صديقي في الفصل مرة كمان I never give up أنا لا أستسلم أبدا when I am working with a classmate عندما أعمل مع زميل من زملاء الفصل هل يترى السنتنس دي بتعمل describe لل Cooperation ولا لا شطرين هو هنا cooperate أو هو هنا متعاون لأنه عمره ما بيستسلم أبدا وهو بيعمل مع classmate أو زميله في الفصل فأناعمل حواليها Circle وآخر جملة بتقول I always I always يعني أنا دائما want to use my idea أريد أن أستخدم رأيي and not my partners ومش الرأي بتاع زميلي أو شريكي في الفصل I always أنا دائما I always أنا دائما want or read to use and أستخدم my idea my idea رأيي and not my partners ومش مهم أستخدم رأي زميلي في classroom أو شريكي في الفصل طبعا دي ما بتعمل describe لل Cooperation أو للتعاون فمش هنعمل حواليها circle وفي الجزء الثاني في الpage دي بيقول لنا complete complete يعني أكمل the sentence the sentence الجملة to tell what cooperation means to tell لتخبر what ما أو ماذا cooperation التعاون means يعني يعني كمل الجملة لكي توضح معنى التعاون أو علشان توضح يعني كلمة تعاون فأنا بيقول لنا cooperation التعاون تعاون means يعني يعني إيه يا أصحابي شطرين cooperation يعني حاجات كتير يعني إن أنا مثلا I treat my classmate with respect as we work together I treat my classmate with respect as we work together أنا بعمل الخلاصمات بتاعي زميلي في الفصل with respect with respect بالإحترام بشكل مهزب as we work together عندما نعمل معنى يبقى cooperation means التعاون يعني I treat my classmate with respect as we work together وبكذا نكون أنهينا البيج دي ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج number 12 أو صفحة رقم 12 وعنوانها being respectful being respectful أن تحترم أن أنت تحترم حد أن أنت تحترم شخصنا فهنا ده معنا being respectful أن أنت تكون محترم under the smiley face under the smiley face أسفل الوجه المبتسم list ضع قائمة ب behaviors behaviors السلوكيات that show اللي بتوضح being respectful أن أنت تكون محترم أن أنت تحترم الآخرين يعني under the sad face under the sad face يعني تحت الوجه الحزين list ضع قائمة ب examples أمثلة يعني سلوك عدم الاحترام مرة كمان under the smiley face list behaviors that show being respectful under the sad face list examples of disrespectful behavior وهنا مدينا table أو جدول في smiley face وفي sad face ال smiley face مكتوب جنب منه كلمة respect رسبيكت يحترم وال sad face مكتوب جنب منه disrespect 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 أو لا يحترم فإحنا عايزين نعمل list أو نكتب قائمة بسيطة بالbehaviors أو أشكال السلوك that show being respectful اللي بتوضح أن أنت تكون محترم فأول حاجة ايه ممكن يكون بيوضح أن أنت تكون محترم شاطرين مثلا ممكن أقول share my materials إن أنا بشارك الأدوات بتاعتي أنا كده respectful وبيحترم الآخرين ممكن كمان أقول I use word like please and thank you with my classmate إن أنا ممكن أكون بستخدم كلمة زي كلمة please لو سمحت and thank you وشكرا لك with my classmates مع زملائي في الفصل ده برضو نوع من أنواع respect ده behavior بيوضح أننا respectful أو إنسان بيحترم الآخرين ممكن كمان أكتب I treat my classmate with respect as we work together I treat my classmate with respect as we work together أنا بعامل زميلي في الفصل with respect باحترام as we work together عندما نعمل معن ده behaviors أو سلوكيات بتوضح إنت إمتى بتكون respectful أو إنسان بتحترم الآخرين طب disrespect أو عدم الاحترام مثلا الbehaviors اللي بتوضح disrespect أو عدم الاحترام مثلا لما نقول I ignore I ignore أنا بتجاهل my shoulder partner's ideas my shoulder partner's ideas اللي هي شركائي في الفصل أو في classroom أراء شركائي في classroom أو في الفصل I ignore my shoulder partner's ideas أنا بتجاهل أراء شركائي وزملائي في classroom أو في الفصل ممكن كمان أقول I always want to use my idea and not my partners أنا دايما عايز أستخدم أرائي أنا ومش أراء شركائي أو زملائي في classroom عندي behaviors أو سلوكيات بتوضح أو شوز disrespect عدم الاحترام وبكده احنا عملنا list للbehaviors أو السلوكيات اللي بتعمل show being respectful أو اللي بتوضح أن أنت تكون إنسان بتحترم الآخرين وكمان قلنا examples أو أمثلة للbehaviors أو السلوكيات اللي بتشو أو بتوضح disrespectful behavior أو سلوك عدم الاحترام زي ما شفنا من شوية ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معي ويوصل لبيج number 13 أو صفحة رقم 13 وعنوانها نور shows good citizenship نور صديقتنا صديقتنا الصغيرة نور shows بتوضح good citizenship citizenship يعني مواطنة إن هي مواطنة صالحة good citizenship يعني مواطنة جيدة إن هي مواطن صالح مواطن جيد في المجتمع بتاعنا follow follow اتبع along as the story is read اتبع طالما إن القصة بتقرأ when you hear نور being a good citizen when you hear عندما تسمع نور being a good citizen إن نور مواطن صالح draw a smiley face draw a smiley face ارسم وجه مبتسم next to next to يعني إلى جانب the line السطر in the text في القطعة يبقى أنت أول ما تسمع جملة بتوضح إن نور good citizen أو مواطن صالح هنرسم جنب الجملة دي في التكست دي أو في القطعة دي smiley face أو وجه مبتسم in the story في القصة circle and example circle and example ضع دائرة حول مثل of showing يوضح fairness fairness العدالة honesty honesty الأمانة and respect and respect والإحترام مرة كمان in the story circle and example of showing fairness honesty and respect يبقى أنت هنا في السطوري الجميلة دي أعمل circle حوالين مثال من الأمثلة بيوضح أو showing fairness العدالة 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 الأمانة and respect والإحترام فزي ما قلنا أي line بيوضح أن نور good citizen أو مواطن صالح هنعمل جنبه smiley face وهنعمل circle حوالين example أو مثال من الأمثلة بيوضح fairness والhonesty والrespect فأول تكست مكتوبة هنا أصحابي بتقول add break time في فترة الاستراحة في وقت الاستراحة classmate زميل الفصل asked if she could sit with me لو هي ممكن تؤاد معي if يعني لو she could هي تستطيع sit with me sit with me إن تجلس معي I said أنا قلت أنا قلت yes نعم I made room at the table أنا رتبت الترابيزة اللي موجودة في الروم أو في الحجرة مرة كمان at break time a classmate asked if she could sit with me I said yes I made room at the table I made room at the table الجملة دي أصحابي مش بتوضح إن هي good citizen أو مواطن صالح رتبت الترابيزة اللي في الروم فبالتالي أنا أعمل هنا smiley face زي ما احنا شايفين قدامنا طب التكست التانية بتقول ايه outside بالخارج my classmates were arguing كانوا بيتشغروا they couldn't decide هم لم يستطيعوا أن يقرروا they couldn't they couldn't لم يستطيعوا decide يعني يقرر يتخذ قرار what to play يعني يعني يلعب إيه let's play football يعني دعونا نلعب كرة القدم I said I said كده we can all play football together we can all play football together كتوبة في البيج هنا بتقول in the classroom in the classroom في حجرة الفصل our teacher our teacher المعلم بتاعنا handed out سلم باليد our workbooks كراسات التمارين الخاصة بينا my teacher gave me my teacher المعلم بتاعي gave me أعطاني the wrong book الكراسة الخطأ I raised I raised أنا رفعت my hand يدي to let my teacher know علشان أعرف المدرس بتاعي علشان أعرف المعلم بتاعي I didn't want to write in someone else workbook I did not want to write أنا لم أريد أن أكتب someone else's workbook في كراسة تمارين شخص آخر she thanked me she thanked me هي شكرتني for my honesty for my honesty لأمانتي it always feels good it always feels good هو دائما شعور جيد when I do the right things عندما أنا أفعل الأشياء الصحيحة والأقولها مرة مرة تانية in the classroom in the classroom our teacher handed out our workbooks my teacher gave me the wrong book I raised my hand to let my teacher know I did not want to write in someone else's workbook she thanked me for my honesty it always feels good when I do the right thanks وطبعا السنتنس دي بتوضح الإجزامبل أو المثال اللي بيعمل showing أو بيوضح fairness العدالة الهونستي الأمانة and الريسبيكت والإحترام فنعمل سيركل حوالين الجملة دي زي ما احنا شايفين قدامنا وبكده نكون وضحنا الإجزامبل أو المثال of showing fairness honesty and respect اللي بيوضح العدالة والهونستي الأمانة والريسبيكت الاحترام ونوصل لبيج number 14 أو صفحة رقم 14 وعنوانها نور's daily routine الروتين اليومي الحاجة اللي بتتكرر كل يوم باستمرار وطبعا ده الروتين اليومي الخاص بنور وهنا بيقول لنا as the story is read بينما القصة بتقرأ listen استمع for things للأشياء نور is doing اللي بتعملها نور that might stay التي might ربما stay تظل the same كما هي from day to day from day to day من يوم للتاني when you hear when you hear يعني عندما تسمع an example مثال show a thumbs up show a thumbs up يعني ارفع صباحك لسبابك تحية اللي هو الحرقة اللي احنا شايفينها قدامنا دي علامة على ان انت بتعمل شيء كويس أو صحيح يبقى when you hear an example show a thumbs up او ما تسمع اي مثال على daily routine اعمل العلامة اللي انت شايف ها والتاني ونقولها مرة تانية as the story is read listen for things nor is doing that might stay the same from day to day when you hear an example show a thumbs up ويف اول تكست مكتوب هنا اصحابي each morning each morning كل صباح starts the same way starts بيبدأ the same way بنفس الطريقة my alarm clock my alarm clock المنبه بتاعي rings be run i wake up i wake up انا استيقظ i get dressed انا برتدي ملابسي i brush my teeth i brush my teeth انا بخسل سناني بالفرشاة brush يعني فرشاة وتيس يعني اسنام and my hair and my hair وبصرح شعري بالفرشاة grandma makes me breakfast makes me breakfast بتعملي الفطار بتاعي sometimes sometimes احيانا grandma let me choose what to eat let me choose what to eat بتخليني اختار الحاجة اللي انا هفطار بيها ااكل ايه يعني يبقى نقولها مرة تانية each morning starts the same way my alarm clock rings i wake up i get dressed i brush my teeth and my hair grandma makes me breakfast sometimes grandma let me choose what to eat وطبعا التكست دي بتوضح daily routine فانا من جنبها العلامة بتاعة thumbs up زي ما احنا شايفين قدامنا لان هي the example على daily routine التكست التانية بتقول next ثم بعد ذلك my sister اختي and i وانا walk to school بنمشي الى المدرسة my sister walks me to my classroom اختي بتتمشى معايا وتوصلني to my classroom للفصل بتاعي مرة كمان next my sister and i walk to school my sister walks me to my classroom طبعا ده daily routine واضح جدا ان هما بيعملوا ده كل يوم فانا من جنب العلامة بتاعة thumbs up زي ما احنا شايفين قدامنا بعد كياه بيقول لنا i put away my school bag انا بضع i put away يعني انا بضع جانبا my school bag الحقيبة بتاعتي حقيبة المدرسة بتاعتي i wonder انا بتسائل what i will learn what i will learn ما الذي سوف اتعلمه we eat we eat lunch in the afternoon we eat lunch in the afternoon احنا بنأكل الغداء in the afternoon في فترة بعض الظهر يبقى نقولها مرة تانية i put away my school bag i wonder what i will learn we eat lunch in the afternoon طبعا ده اكزامبل تاني على الديلي روتين او الروتين اليومي فانا اعمل جنب العلامة بتاعات sums up زي ما احنا شايفين قدامنا بعد كده بيقول لنا once school ends بمجرد ان المدرسة بتنتهي once بمجرد ان وبتيجي بمعنى مرة واحدة once school ends بمجرد ان المدرسة بتنتهي i go home انا برجع البيت i do my homework انا بعمل الواجب او الفرد المنزلي التاعي first اولا ثم بعد ذلك i get to choose انا باختار what to do ما الذي افعله sometimes احيانا i read انا بقرأ sometimes احيانا i play with my friends انا بلعب مع اصدقائي نقولها مرة تانية once school ends i go home i do my homework my family اسرتي eats dinner بتأكل العشاء بنتعشة after dinner بعد العشاء we get ready for bed احنا بنستعد for bed لنحنا ننام mom mom read me a story بتحكيه لحكاية بتقرأ لي قصة i cannot wait for another exciting day انا مش مش ادرى انتظر for another exciting day اليوم مسير اخر انازر يعني اخر ونقولها مرة تانية in the evening my family eats dinner after dinner we get ready for bed mom reads me a story i cannot wait for another exciting day وطبعا ده مثل من امثلة daily routine فنعمل جنبه لعلامة بتاعة sums up زي ما احنا شايفين قدامنا وبكده نكون انهينا الستوري الجميلة دي وانهينا معاها درس النهاردة اتمنى تكون استفدت لو اعجبك الفيديو اعمل لايك اتمنى الاقي الف واحد استفاده او الف لايك تحت الفيديو والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتناعي والواتساب وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة وتفرق معا كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان وانا سايب لكم اللينك بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة زيكو يا أصحابي النهاردة ان شاء الله بنكمل مع بعض شرح منهك Discover Primary 2 الصف الثاني الابتدائي Term 1 Term 1 ودي الحلقة الخمسة وزي ما احنا متعودين يكون معنا الكتاب وقلم ولو مش معنا الكتاب يكون معنا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم كنا انهينا المرة اللي فاتت شرح page number 14 او صفحة رقم 14 وكان بيتكلم عن daily routine بتاع صديقتنا نورة او الروتين اليومي الخاص بصديقتنا نورة والنهاردة هنبتدي نشرح page 15 او صفحة رقم 15 وانوانها graphing our choices graphing our choices choices يعني اختيارات و our الخاصة بنا بتاعتنا ملكنا و graphing يعني التمثيل البياني فاحنا هنمثل اختياراتنا اللي احنا اخترناها في شكل رسم بياني والمطلوب مننا هنا اصحابي بيقولنا look انظر at the class list look انظر at the class list القائمة الخاصة بالفصل count add how many choices how many choices كم عدد الاختيارات are made التي تم اختيارها for each category for each category يعني لكل قسم يعني لكل فئة record record يعني سجل the number الرقم on the graph on the graph ومدينا هنا اصحابي bar graph او رسم بياني بالاعمدة عنوان our choices our choices يعني اختياراتنا وطبعا زي ما احنا شايفين vertical axis والhorizontal axis المحور الرأسي علي numbers from 1 to 10 والhorizontal axis او المحور الأفقي علي categories او الفئات اللي احنا هنعمل عليها choices فاول category او او الفئة هي food الفود او الطعام المفروض ان احنا عندنا الكاتيجوري ده هنختار كل واحد بيختار الطعام اللي هو بيحبه من الفئة دي فمثلا في ناس هتختار الفش الفش او السمك في ناس تانية هتختار ال chicken او الدجاج في ناس تانية هتختار الميت الميت او اللحم في ناس ربعة تختار البنطلونات 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 في طلبة تالتة ممكن يختار ال t-shirts t-shirts او t-shirts وفي كمان فئة ربعة مثلا لو هم بنات هيختار ال skirts فانا عندنا برضو four choices او اربعة اختيارات لحد رقم اربعة الكاتيجوري التالت هو work work او العمل لو سألتهم كل واحد يحب يعمل ايه ففي مدموع منهما تختار مثلا ان هي انجينير انجينير او مهندس مجموعة تانية هتختار ان هي تبقى doctors doctors او اطباء مجموعة تالتة ممكن تختار مثلا ان هي تبقى police officers police officers او ضباط شرطة فبكده احنا عندنا three choices او ثلاث اختيارات واخر حاجة entertainment entertainment او الترفيه entertainment او الترفيه وسائل الترفيه فمثلا لما جينا سألناهم ايه هي entertainment بتاعتهم او وسائل الترفيه بتاعتهم مجموعة منهم مثلا هيقولك playing او مثلا بيلعبوا كرة كرة قدم مجموعة تانية تقولك going to the cinema ان هما بيروحوا السينما مجموعة تالتة مثلا ممكن تختار ان هي watching tv ان هما يتفرجوا على التلفزيون فكده احنا عندنا three choices او الاول اللي هو food احنا افترضنا ان احنا عندنا four choices او اربع اختيارات اتفرق عليهم class بتاعنا تاني category اللي هو closing او تاني فئة اللي هي الملابس كان عندنا برضو four choices او اربع اختيارات تالت category او تالت فئة من الفئات موجودة عندنا work احنا افترضنا ان احنا عندنا three choices او ثلاث اختيارات اتفق عليهم الفصل ورابع category او رابع فئة اللي هي entertainment افترضنا ان احنا class بتاعنا اتفقوا على three choices او ثلاث اختيارات فبالتالي احنا بقى عندنا بيانات او data نقدر نعمل لها representing او تمثيل على graph ده او على bar graph ده وهنعمل لها تمثيل هنظل كل bar او او عدد الاختيارات في كل category ففي food كان في four choices هنظل لحد number four والclosing كمان كان في four choices او اربع اختيارات فهنظل لحد رقم four والwork كان في ثلاث اختيارات فهنظل لحد رقم three والentertainment الentertainment او الترفيه وسائل للترفيه كان في ثلاث اختيارات برضو هنظل لحد number three زي ما احنا شايفين قدامنا وطبعا يا اصحابي احب افكر ان الارقام دي ممكن تتغير مفيش اجابة نموذجية كل واحد حسب ال data او البيانات اللي ممكن يلاقيها في الclass بتاعه او في الفصل بتاعه المهم ان احنا فهمين السؤال ممكن يتحل ازاي وبعد كده ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج numbers 16 او صفحة رقم 16 وان وان ها reading a clock reading a clock او قراءة الساعة ان احنا بنقرأ الوقت الموجود على الساعة ومكتوب هنا record record يعني سجل the time on the analog clock record the time on the analog clock الانالوج clock يا اصحابي اللي هي الساعة الغير رقمية الساعة الغير رقمية اللي فيها عقارب وبنقرأها بالشكل التقليدي بتاعنا ودي الانالوج clock الساعة التانية اللي فيها الارقام دي بتبقى اسمها digital clock digital يعني رقمي وclock يعني ساعة فالانالوج يعني الساعة التناظرية الغير رقمية زي ما احنا عارفينها بعدين بيقول لنا underline under the clock تحت الساعة فاحنا هنعمل record او هنسجل the time الوقت on the analog clock اللي موجود على الساعة الغير رقمية on the line under the clock on the line under the clock على السطر اللي موجود تحت الساعة وطبعا يا اصحابي علشان نقدر نقرأ الساعة الانالوج او الساعة الغير رقمية محتاجين نعرف شوية معلومات اول معلومة ان الانالوج او الساعة الغير رقمية بيبقى لها three hands three hands او ثلاثة عقارب short hand short hand او اليد القصيرة اللي هي بتمثل الساعات بتلاقيها قصيرة كده وبتتحرك ببطء شديد انت متحسش انها بتتحرك يبقى الدراعة القصيرة او short hand دي او العقرب القصير ده خاص بالساعات long hand long hand ده خاص بالدقايق فيه دراعة طويل كده او عقرب طويل ده خاص بالدقايق كل ما عقرب السواني رفاية خالص ده بيلف بيلف لف لفة كاملة عقرب الدقايق ده بيتحرك حركة واحدة خطوة واحدة يبقى مرة كمان عندنا short hand او العقرب بتاع الساعات وعندنا long hand او العقرب بتاع الدقايق short hand او عقرب الساعات ده بيشاور على الساعة والlong hand ده بيشاور على الدقيقة فمثلا لو العقرب هنا موجود على الساعة 11 يبقى الساعة للوقت 11 وبعدين نشوف long hand او العقرب الطويل العقرب بتاع الدقايق بيشاور على الدقيقة رقم كان ولازم نبقى عارفين ان بين 12 وال1 في 5 منتز وبين ال1 وال2 في 5 منتز وبين ال2 و3 في 5 منتز وبين ال3 وال4 في 5 منتز ده بالنسبة العقرب الدقايق وبين ال4 وال5 في 5 منتز وبين ال5 وال6 في 5 منتز وبين ال6 وال7 في 5 منتز وبين ال7 وال8 في 5 منتز وبين ال8 وال9 في 5 منتز وبين ال9 وال10 في 5 منتز وبين ال10 وال11 في في 5 minutes انا محتاج ان انتو تبقوا مركزين معايا دلوقتي لو جمعنا كل المينت دي مع بعض ال5 وال5 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 لحد ما نوصل ل12 هنلاقيهم 60 minutes او 60 دقيقة يبقى كل ما العقرب الطويل ده او اللونج هاند ده لف لفة كاملة بيعدي 60 دقيقة فبيتحرك العقرب القصير ده او الشورت هاند ده خاص بالساعات خطوة واحدة معايا فيبقى مرة تانية عقرب الدقيقة او اللونج هاند بيتحرك خطوة اللي هي النقطة واحدة من الخمس نقطة اللي بين مثلا ال6 وال7 بيتحرك نقطة واحدة منهم كل ما عقرب السواني ده الرفيع ده لف لفة كاملة وبعدين لما العقرب الطويل ده او اللونج هاند ده اللي هو الخاص بالدقيقة بيلف كمان هو لفة كاملة عقرب الساعات اللي هو الشورت هاند ده بيتحرك برضو حركة واحدة خطوة واحدة فيبقى لازم نبقى فاهمين الحاجات دي هم ثلاث حاجات اول حاجة ان فيه في الانالوج كلوك او الساعة الغير رقمية حاجة اسمها الهاندز او العقارب الشورت هاند او العقرب القصير بيشاور على الساعات واللونج هاند او العقرب الطويل بيشاور على الدقايق والعقرب الرفيع خالص ده الصغير ده والعقرب الرفيع خالص ده بيتحرك لانه بيتحرك طول الوقت لانه هو بيشاور على السواني دي اول معلومة لازم نبقى فاهمينها تاني حاجة لازم نبقى عارفينها ان ما بين كل نقطة التانية على الكلوك او على الانالوج كلوك فيه خمس نقط في النص الخمس نقط دول ممكن يكونوا ثواني وممكن يكونوا دقايق يعني ما بين التولف والوان فيه خمس نقط هنا ما بين التولف والوان فيه خمس نقط هنا الخمس نقط دول ممكن يكونوا بالنسبة لعقرب الثواني خمس ثواني يعد عليهم على طول وممكن يكونوا بالنسبة لعقرب الدقايق خمس دقايق يتحرك عليهم خطوة خطوة كل خطوة منهم دقيقة طبعا عقرب الدقايق بيتحرك خطوة واحدة كل ما عقرب الثواني لف لفة كاملة وعمل دقيقة كاملة ثالث معلومة لازم نبقى عارفينها إن الدقيقة أو الone minute فيها 60 ثانية أو 60 second وإن الone hour أو الساعة الوحدة فيها 60 minutes أو 60 دقيقة فزي ما قلنا إن العقرب بتاع الدقايق بيتحرك قطوة واحدة لما عقرب الثواني يعدي 60 ثانية يبقى كامل دقيقة طب وعقرب الساعة ده بيتحرك إمتى لما عقرب الدقايق ده يتحرك 60 دقيقة الساعة فيها 60 دقيقة والدقيقة فيها 60 ثانية نرجع نحاول نقرأ بقى الساعة العقرب بتاع الساعات أنهي عقرب فيهم يا أصحابي شاطرين إحنا قلنا short hand أو العقرب القصير هنلاقي بيشاول على 11 يبقى هنا الساعة 11 هنكتب 11 طب ودقايق فين الدقايق؟ شاطرين long hand طب يشاور على دقيقة كام؟ إحنا قلنا إن كل نقطة والتانية على الانالوك لوك فيه بينها وبين التانية خمس دقايق يبقى كده هنا عند الone هنا فيه خمسة هنزود عليهم خمسة كمان يبقى هنا عشرة عشرة وهنزود خمسة كمان يبقى 15 خمسة عشر هنزود على الـ 15 5 كمان هيبقى 20 عشرين هنزود على الـ 25 كمان هيبقى 25 هنزود على الـ 25 5 كمان هيبقى 30 يبقى الساعة 11 الساعة 11 و 30 دقيقة مرة كمان الساعة 11 و 30 تمام؟ ومدينا هنا أصحابي صورة الـ digital clock أو الساعة الرقمية ودي أسهل في قريةها لأنها تكتب لك الأرقام على طول 12 ونقطتين وبعدين 45 45 اللي هي الدقايق 45 دقيقة الساعة 12 و 45 دقيقة فنرجع للـ analog clock مرة تانية هنلاقي الـ short hand أو العقرب القصير بيشاور على الـ 11 أو الـ 11 والـ long hand أو العقرب الطويل بيشاور على number 6 اللي هو لو أردت تجمع الدقيقة لحد ما توصله هتلاقيها 30 minutes أو 30 دقيقة فنكتب هنا تحت 11 وبعدين نقطتين 30 11 و 30 دقيقة وننزل للجزء التاني الموجود في الـ page هنا وبيقول لنا هنا get up and move clock get up استيقظ and move clock وحرك الساعة ومدينا هنا analog clock أو ساعة أو ساعة غير رقمية لا يوجد أي hands أو أي عقارب فإحنا المفروض إحنا بنسحل الساعة كام وإنت ستسحل الساعة كام عشان تروح لـ school مثل في ناس مثلا بتصحل الساعة 6 في ناس بتصحل الساعة 6 ونص طب الساعة 6 أو الساعة 6 ونص 6 o'clock أو 6.30 بنشاور عليها ازاي فهنجيب الهانز بتاعتنا زي ما احنا شايفين وهنحط الشورت هاند أو العقرب القصير على 6 زي ما احنا شايفين يبقى كده الساعة 6 طب لو هي 6 بالزبط يعني ما فيش اي دقايق فوق الستة يبقى اللونج هاند أو العقرب الطويل ما بيشاورش على اي دقايق بعد 6 فيبقى هنا عند نقطة الصفر اللي هي 12 طب لو هي 6.30 أو الساعة 6 و30 دقيقة مثلا فيبقى اللونج هاند فوق الشورت هاند الشورت هاند هنا بيشاور على 6 وتبقى الساعة 6 واللونج هاند بيشاور على 30 دقيقة يبقى الساعة كام 6.30 الساعة 6 و30 دقيقة ساعة 6 و30 دقيقة زي ما احنا شايفين قدامنا وبكده احنا حددنا الوقت اللي احنا بنصحى فيه لو انت بتصحى في وقت تاني اثبت الساعة وموف كلوك للوقت اللي انت بتصحى فيه وحاول طبعا تقرأ الساعة وتتضرب على قرأتها ان انت كل ما تحاول تتضرب على قرأتها هتثبت المعلومة في عقلك بشكل اكبر ويبقى الموضوع بالنسبة لك اسهل بكتير وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج نمبر 17 او صفحة رقم 17 وعنوانها get up استيقظ and move clock وحرك الساعة record sheet record sheet ورقة التسجيل get up and move clock record sheet يعني الورقة بتاعة التسجيل الخاصة بالاستيقاظ وتحريك الساعة وانا طبعا بنفترض ان احنا منلعب لعبة جميلة في الclassroom بتاعتنا ان التيتشر بتاعنا مثلا كان مشغلنا موسيقى الموسيقى دي بتقف فجأة احنا والموسيقى دي شغالة بنلف حوالين بعض جنب بعض كل واحد ماسك في ايده الclock بتاعته متحدد عليها الساعة اللي هو بيصحفيها فانا مثلا واقف معاكو في الclassroom انا ماسك الوقت بتاعي على الانالوج clock بتاعتي اللي بيصحفيه وكل واحد فيكو معاق الانالوج clock بتاعته او الساعة الغير رقمية بتاعته زابط عليها ومحدد عليها الوقت اللي بيصحفيه وكلنا بنتحرك حوالين بعض والموسيقى شغالة اول ما الموسيقى بتقف كلنا بنقف احنا كمان وبنكتب اسم زمننا الواقف جنبينا في الوقت ده وبنكتب كمان الوقت اللي هو بيصحفيه اللي انا شايفه على الانالوج clock بتاعته فمرة تانية كلنا هنلعب اللعبة دي في الclassroom نشغل بعض الميوزك او بعض الموسيقى ونتحرك كلنا حوالين بعض وفجأة الموسيقى تقف احنا كمان هنقف كل واحد هيكتب اسم اللي جنبه والوقت اللي هو بيصحفيه على الكلوك بتاعته او على الانالوج clock بتاعته فانا بيقول لنا عندما تتوقف الموسيقى ساعة خاصة بتلميذ تاني write the name of the student write the name of the student اكتب اسم التلميذ او طالب اللي انت واقف جنب الساعة بتاعته ده and record وسجل the time shown the time shown الوقت الموضح shown يعني موضح the time shown الوقت الموضح ومدينا هنا تابل او جدول مكتوب فيه name of student name of student اسم الطالب time on clock time on clock الوقت اللي موجود على الساعة بتاعته فمثلا لو احنا قلنا ان اول طالب كان واقف جنبينا مثلا اسمه علي واحنا بصينا على الانالوج clock بتاعته اللي هو كان مسكها في ايده اول ما الموسيقى وقفت لقينا مثلا موجود عليها واحنا لازم نتعلم نقرأ الانالوج clock اللعبة دي الهدف منها انها تخلينا نتعلم نقرأ الانالوج clock ونبقى فاهمين ازاي بتتقري فهنبص عليها ونكتب الرقم اللي عليها فمثلا هنلاقي 730 فهنكتب هنا 730 واحنا بنلعب اللعبة دي تاني والميوزيك وقفت فجأة لقينا مثلا واقف جنبينا زملتنا مثلا اسمها نوها فهنكتب هنا name of student نوها بعدين بصينا على الساعة اللي هي بتصحى فيها لقيناها مثلا 630 فهنكتب هنا 630 وارجعنا شغلنا الميوزيك تاني وبعدين الميوزيك وقفت فجأة وقفنا لقينا نفسنا واقفين جنب student ثالث مثلا لو هو اسمه حسام فهنكتب هنا حسام وبعدين شفنا الوقت بتاعته او الساعة بتاعته لقيناه بيعمل wake up او بيصحى 7 o'clock الساعة سبعة فهنكتب هنا 7 وكده احنا عرفنا ازاي السؤال ده بيتحل وهو هنا طالب مننا ايه والهدف طبعا من اللعبة دي زي ما قلت ان احنا نتدرب على ان احنا نعمل reading او اراية للانالوج clock او للساعة الغير رقمية وطبعا الارقام اللي موجودة هنا والاسماء اللي موجودة هنا ممكن تتغير من شخص للتاني لان هي مجرد لعبة وطبعا مفيش اجابة نموذجية كده نكون انهينا شرح درس النهاردة اتمنى ان انتو تكونوا استفدتم لو اعجبك الفيديو اعمل like والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة واتفرق معا كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان وانا سايب لكم اللينك بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايكو يا اصحابي النهار دا ان شاء الله بنكمل مع بعض شرح منهج discover primary 2 term 1 او term الاول وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معانا الكتاب بيكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم النهار دا بنكمل مع بعض شرح من اول page 19 انهينا المرة اللي فاتت في الحلقة الخمسة الشرح حتى نهاية page 17 وكنا شرحنا ازاي نقرأ الساعة وازاي نقرأ الساعة الخاصة بزميلنا في ال classroom والنهار دا بنتكلم عن موضوع مهم جدا related to time او لي دعوة بالوقت ان احنا بيبقى عندنا حاجات لازم نعملها must do وحاجات احنا عايزين نعملها او احنا حابين نعملها ودي اسمها want to do فmost يعني يجب يعني لازم لازم تتعمل وwon't احنا عايزينها احنا بنريد ان احنا نعمل الحاجة دي وطبعا الحاجات المفروض بنعملها في يومنا دي اسمها priorities 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 او اولويات يعني ايه priority priority يعني اولوية يعني very important thing شيء مهم جدا كل حاجة كل الحاجة ما بقت مهمة في الحياة بتاعتنا او في اليوم بتاعنا دي اسمها اولوية يعني مثلا الاولوية الكبرى بالنسبة لنا دلوقت ان احنا نعمل studying two hour lesson او ان احنا نزاكر دروسنا دي الاولوية الكبيرة بتاعتنا ان احنا كمان نبقى كويسين نسمع كلام بابا وماما كل دي اولويات او اسمها priorities priority يعني اولوية زي ما قلنا وطبعا ده كل حاجات بتتعامل في وقت فطبعا ده بيبقى during the day او خلال اليوم priorities او الاولويات دي احنا بنعملها وبنقوم بيها اثناء اليوم بتاعنا وفي page 19 هنا بيكلمنا عن الموضوع ده وبيقول لنا time time يعني وقت to try to try لنجرب something new شيء جديد شيء ما جديد مرة تانية time to try something new وقت لنجرب شيء ما جديد وهنا بيقول لنا write اكتب the things الأشياء you must do التي يجب ان تفعلها الحاجات اللي لازم تعملها and things والأشياء you want to do you want to do الحاجات اللي انت عاوز تعملها you want انت تريد priorities 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 يعني الأولويات must do must do يجب ان تفعله want to do want to do يعني تريد ان تفعله فزي ما قلنا اكيد في مجموعة من الحاجات احنا لازم نعملها في يومنا الحاجات دي بتنقسم لحاجتين حاجة لازم نعملها حتى لو احنا مش عايزين نعملها يجب ان نفعلها must do وحاجات احنا عاوزين نعملها احنا بنحب نعملها احنا نريد نعملها اسمها want to do نريد ان نفعلها فطبعا احنا عندنا priorities كتير في يومنا مثلا اول حاجة زي ما قلنا studying is a priority studying is a priority المذكرة دي priority دي حاجة مهمة جدا it's very important تاني حاجة مثلا playing with toys دي بالنسبالك ممكن تكون priority في اليوم بتاعك ممكن كمان helping with chores helping with chores ان انت chores يعني الوجبات المنزلية ان انت تساعد في الوجبات المنزلية الخاصة بالاسرة بتاعتك or او مثلا visiting a friend visiting a friend ان انت مثلا تزور صديق من اصدقائك ففي priorities كتيرة ممكن نقوم بيها في اليوم بتاعنا كل واحد عنده priorities او الاولويات الخاصة به بتبقى من الاهم من اهم حاجة في الاول او priority اللي هي اكتر حاجة مهمة بعد كده الاولويات او ال priorities الاقل منها في الاهمية الاقل اهمية شوية بيجي number 2 الاقل اهمية اكتر شوية بيجي number 3 وهكذا كل ما ال priority او الاولوية كانت مش مهمة كل ما جات في الرقم اللي بعد كده فزي ما قلنا بيبقى عندنا لستة بالحاجات او بال priorities اللي احنا بنبقى عايزين نعملها في يومنا وبعدين بنقسم ال priorities دول لحاجتين must do must do يجب ان تفعله حاجة لازم تعملها حتى لو انت مش عاوز تعملها want to do want to do انت حاجات انت تريد ان تفعلها فمثلا المست دو المست دو التي يجب ان تفعلها هي ايه مثلا مثلا studying your lessons studying your lessons دي priority ان انت تذكر دروسك دي حاجة مهمة جدا ودي must do لازم تعملها ما تقدرش ان انت متعملهاش ممكن ايه كمان مثلا ممكن مثلا eating your dinner eating your dinner ان انت تاكل العشا بتاعك دي حاجة you must do you must do يجب ان تفعلها eating your dinner حاجة تانية انت عايز تعملها او you want to do you want to do انت تريد ان تفعلها مثلا زي watching tv ان انت تتفرج على التلفاز ان انت تشاهد التلفاز ممكن كمان زي ما قلنا playing with your toys playing with toys زي ما قلنا من شوية ان انت تلاعب بالعرايس بتاعتك ممكن كمان حد تاني بيحب يروح يشتري الحاجات او يعمل shopping shopping for a toy زي ما قلنا ان انت تشتري لعبة من اللعب فدي طبعا list ممكن تتغير من شخص للتاني زي ما قلنا مفيش اجابة نموذجية بس احنا لازم نكون عارفين يعني ايه priority priority يعني اولوية priorities يعني اولويات الحاجات المهمة الحاجات ال very important او مهمة جدا بالنسبة لنا في اليوم بتاعنا وطبعا كل محددنا priorities بتاعتنا او الاولويات بتاعتنا هنعرف نعمل time management او ادارة للوقت بتاعنا بشكل اكبر علشان ندي الوقت الكبير للحاجات اللي احنا must do must do يجب ان نفعلها علشان اليوم بتاعنا ما يعديش على الفاضي ونخسر الوقت بتاعنا وكمان ندي وقت بس بيكون قليل شوية للحاجات اللي هي want to do want to do الحاجات اللي احنا نريد ان نفعلها بس لو ما عملنا هاش مش هيحصل لنا اي مشكلة وبرضو اليوم هيعدي واحنا مش خسرنين حاجة كبيرة وبكده احنا نكون حلينا البيج دي ونتنال البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل البيج 20 او صفحة 20 ولسه بنكمل مع بعض الجزء الخاص بالpriorities او بالاولويات وهنا مدينا chart او خريطة جدوى كبير بيكلمنا عن الpriorities بتاعتنا او الاولويات بتاعتنا during the week او خلال الاسبوع احنا بنبقى محددين الوقت اللي هنعمل فيه الpriorities بتاعتنا او الاولويات بتاعتنا في كل يوم فعندنا الـ table هنا او الـ chart هنا متأستمع لسبع ايام sunday, monday, tuesday, wednesday, sarasday, friday, saturday ايام الاسبوع اللي هي sunday, الاحد monday, الاثنين, tuesday السلساء, wednesday الاربعاء, sarasday, الخميس friday الجمعة saturday السبت طبعا يا اصحابي لازم نكون حافظين ايام الاسبوع زي اسمنا ودي حاجة مهمة جدا وبعدين بيقول لنا هنا time i will spend time الوقت i will انا سوف spend spend اقضي الوقت طبعا ان انا سوف اقضي ان انا محدده ليه الpriority او الاولوية دي في كل يوم من ايام الاسبوع هنكتب هنا طبعا الوقت في الكولم ده او في العمود ده هنكتب في كل يوم الوقت اللي انا عايز اقضي في كل يوم من الايام دي وانا بعمل الاولوية او الpriority اللي انا محددها مثلا لو كانت studying lesson فمثلا هكتب هنا مثلا 45 minutes او 45 دقيقة انا اذكر في يوم شوية monday مثلا انا محدد مثلا one hour one hour او ساعة tuesday مثلا انا محدد مثلا one hour and half ساعة ونص wednesday one hour thursday one hour and half friday two hours saturday one hour and half كده انا حدد الوقت اللي هقضي كل يوم او i will spend في كل يوم من الايام دي وبعد ما حددت الوقت ده اللي هو انا سوف اقضيه في كل يوم من الايام دي وانا بعمل الpriority اللي انا محددها مثلا لو كانت زي ما قولنا الاستاديينج او المذاكرة في الكولم التاني او العمود التاني بيقول لنا time i actually spend time الوقت i actually انا فعلا spent انا قضيته بالفعل الوقت اللي انا قضيته بالفعل في الايام دي انا كنت حاطط الجدول قبل ما الاسبوع يبدأ ومحدد دلوقت اللي هقضيه كل يوم دلوقتي بقى انا كل يوم بشوف الوقت اللي انا قضيته فعلا وانا بعمل الpriority دي او الاولوية دي ففي يوم الحد انا جيت لقيت نفسي مثلا قضيت وقت اكبر شوية وليكن مثلا 50 minutes monday مثلا انا قضيت 2 hours tuesday انا قضيت مثلا 2 hours and half when is day انا قضيت مثلا 1 hour sarasday انا قضيت مثلا 2 hours friday انا قضيت مثلا 1 hour saturday انا قضيت مثلا 2 hours فانا كده كتبت ال actual time او الوقت الفعلي اللي انا عملت له spent او اللي انا قضيته كل يوم من الايام دي وبكده انا كملت الكولم التاني وبعدين في الاخر بيقولك how i feel how i feel how i feel how i feel انا اشهر فانت بتحدد الشعور او feeling اللي انت حاسس بيه بناء على هل يطار انت فعلا استفدت بالوقت وقدرت اتحقق الpriority بتاعتك او الاولوية بتاعتك في الوقت اللي انت محدده ولا لا فلو انت قضيت نفس الوقت اللي انت كنت مخطط له او وقت قريب منه هتكتب happy اما لو الوقت كان اكتر بكتير وضع منك فبتكتب ساد لان انت هنا ضيعت الوقت بتاعك وما كنتش قادر تحدد انت هتحتاج وقت قد ايه وانت بتعمل الpriority دي في كل يوم من الايام بتاعت الاسبوع وبكده نكون فهمنا البيج دي وحلناها مع بعض ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 21 او صفحة 21 وابل ما نشرح البيج دي لازم نتفق مع بعض ان احنا لسه بنتكلم عن ادارة الوقت ازاي ندير وقتنا بشكل سليم وطبعا زي ما عرفنا من شوية الpriorities او الاولويات ويعني ايه اولويات فيه طبعا في بعض الاوقات يا اصحابي الاولويات او الحاجات اللي احنا عايزين نعملها حتى لو كانت مهمة يحصل بينها وبين بعض حاجة اسمها conflict conflict يعني تعارض يعني صراع وده طبعا بيحصل في حياتنا كلنا لما بيبقى عندي حاجات كتير عايز اعملها والوقت محدد بالنسبة لي ممكن يحصل conflict او صراع بين الحاجات اللي انا عايز اعملها يريد تقوله معايا conflict 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 يعني صراع يعني تعارض بين الحاجات اللي انا عايز اعملها او الpriorities بتاعتي طبعا الconflict ده بيحصل في حاجات كتير قوي ممكن ما يحصلش كمان بين الpriorities بتاعتي وبس ممكن كمان يحصل بيني وبين اشخاص تانيين انا مثلا ايعد وسطيهم فمثلا لو انا عملت حاجة معينة او خدت قرار معين القرار ده اما يعمل peace ويعمل سلام بيني وبين الناس اللي حواليه او يعمل conflict او صراع بيني وبين الناس اللي حواليه وده طبيعي جدا برضو يا اصحابي في حياتنا فايه هو الconflict زي ما قلنا اللي هو التعارض او الصراع وطبعا في حالة الconflict او الصراع او التعارض بين الحاجات اللي حوالينا او بين الحاجات اللي احنا عايزين نعملها بندور كلنا على حاجة اسمها conflict resolution conflict resolution حل للتعارض او للصراع ده اللي بين الحاجات اللي احنا بنعملها او بيننا وبين اشخاص تانيين وطبعا ده بحث عن ال peace ال peace او السلام ففي حاجات ممكن احنا نعملها بتبقى اسمها peace breaker peace breaker كاسرة للسلام بتكسر السلام بتخلينا في مشكلة مع حد معين وفي حاجات تانية ممكن نعملها اسمها peace maker peace maker صانع للسلام قرارات او حاجات احنا بنعملها تصرفات احنا بنعملها بتعمل سلام بيننا وبين الناس اللي حوالينا فعنوان ال page دي peace breaker peace breaker or peace maker or peace maker او صانعات السلام maker يعني صانع و peace السلام صانع السلام يبقى peace breaker كاسر السلام or peace maker او صانع السلام فمرة كمان peace breaker كاسر السلام or peace maker او صانع السلام فانا بيقول لنا copy اكتب انسخ three words three words three words ثلاث كلمات from the class chart from the class chart من الجدول الخاص بالفصل paper الورقة الخاصة بالجدول بتاع الفصل into into في the correct columns the correct columns العمود الصحيح طبعا هنا يا اصحابي المفروض ان the teacher بتاعنا في classroom هيقول لنا ايه رأيكم في الافعال اللي احنا ممكن نعملها في حياتنا مع الناس اللي حوالينا تخلينا peace breaker peace breaker او كاسرين للسلام فطبعا هنقوم نقترح بعض الافعال زي مثلا ممكن نقول yell and scream يعني يصرخ ويصرخ yell يعني بيصرخ بيصرخ بصوت عالي وسكرين كمان يصرخ بيصرخ بصوت عالي ممكن كمان نقول interrupt ان احنا نقاطع حد معين واحنا بنكلمه نعمله interruption لما نقاطع في الكلام وما ندلوش فرصة يكمل كلامه ده بيخلينا peace breaker ممكن كمان الفايت الفايت او القتال ان احنا نقاطل حد نضربه ويدربنا الفايت او الفايتنج ده بيخلينا peace breaker peace breaker كاسرين للسلام ممكن كمان till lies ان احنا نقول كذب نكلم بالكذب ده بيخلينا peace breaker او كاسرين للسلام لان الناس ما بتصدقناش وبيصل بيننا وبينهم conflict او او صراع او تعارض طب ايه الحاجات اللي ممكن نعملها وتخلينا peace maker الحاجات اللي ممكن نعملها وتخلينا peace maker زي مثلا لما نتكلم مع حد ونقول له ونعمل ask for help ask for help ان احنا نطلب المساعدة ده بيخلينا peace maker ممكن كمان ان احنا نعمل apologize apologize ان احنا نعتذر لما نعمل اي حاجة خطأ نعمل apologize او نعتذر ده بيخلينا كمان peace maker peace maker صانعين للسلام ممكن كمان نعمل respect او احترام different ideas different ideas الاراء المختلفة لما نعمل respect different ideas ان احنا نحترم الاراء المختلفة ده بيخلينا peace maker او صانعين للسلام ممكن كمان نعمل use او نستخدم kind words kind words كلمات طيبة kind يعني طيب words يعني كلمات نستخدم كلمات طيبة ده بيخلينا peace maker او صانعين للسلام وبكده احنا قدرنا نحدد بعض الافعال او ال actions اللي ممكن تخلينا peace breaker وممكن تخلينا peace maker واضح في ال two pictures او صورتين اللي في اخر الpage هنا الفرق بين peace breaker peace breaker او كاسر السلام وال peace maker peace maker او صانع السلام وبكده نكون انهينا درس النهاردة اتمنى ان انتو تكونوا استفدتم من الدرس لو اعجبك الفيديو اعمل like اتمنى الاي الف واحد استفاد من الدرس او الف like تحت الفيديو والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على موارك وقع التواصل الاجتماعي والواتساب وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة وتفرق معه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان وانا سيب لكم اللينك بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعلمية افهم وتعلم ببساطة ازايكم يا اصحابي النهاردة ان شاء الله بنكمل مع بعض شرح منهج ديسكور برايماري تو الصف الثاني الابتدائي ترم وان الترم الاول ودي الحلقة السبعة وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم كنا انهينا المرة اللي فاتت شرح بيج تويني وان او صفحة واحد وعشرين والافعال اللي بتخلينا نعيش في سلام مع الناس اللي حوالينا والافعال او الشخصيات اللي بتعمل حاجات بتخلينا مش عايشين في سلام وفي مشاكل او في صراع او كونفلكت بيننا وبين الناس اللي حوالينا بيننا وبين الاشخاص اللي حوالينا وعرفنا يعني ايه كونفلكت او صراع او تعارض بين شخصه التاني او بين حاجة والتانية احنا بنعايزين نعملها في يومنا وده طبعا كان الجزء بتاع البريوريتيز او الاولويات النهاردة هنبدأ مع صفحة 22 او صفحة 22 وبنتكلم عن الاستراتيجيز او الاستراتيجيات استراتيجية يعني طريقة حل مشكلة من المشاكل بشكل منظم استراتيجيز يعني استراتيجيات او طرق حل المشاكل فور بيس فور بيس لتحقيق السلام استراتيجيز فور بيس طرق الوصول للسلام مع الاشخاص اللي حوالينا فلو عندنا كونفلكت او صراع مع اي شخص من الاشخاص بسبب حاجة عملناها او بسبب حاجة احنا ما خدناش بلنا وعملناها في استراتيجيز او في استراتيجيات لتحقيق السلام او فور بيس مع الشخص ده اول حاجة بيولينا هنا put your pencil your pencil القلم الرصاص بتاعك in the loop of paper clip اللوب اللي هو الفتحة او الدايرة الداخلية والpaper clip طبعا يا اصحابي اللي هو الدبوس المشبك الورق اللي احنا شايفيه انصرته قدامنا الحتة اللي في النص المفرغة دي المفروض ان احنا نحط السن بتاع الالم الرصاص بتاعنا جواها وبعدين بيقول لنا place this ضع هذا in the center of the circle in the center of the circle في مركز الدائرة اللي هو دي يعني نحط هنا paper clip او الدابوس بتاع المشبك بتاع الورق ونحط في الفتحة بتاعته الالم الرصاص او our pencil الالم الرصاص بتاعنا وبعدين بيقول لنا spin spin يعني يدور خليه لف the paper clip دبوس المشبك بتاع الورق to see where it points to see where it points هو بيشير لأي اتجاه فهنحط القلم الرصاص في الفتحة بتاعت paper clip او بتاعت مشبك الورق ونلف مشبك الورق وهنخليه يلف لحد ما يوقف على حاجة من الحاجات المكتوبة دي ونشوف هو هيوقف عليها وبعدين نقراها دي طبعا الاستراتيجيات او الاستراتيجيات الخاصة بتحقيق السلام او for peace فاول حاجة زي ما عرفنا المرة اللي فاتت احنا ممكن نعمل سلام مع الشخص اللي فيه conflict بينه وبينه او فيه صراعه او تعارض بينه وبينه ان احنا نعمل حاجة اسمها ask for help ان احنا نطلب المساعدة فيه كمان استراتيجية تانية هنا اسمها walk away walk away يعني نذهب بعيدا نسيبه لوحده ونمشي بعيدا عنه وبالتالي مش هيحصل conflict بينه وبينه وفيه طبعا استراتيجية تالتة وهي say stop ان احنا نقول توقف لو فيه اي conflict كبير هيحصل بينه وبين شخص تاني هنقول stop هنقول بس كفاية كده وهنوقف ال conflict ده على طول او نعمل apologize apologize يعني نعتذر apologize ان لو انا غلطان والconflict ده حصل بسبب خطأ مني بعمل apologize apologize او بعتذر وممكن كمان نعمل حاجة اسمها brain storm solutions brain storm يعني العصف الزهني يعني نقعد نفكر مع بعض علشان نوصل لحلول المشكلة اللي احنا فيها ونحل ال conflict ده او الصراع ده و brain storm solutions يعني ان احنا نعمل عصف الزهني ان احنا نفكر مع بعض علشان نلاقي solutions solutions او حلول لالconflict اللي احنا فيه وكمان فيه استراتيجية تانية اسمها take it out take it out يعني خذه بعيدا خذ المشكلة بعيد وامشي وفكر فيها لوحدك take it out take it out خذها بعيدا او خذ الصراع ده بعيدا وفكر ازاي تحلل لوحدك فيه كمان استراتيجية اسمها go to another activity go to another activity يعني روح وعمل another activity اي نشاط تاني متحاولش تركز في ال conflict ده او في الصراع ده وروح اعمل نشاط تاني وانت بتعمل النشاط التاني ده هتلاقي نفسك بتفكر تفكير سليم لحل ال conflict او الصراع ده وتقدر تحله بهدوء go to another activity واخر استراتيجية عندنا اسمها compromise compromise او حل وسط ان احنا نتنازل شوية والشخص التاني يتنازل شوية ونوصل لحل وسط يحل ال conflict او الصراع اللي بيننا وبينه وبكده احنا عرفنا يعني ايه strategies او يعني ايه استراتيجيات strategies for peace او استراتيجيات او طرق تحقيق السلام مع اي شخص احنا بفيه بنا وبينه conflict او صراع وبكده نكون انهينا ال page دي ونتنازل ال page اللي بعد كده خليكم معي ونوصل ل page 23 او صفحة 23 وعنوانها planning apply planning يعني تخطيط apply apply مصرحية وكنا اخذنا السنة اللي فاتت يا اصحابي في منهج discover برضو ازاي نعمل play او مصرحية واتكلمنا ازاي ايه هي المكونات الخاصة باي play او باي مصرحية عرفنا ان في حاجة اسمها ال beginning او البداية وفي حاجة اسمها ال script وال script ده بيكون حوار حاجة بيقولها الاشخاص وافعال بتحصل وده بيحصل في المدل او في الوسط وعرفنا كمان في حاجة اسمها ending او نهاية الخاتمة الخلوزنج بتاعت play دي وبيبقى فيها النهاية بتاعت play او المصرحية دي النهاردة هناخد الكلام ده بس هنخلي related to او متعلق بي ال strategies بتاعت ال peace او السلام وازاي نحل اي problem او اي conflict اي مشكلة او اي صراع بين او اي شخص تاني فنعمل play او مصرحية بتحكي عن مشكلة او صراع بين شخصين او اكتر والمشكلة دي هنحط لها عنوان وهنحط لها كمان script او حوار كلام يحصل وافعال تحصل وانا اختار لها كمان props او الادوات والمستلزمات والمعدات الخاصة بالمصرحية دي يا ترى احنا نستخدم ايه هنمسك ايه في ادينا هنلبس ايه هنعمل ايه props دي او tools دي الحاجات اللي احنا نستخدمها في play بتاعتنا وكمان هنصمم scenery scenery او المشهد او الشكل الخارجي او الخلفية المصرحية بتاعتنا اللي هو بيعبر عن المكان اللي احنا موجودين فيه فplanning a play يعني تخطيط مصرحية وبيقول لنا هنا discuss يعني نائش and record يعني سجل the topic of your play لمصرحياتك and ideas and ideas والقراء والافكار for the script for the script للنص المصرحي اللي احنا هنستخدمه props props الادوات و المستلزمات و الحاجات اللي احنا نستخدمها and scenery and scenery و المشهد و المشهد او المنظر المصرحي اللي هو بيتضمن ال décor بتاع المكان اللي احنا بمستل فيه المصرحية دي و طبعا المفروض هنا يا اصحابي ان احنا في ال classroom ال teacher بتاعنا هيقصنا لgroups او لمجموعات كل مجموعة هتختار مشكلة معينة او problem معينة فيها conflict او فيها صراع بين شخصين زي ما قلنا او اكتر ال conflict ده هنعمل له script او نص كلام هيتقال و افعال هتحصل و هنختار له props او ادوات ومستلزمات نستخدمها و احنا بنمثل play دي او المصرحية دي و كمان هنتخيل و هنعمل حاجة اسمها scenery scenery او المنظر المصرحي المشهد المصرحي الخلفية اللي ورانا و احنا بنمثل اي مكان يا ترى المكان ده at school at home at the park فين المكان اللي احنا بنعمل فيه المصرحية دي فاول حاجة بيقول لنا هنا topic topic يعني الموضوع اسم المصرحية دي هيكون ايه فمثلا ممكن نقعد نفكر مع بعض زي ما قال لنا هنا وقال لنا record the topic سجل الموضوع of your play الخاص بمصرحياتك and ideas and ideas والافكار و قبل ما نبتدي نشرح البيج دي لازم نروح طبقا لدليل المعلم للصفحة الخاصة بال self assessment self assessment او التقييم الشخصي my self assessment يعني تقييم الشخصي طبعا على اساس ان انت وسط group وسط مجموعة فانت بتعمل self assessment او تقييم شخصي لنفسك وانت موجود وسطيهم ازاي قمتوا بعملية التسجيل بتاعة ال topic وبتاعة ال ideas او الاراء اللي انتوا المفروض بتتفقوا عليها علشان تعملوا play دي فهنا بيقول لنا read اقرأ each statement كل قطع مكتوبة for each row for each row لكل صف color color لون the stars النجوم in the box in the box في الصندوق that describes اللي بتصف your effort your effort نجهودك فانت المفروض هتقرى هنا مكتوب ايه وبعدين هتلون عدد النجوم اللي بيوضحوا بيساوي المجهود اللي انت عملته مع ال group او مع المجموعة بتاعتك وانتوا بتعملوا play دي ففي عندنا one star وفيه two stars وفيه three stars اول حاجة academic content academic content المحتوى الاكاديمي يعني انتوا كتبتوا ايه طبقا للمطلوب منكم هل يترى كتبتوه بشكل منظم بشكل كده ينفع يتعمل كتاب يتعمل مصرحية بجد ولا كتبتوه اي كلام وهل يترى انت تعملت مع academic content او مع المحتوى الاكاديمي ده بشكل صح ولا بشكل غلط هل يترى انت بتقول I can solve a problem with help انا اقدر احل المشكلة with help بالمساعدة لو انت تقدر تحل المشكلة مع وجود مساعدة ليك يبقى انت تستاهل star واحدة والمفروض ان انت تلاقون ال star الوحدة دي في الاختيار التاني بيقولك I can solve a problem independently independently يعني بشكل مستقل ان انت تحلها لوحدك من غير ما تحتاج اي مساعدة يبقى انت في الوقت ده هتستاهل تستاهل two stars او نجمتين I can solve a problem independently طب في الاختيار التالت بيقولنا I can solve a problem independently بشكل مستقل in more than one way in more than one way باكتر من طريقة in more than one way باكتر من طريقة يعني انت تقدر تحل المشكلة مش لوحدك وبس لا وعندك كذا حل المشكلة فلو انت الشخص ده يبقى تستاهل three stars او ثلاث نجوم وفي الحالة دي تقدر تلون three stars او ثلاث نجوم ده في اول حاجة ده اول حاجة في self assessment او في التعييم الشخصي تاني حاجة بيقول لنا quality of performance quality يعني جودة of performance الاداء quality of performance جودة الاداء فبيقول لنا اول حاجة I spoke انا تحدثت softly softly بصوت منخفض softly يعني صوتي كان منخفض صوتي كان واطي or was hard to understand or was hard to understand كان صعب ان حد يفهمني I spoke softly انا تكلمت او انا تحدثت بصوت منخفض or was hard to understand او كان صعب حد يفهمني لو انت الشخص ده يبقى تستاهل one star او نجمة واحدة الاختيار التاني بيقول لك I spoke clearly I spoke clearly يعني انا تحدثت spoke يعني تحدثت في الماضي clearly clearly بوضوح لو انت تحدثت بوضوح تستاهل two stars او نجمة ثالث اختيار بيقول لك I spoke clearly and with excellent expressions I spoke clearly انا تحدثت بوضوح and with excellent expressions بمصطلحات ممتازة هل يا ترى انت الشخص ده لو انت الشخص ده تستاهل three stars او ثلاث نجوم ثالث حاجة في self assessment او في التقييم الشخصي بيقول لك هنا life skills life skills او مهارات الحياة life skills فاول حاجة بيسألك بيقول لك هل انت بتقول I worked alone انا عملت الوحدي ما كانش عندي تعاون مع اي حد تاني I worked alone انا عملت بمفردي وحدي لو انت الشخص ده تستاهل one star ثاني اختيار بيقول لك I worked with my group I worked with my group انا عملت مع المجموعة بتاعتي لو انت الشخص ده اللي عملت مع المجموعة بتاعتك تستاهل two stars ثالث اختيار بيقول لك I worked with my group and we helped each other we helped احنا ساعدنا each other بعضنا البعض I worked with my group and we helped each other انا عملت مع المجموعة بتاعتي وكل واحد فينا ساعدة تاني لو انت الشخص ده تستاهل three stars او ثلاث نجوم فتلون العدد بتاع النجوم الخاص كل اختيار منهم المناسب ليك طبعا والمناسب للحالة بتاعتك وبعدين نرجع تاني للبلاي بتاعتنا او للمصرحية بتاعتنا السلف assessment كان في بيج 26 ده اخر بيج في شابتر 1 او في الفصل الاول اللي هو A day in my life يوم في حياتي نرجع بقى للبلاي بتاعتنا ونكملها زي ما قلنا احنا المفروض هنعمل record او تسجيل للتوبك اللي احنا نتفق عليه العنوان بتاع البلاي بتاعتنا فنكتب في التوبك انا لو ما كانكم مثلا ممكن افكر واقول ممكن نتخيل ان في group of children مجموعة من الاطفال can not decide what game to play what game to play مش قدريني يقرروا اي لعبة ممكن يلعبوها وممكن افكر تاني في الحاجة تانية وانا هاخترها دلوقتي وهي two friends fighting over a toy two friends fighting over a toy يعني اتنين اصدقاء بيتقتلوا او بيتشجروا بسبب لعبة two friends fighting over a toy اتنين من الاصدقاء بيتشجروا علشان لعبة من اللعب ده التوبك او الموضوع الخاص بالبلاي بتاعتنا يبقى two friends fighting over a toy طب السكريبت السكريبت ممكن يكون عبارة عن ايه طبعا السكريبت اللي هو بيقول لنا tells the characters what to do and say السكريبت بيقول للشخصيات الخاركترز what to do يعملوا ايه and say ويقولوا ايه كمان فانا اتخيل ان احنا مثلا السكريبت بتاعنا هيبقى فيه يلنج يلنج او صراخ حد بيصرخ بسبب حد تاني and one of them ممكن يقول مثلا it's my turn it's my turn دادوري ممكن كمان نتخيل السكريبت بتاعنا بين شخصين بين صديقين صديق الاول مثلا ممكن يكون اسمه احمد احمد مثلا جايب لعبة جديدة فبيقول I love new toy I love new toy انا بحب اللعبة الجديدة وصديق الثاني عبدالله مثلا بيقول له is that a new toy is that a new toy هل هي دي لعبة جديدة ورح خاطف اللعبة وجري وده سبب المشكلة فعبدالله بعد كده نكتب بين كسين وده action بقى مش حاجة قالت takes toy and run to the tree takes toy اخذ اللعبة and runs to the tree runs to the tree جري ناحية الشجرة وطبعا هنا يبقى المكان فيه tree او فيه شجرة المكان اللي هو scenery او المنظر المسرحي بتاعنا المشهد المسرحي بتاعنا يبقى احمد قال I love new toy انا بحب اللعبة جديدة وابضالله قال له is that a new toy هل هي دي لعبة جديدة ورح واخد اللعبة takes toy and runs to the tree خذ اللعبة وجري ناحية الشجرة طب تعالوا نتنال البيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج 24 او صفحة 24 وفيها ال props او المستلزمات اللي هنستخدمها في البلاي بتاعتنا او في المسرحية بتاعتنا ممكن نعمل ايه ممكن نعمل pretend pretend او نتظاهر one out بوحدة فخيلنا نعتبر ان فيه في ادنا toy او لعبة ونتظاهر او نعمل pretend pretend يعني نتظاهر ان فيه لعبة معنا ثالث حاجة في البلاي بتاعتنا او في المسرحية بتاعتنا في المكونات بتاعت البلاي بتاعتنا او المسرحية بتاعتنا زي ما قلنا هي السينعي السينعي او المشهد المنظر اللي موجود الخاص بالمكان بتاع المسرحية المسرحية دي دارت فين حصلت فين فالمسرحية مثلا does it take place at school خلت مكانها كان في المدرسة or at home in the car at table in a park المكان اللي كانت في المسرحية دي فين في المدرسة at school ولا في المنزل at home ولا in the car في العربية ولا at a table على ترابيزة مثلا او على مندادة ولا in a park في متنزه فانا اعتبر مثلا ان البلاي بتاعتنا او المسرحية بتاعتنا حصلت in a park او في متنزه لان طبعا هو هو جيري ناحية tree او ناحية شجرة فاكيد الشجرة هتكون موجودة في البارك او في المتنزه طبعا هنا مفيش اجابة نموذى جاية اصحابي كل مجموعة منكم في الكلاسروم ممكن تختار problem تانية وconflict تانية و topic تانية و script تانية و props تانية و scenery تانية المهم ان احنا نبقى عارفين الدرس ده بيهدف لايه و ايه المطلوب مننا ونبقى عارفين ممكن نكتب ايه و نتخيل ايه مع بعض الهدف من الدرس ده ان هو يعلمنا ازاي نعمل working together او نعمل معا in a group in a group في مجموعة و زي ما شوفنا من شوية في ال self assessment او في التقييم الشخصي احنا بنتقييم على اساس احنا اتكلمنا ازاي احنا اختارنا موضوع صح ولا لا وكمان احنا عملنا مجموعة بشكل صح وعملنا معاهم وسعيدنا بعض ولا لا فهنا مفيش اجابة من نموذجية كل واحد ممكن يكتب الاجابة الخاصة بيه المهم ان احنا نبقى عارفين الدرس ده بيطلب مننا ايه اخر حاجة طبعا عايزين نبقى فاكرين الاستراتيجيس او الاستراتيجيات الخاصة بال peace for peace اللي هي الاستراتيجيات بتاع تحقيق السلام طبعا ال problem دي وال conflict ده ممكن يتحل بحاجة بسيطة جدا او بستراتيجية بسيطة جدا من الاستراتيجيس for peace او من استراتيجيات تحقيق السلام وهي ان الكاراكتر اللي اسمها عبدالله او الشخصية اللي اسمها عبدالله تعمل ابلوجايز ابلوجايز او اعتذار لشخصية او الكاراكتر اللي اسمها احمد تعتذر لها وتديها ال new toy بتاعتها وتلعب معها بهدوء طبعا ده حل ال conflict او الصراع ده وال problem دي وكده احنا نكون عرفنا ازاي نعمل planning او تخطيط apply او مصرحية ازاي نخطط مصرحية مع بعض وهي المكونات اللي احنا ممكن نحتاجها واحنا بنعمل play او مصرحية في ال classroom بتاعنا او في اي مكان تاني ونتنقل ال page اللي بعد كده خليكم معي ونوصل ل page 25 او صفحة 25 وهي دي اخر page بالنسبة لنا في chapter 1 الفصل الاول a day in my life لان احنا حللنا من شوية في اول الدرس page 26 او صفحة 26 وكان فيها self assessment او التقييم الشخصي فطبعا page 25 او صفحة 25 عنوانها peer feedback peer feedback يعني ملاحظات الاصدقاء ملاحظات اصدقائك او اصدقاء ال group بتاعك في ال classroom على play بتاعتك وعلى الاداء بتاعك فهنا المفروض ان انتو دلوقتي عملتوا play بتاعتك وخلاص خلصتوها وهيطلب من الزميلكو في الفاصلة او classmates بتاعكو ان هما يعملوا feedback او تقييم لل play بداعتكو والمسرحية اللي انتو عملتوها فهنا بيقول لنا mark يعني اعلم the middle column العمود اللي في النص العمود الاوسط with your feedback with your feedback بالتقييم بتاعك use استخدم one star or two stars or three stars عشان تقييم المجموعة اللي انت بتقييمها بالوقتي فانت خلاص دلوقتي خلصتو play بتاعتكو والgroups التانية كمان خلصت place بتاعتها او المسرحية بتاعتها ادوكم الورقة دي وأقول لكم ايموا مثلا المسرحية او play بتاعت الجروب اللي كان اسمه A مثلا فهنقول مثلا الجروب كان اسمه A او B او C وهنكتب هنا اسم الجروب اللي احنا بنقيمه بعدين احنا هنا هنمارك او هنامل هنحدد العدد بتاع الستارز او النجوم اللي بيحدد الاداء بتاع الجروب اللي احنا بنقيمه فانا مدينا الكاتيجوري الكاتيجوري او الفئة الجزء اللي احنا بنقيمه فاول حاجة topic topic او الموضوع عنوان المسرحية اللي احنا بنقيمها بتاعت الجروب اللي احنا بنقيمه لو كان topic مش كويس اوي هنحط one star لو كان معقول متوسط يعني هنحط two stars لو كان جيد بجد وجيد جدا هنحط three stars هنا بعدين هنكتب هنا suggestions suggestions او الاقتراحات لو في حاجة انت عايز تقترح عليهم في الفيدباك بتاعك او في التقييم بتاعك وهتكتب هنا في suggestions او في الاقتراحات الاقتراح بتاعك فمثلا ممكن تقول good topic كان موضوع كويس وهتحط لهم مثلا هنا three stars تاني حاجة تاني حاجة في الكاتيجوري او في الفئة اللي احنا بنقيمها speaking skills speaking skills بتاعه الجروب ده الجروب ده كان كويس بيكلم كويس صوته مسموع ولا لا فمثلا احنا نقول مثلا انهما يستهلوا one star او نجمة واحدة وهنقول مثلا في suggestions هنا او في الاقتراحات هنا the voice was too soft the voice was too soft الصوت كان منخفض جدا ما كناش قادرين نسمعهم في تالت كاتيجوري او تالت فئة props ال props او المستلزمات بتاع المسرحية مثلا هما كانوا جايبين good toy او toy كويسة هنحط هنا two stars وهنكتب هنا good toy ده لو كان عندنا suggestions او اقتراحات ما فيش اقتراحات ما نكتبش حاجة رابع category او رابع فئة الصينعي الصينعي او المشهد او المنظر بتاع المسرحية لو هما كانوا عاملين مشهد ومنظر للمسرحية كويس رسمين لوحة وحطوها وراهم وهم بيمثلوا بتعبر عن المكان اللي هما بيعملوا البلاي بتاعتهم فيه هنحط هنا three stars مثلا وهنكتب right place right place او مكان كان مناسب للبلاي دي او للمسرحية دي وبكذا نكون انهينا chapter one a day in my life وانهينا معها درس النهاردة اتمنى ان انتو تكونوا استفدتم لو اعجبك الدرس اعمل لايك اتمنى الي الف واحد استفادوا او الف لايك تحت الفيديو والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة وهتفرق معها كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان وانا سيبلكم اللينك بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسيم الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايك يا اصحابي النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج discover primary 2 الصف الثاني الابتدائي term 1 term الاول وزاي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم كنا انهينا المرات اللي فاتت الشرح حتى نهاية شابتر 1 ونهاردة هنبتدي نشرح شابتر 2 الفصل الثاني taking care of me taking care of me اخذ العناية مني ان انا بعتني بحد تاني taking care of يعني الاعتناء بي لما حد بيعتني بحد ده اسمه taking care of لكن لما اقول taking care of me يعني حد بياخد مني انا العناية انا اللي بعتني بحد تاني taking care of me واول بيج في شابتر 2 بيج 29 او صفحة 29 وانوانها نورز growing family نورز الاس هنا طبعا اس الملكية growing family growing يعني بينمو يعني بيكبر يعني متنامي family family يعني اسرة نورز growing family أسرة نور المتنامية أسرة نور اللي بتكبر وبتنمو ومكتوب هنا follow along as the teacher reads aloud follow اتبع along as جنبا الى جنب the teacher reads aloud يعني المعلم بيقرأ بصوت عالي يبقى follow along as the teacher reads aloud اتبع جنبا الى جنب والمعلم يقرأ بصوت عال يبقى انا هقرأ التكست وانت هتقولها ورايا مرة واثنين وثلاثة علشان تبقى عارف تقرأ الجمل بشكل سليم هنا اول حاجة مكتوبة نور بتسلم علينا وبتقول لنا hi again hi again يعني مرحبا مرة أخرى ازايكوا جماعة مرة تانية hi again i have exciting news i have انا لدي exciting مصير news news أخبار i have exciting news لدي أخبار مصيرة hi again i have exciting news my aunt my aunt احنا قلنا اي حاجة نقول عليها معي هي بحاجة بتاعتي حاجة تخصني حاجة related to me متعلقة بي aunt طبعا aunt يعني عمه او خاله يبقى my aunt عمتي او خالتي just had a baby just had a baby just had a baby رزقت بتفل ربنا اديها تفل با عندها نون جديد my aunt just had a baby عمتي او خالتي رزقت بتفل او بمولود جديد i have a new cousin i have انا املك انا لدي a new new جديد cousin cousin اللي هي ابنة او بنت العم او العم او الخال او الخالة يبقى هي عندها new cousin يبقى عندها ابنة او بنت عم او خالة مرة كمان hi again i have exciting news my aunt just had a baby i have a new cousin hi again hi again i have exciting news my aunt just had a baby i have a new cousin وزي ما احنا شايفين في الصورة يا اصحابي نور اهي وقفة مع her aunt اللي هي عمتها او خالتها وعمتها او خالتها مسكة new baby فعلا او في الجديد لسه مولود وبتعمله feeding كمان او بتأكله ومكتوب تحت الصورة دي she is so small يبقى she is she is so small هي صغيرة جدا يبقى المولود الجديد او new baby ده بنت مش ولد she is so small so يعني جدا بتساوي كلمة very او جدا برضو she is so small هي صغيرة جدا she is so small هي صغيرة جدا she needs هي تحتاج a lot of help a lot of help a lot of help مساعدة بشكل كبير يبقى مرة كمان she is so small she needs a lot of help she is so small she needs a lot of help ومكتوب كمان how do you think how كيف do you think أنت تعتقد I can help here I can أنا أستطيع help here أن أساعدها أنت ممكن تعتقد إزاي أقدر أساعدها أنت ممكن تعتقد بأقير handy ها؟ how do you think I can help her i want انا أريد hair to stay safe عارضي انها تظل آمنة and healthy and healthy وبصحة جيدة I want her to stay safe and healthy I want hair to stay safe and healthy وبكرة نكون أنهينا page 29 وعرفنا إزاي نور عندها new cousin ونتنالي الpage اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لpage number 30 أو صفحة رقم 30 وعنوانها The baby's life cycle The baby's life cycle دورة حياة المولود أو دورة حياة الطفل الرضيع Draw, irsen, pictures, pictures, sower To show, to show, لتوضح How, كيف, نور's cousin بنت خالت أو عمت نور Will grow, will grow, سوف تنمو And change, and change وتتغير Draw, irsen, pictures, sower To show, لتوضح How, نور's cousin كيف أن بنت عمت أو بنت خالت نور Will grow, سوف تنمو And change, and change وتتغير فمطلوب مننا هنا أصحابي أن إحنا نرسم صور توضح الlife cycle بتاعة البيبي أو المولود أو الطفل الرضيع وتوضح لنا إزاي إحنا بنتويلد صغيرين خالص وبعدين بنكبر شوية ونقدر نتحرك لوحدنا وبيبقى اسمنا في الحالة دي Child, child, child أو طفل وبعدين بنكبر شوية كمان بنبقى adult, adult أو بالغين النمو بتاعنا كنل وبعدين بنكبر كمان شوية في السن وبنبقى كبار السن عوجيز يعني فأول حاجة بنتويلد baby زي ما موجود في الصورة دي بنبقى صغيرين لسه مولودين طفل رضيع ده اسمه baby 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 يعني طفل رضيع لسه مولود بعدين في الصورة دي زي ما احنا شايفين قدامنا بنكبر شوية وبنبقى أطفال برضو بس نقدر نتحرك لوحدنا ونروح ونيجي ده ده اسمه child child يعني طفل طفل بنقدر يتحرك ويروح ويجي بعد كده بنكبر كمان وكمان لغاية ما بنبقى كبار وجسمنا ونمونا بيكتمل وبيبقى اسمنا في الحالة دي adult 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 يعني كبير يعني بالغ زي بابا وماما كده بعدين بنكبر كمان شوية في السن وبنبقى كبار السن أو elderly person elderly person أو شخص كبير في السن شخص مسن شخص عجوز يعني يبقى مرة كمان baby 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 child childhood adult 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 elderly person elderly person وكذا نكون عرفنا دورة الحياة الخاصة بالبيبي او بالمولود او بالطفل الرضيع ونتنيل البيج اللي بعد كذا خليكم معي ونوصل لبيج سيرتي ون او صفحة واحد وتلاتين ونوانها baby bird baby birds الاطفال او المولدين الطيور المولودة جديدة الطيور اللي لسه مولودة baby يعني طفل لسه مولود مولود او رضيع وbird bird يعني طائر birds birds يعني طيور يبقى الطيور اللي لسه مولودة baby birds ومكتوب هنا follow along اتبع جنبا الى جنب مع المعلم وهو يقرأ فانا هقرأ الكلام المكتوب وانتو هتقولوه معايا بعد كده بحيث ان احنا نتدرب ازاي نقرأ الوحدينا بعد كده في اول صورة يا صحابي موجود فيها نست او عش من اعشاش الطيور وموجود فيه حتى طائر صغير لسه خارج من البيضة بتاعته ومكتوب جنب الصورة دي at my home at my home يعني في منزلي في بيتي at في my home منزلي او بيتي I can see another baby I can انا استطيع see ان ارى another اخر baby مولود I can see another baby انا استطيع ان ارى مولود اخر at my home I can see another baby مركمان at my home I can see another baby these babies are living in a nest these هؤلاء babies babies المولودين او لسه مولودين are living are living يعيشوا in a nest in a nest في عش these هؤلاء ودي طبعا للاشارة لجمع مجموعة من الاشياء او مجموعة من الاشخاص او الكائنات موجودة في مكان قريب مني في الحالة دي بقول عليهم these وطبعا في عندنا درس خاص باسماء الاشارة بيوضح الفرق بين كل اسم اشارة والتاني تقدروا تتفرجوا عليه هيفدكوا كثير وفيه كمان حل امثلة كثير على الدرس ده يبقى these babies هؤلاء المولودين are living are living يعيشوا in a nest in a nest في عش they are birds they are birds هم تيور they are هم birds birds تيور يبقى مرة كمان at my home i can see another baby at my home i can see another baby these babies are living in a nest they are birds ومكتوب في التكست التانية yesterday yesterday يعني بالامث يعني انبارح there were there were كان هناك there where where can there were كان هناك three eggs three eggs ثلاث بيضات in the nest in the nest في العش يبقى yesterday there were there were three eggs in the nest yesterday there were three eggs in the nest now now i can see i can see انا استطيع ان ارى three new baby birds three new baby birds three new baby birds ثلاث صغار تيور قداد now i can see three new baby birds now i can see three new baby birds وموجود في الصورة التانية يا اصحابي الطيور الصغيرة دي وهي موجودة في النست بتاعها او في العش بتاعها وامهم او باباهم بحط لهم الفود او الطعام في بقهم زي ما احنا شايفين قدامنا فهي بتعمل ايه بتعمل taking care of them taking care of them يعني بتاع تاني بيهم زي ما احنا شايفين ال baby bird اهو فاتح بقه والطائر الاكبر منه اللي هي امه او ابوه بيحط له الفود او الطعام في بقه زي ما احنا شايفين قدامنا ومكتوب هنا في التكست التالت ده i can see i can see انا استطيع ان ارى the mother bird the mother bird الام الطائر taking care of the babies taking care of the babies بتعتني بالصغار بتعتني بالصغار اللي هي مولدين i can see انا استطيع ان ارى the mother bird the mother bird الام الطائر taking care of the babies taking care of the babies بتعتني بالصغار she brings she brings هي تحضر brings يعني يحضر the baby's food the baby's food when they cry ومكتوب في التكست الاخيرة هنا she sets she sets هي تجلس on them on them عليهم to keep them warm to keep them warm علشان تخليهم وتحفظهم في الدفع يفضلوا دفيين يفضلوا سخنين ما يخدوش برد او ما يموتوش she sets on them to keep them warm مرة كمان she sets on them to keep them warm to keep them warm i cannot i cannot i cannot انا لا استطيع wait wait and انتظر to watch to watch the baby birds the baby birds the baby birds صغار الطيور grow up grow up grow up بيكبروا او بينموا i cannot wait to watch the baby birds grow up مرة كمان i cannot wait to watch the baby birds grow up وبكده نكون انهينا page 31 او صفحة 31 وانا هنا معها شرح درس النهاردة اتمنى ان انت تكون استفادت من الدرس لو اعجبك الفيديو اعمل لايك اتمنى الاي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة واتفرق معها كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان وانا سايب لكم اللينك بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم استر حسين الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة زيكو يا اصحابي النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج الصف الثاني الابتدائي ونهاردة الحلقة التسعة من شرح المنهج ولسه بنكمل مع بعض شرح وكننا عنهينا المرة اللي فاتت شرح ونهاردة هنبدأ مع تسعة 감جة term 32 بيردس Alsacional بيردس Seiكل اللي هية دورة حياة الطيور الابستروفيا اس هنا الاس دي اس الملكيه بتعبر عنى اللايبسيكل اللي احنا بنكلم عنها هي الخاصه بالبردس أو بالطيور لابيردس لايف سايكل يعني دورة حياة الطيور كيف الايبسيكل تتولد وبتكبر وبتنمو وبتعيش حياتها في مراحل مختلفة فبيقول لنا هنا observe observe يعني لاحظ observe يعني لاحظ the bird's life cycle دورة حياة الطيور what is happening between each stage what is happening ماذا يحدث between بين each stage كل مرحلة والتانية مرة تانية observe the bird's life cycle what is happening between each stage وطبعا هو جيب لنا هنا أصحابي صورة شجرة عليها نست نست أو عش وبيوريك ان دورة حياة الطيور بتبدأ طبعا ببيضة وبعدين البيضة دي بيخرج منها الطائر وبعدين الطائر بيكبر شوية وبيقدر يعتمد على نفسه بيقدر يطير ويكبر كمان ويبقى طائر كبير أربع مراحل مش لازم نحفظهم بس لازم نكون فاهمينهم كويس أول مرحلة هي وصف للعش وجوال بيضة فنقول هنا the age is in the nest the egg is in the nest مرة كمان the egg is in the nest البيضة موجودة في العش the egg is in the nest تاني مرحلة زي ما احنا شايفين قدامنا بيبي بيرد بريكس the eggs بيبي بيرد بريكس the eggs بيبي بيرد الطائر الصغير بريكس بيكسر the eggs البيضة اللي هو جواها بريكس the eggs بيكسر البيضة اللي هو جواها وبيخرج تانية صورة هنقول عليها بيبي بيرد grows up بيبي بيرد grows up يعني الطائر الصغير البيبي بيكبر وبينمو بيبي بيرد grows up بيبي بيرد grows up واخر مرحلة هنا هنقول بيبي بيرد can fly and leave the nest بيبي بيرد can fly يقدر يتير and leave ويترك the nest الوش بيبي بيرد can fly and leave the nest فنقولهم مرة تانية the eggs in the nest the eggs in the nest البيت فيه الوش the eggs in the nest بيبي بيرد break the egg بيبي بيرد break the egg بعد كده بيبي بيرد grows up بيبي بيرد grows up يعني الطائر الصغير بيكبر وبينمو واخر حاجة بيبي بيرد can fly and leave the nest بيبي بيرد can fly and leave the nest وبكده نكون عرفنا البيبي بيرد life cycle او دورة حياة الطيور ونتمع للبيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 33 او صفحة 33 ومكتوب فيها comparing comparing يعني مقارنة life cycles life cycles دورات الحياة انا بنعمل compare او بنقارن بين دورة الحياة الخاصة بال الطيور او البيبي والlife cycle الخاصة بالهومان او بالبشر بالبني عدمين فهنا بيقول لنا comparing life cycles بمقارنة دورات الحياة ومكتوب هنا use the vin diagram use استخدم the vin diagram شكل vin to compare to compare لتقارن the human and bird life cycles the human and bird life cycles دورة الحياة الخاصة بالبشر الخاصة بالطيور و the vin diagram او شكل vin هو عبارة عن دايرتين بنرسهمهم بشكل متقاطع مع بعض بنكتب في الاولانية الخصائص الخاصة بال humans humans او البشر البني ادمين بنكتب في الاولانية humans humans او بشر وبنكتب في التانية birds birds او طيور طبعا تحت humans او البشر بنكتب الخصائص الخاصة بالlife cycle بتاعتهم ودورة الحياة بتاعتهم والحاجات اللي هما بيتصفوا بيها اما birds او الطيور فبنكتب تحت منهم الحاجات الخاصة بالlife cycle بتاعتهم والخاصة بيهم هما كمان وفي نص هنا بنكتب الصفات اللي مشتركة بين life cycle بتاعت ال birds والlife cycle بتاعت الطيور يعني الاثنين بيعملوا نفس الحاجة كل واحد بيعملها في life cycle بتاعته فبنكتبها هنا في التقاطع اللي بين ال two circles دول او الدايرتين دول فمرة تانية comparing life cycles مقارنة دورات الحياة use the Venn diagram to compare the human and bird life cycles use the Venn diagram to compare the human and bird life cycles وطبعا عايزين نكتب هنا اصحابي تحت ال humans او البشر الحاجات اللي بيعملوها في life cycle بتاعتهم او الخصائص بتاعتها فنكتب مثلا اول حاجة ال humans بيمشو على الارض فبيعملوا walking walking يعني بيمشو على الارض طب ال birds ال birds بيمشو على الارض لا بيطيروا فنقول هنا flying flying يعني بيطيروا يبقى humans walking birds flying تاني حاجة البشر بيعيشوا في بيوت فبيعيشوا في بيوت يعني live in homes live in homes بيعيشوا في منازل بيعيشوا في بيوت طب ال birds ال birds بيعيشوا فين ال birds بيعيشوا في اعشاش فlive in nests live in nests يعني بيعيشوا في اعشاش ثالث حاجة ممكن نقولها مثلا ان البشر او ال humans عندهم ازرع فهنقول هنا have arms have arms يعني عندهم ازرع لديهم ازرع الطيور ما عندهاش ازرع الطيور عندها have wings have wings يعني لديها اجنحة لديها اجنحات احنا هنا كتبنا ال humans بيتصفوا بايه والbirds كمان بيتصفوا بايه الحاجات المشتركة بينهم بقى الاثنين كائنات حية فالاثنين need food need food بيحتاجوا لطعام بيحتاجوا ان هما يأكلوا والاثنين كمان بينمو وبيكبروا فهنقول هنا grows up grows up بينمو او بيكبر يبقى need food grow up grow up يعني بينمو او بيكبر يبقى هما اشتركوا في ان هما بيحتاجوا طعام وان هما كمان بيكبروا need food grow up باكده يطلب مننا في البيج دي write اكتب to explain لتشرح one similarity يعني وجه تشابه and one difference وجه اختلاف in the life cycles في دورات الحياة عايزين نكتب هنا نوضح وجه تشابه a one similarity وعايزين نكتب كمان وجه اختلاف a one difference in life cycles في دورتين الحياة دول وبيقول لنا هنا the life cycles are similar because دورات الحياة متشبهة لأن the life cycles are similar because ممكن نقول هنا مثلا humans and birds need food in their life يبقى هم بيحتاجوا طعام في حياتهم humans and birds need food in their life البشر والطيور كمان بيحتاجوا للطعام in their life في حياتهم ده similar one أو وجه التشابه different one أو وجه الاختلاف يقولينا هنا the life cycles are different because دورات الحياة مختلفة لأن مثلا ممكن نقول حاجة واحدة من أوجه الاختلاف اللي كتبنا في مثلا humans live in homes البشر بيعيشوا في بيوت birds live in nests بيعيشوا في أعشاش يبقى humans البشر live in homes بيعيشوا في بيوت birds الطيور live in nests بيعيشوا في أعشاش وبكده احنا كتبنا وجه تشعبه ووجه اختلاف وعرفنا يعني اي vin diagram او شكل vin وازاي نعمل comparing او نقارن بين life cycle الخاصة بال birds والlife cycle الخاصة بال humans ونتنقل الانتاج البعض كده خليكم معي ونوصل لبيج 34 او صفحة 34 وانوانها feeding baby birds feeding يعني اطعام baby ازاي الطيور الكبيرة mother bird والfather bird بيعملوا feeding او بيطعموا baby birds او الصغار الطيور بتوهم ومكتوب هنا follow along as the teacher reads اطبع جنبا الى جنب والمعلم يقرأ فانا هقول statement او العبارة وانتو هتقولوها مرة تانية ورايا بحيس ان احنا نتعود ان احنا نقرأ الوحدين بعد فاول حاجة مكتوب هنا my mom my mom امي told me اخبرت me told اخبر me انا the birds الطيور outside outside بالخارج our home بخارج بيتنا بخارج منزلنا are called بتوسمى swallows اللي هي طيور اسمها طيور السنونو called swallows يعني طيور السنونو بيسموها طيور السنونو يبا مرة ثانية my mom told me the birds outside our home are called swallows my mom told me the birds outside our home are called swallows I like I like to watch I like انا احب to watch and اشاهد the mother bird الام take care of the babies take care of the babies بتعتني بصغرها يبا مرة تانية my mom told me the birds outside our home are called swallows I like to watch the mother bird take care of the babies وموجود في اول صورة اصحابي صورة لل swallows دول او طيور السنونو هدي طائر منهم طائر هو ومكتوب هنا I watch her fly in the air I watch انا اشاهد her fly in the air انا اشاهد mother bird fly in the air طائرة في الهواء I watch her fly in the air مراكمن I watch her fly in the air وفي صورة تانية mother bird مسك in her beak طبعا باق كده او حشرة عشان رايحة تأكل هالصوار هالصوار الطيور بتأكل حشرات البردز بتأكل بغز او حشرات فنكتوب هنا then ثم بعد ذلك I see her catch a bug I see her انا اراها catch a bug catch a bug تمسك بحشرة then I see her catch a bug وفي اخر صورة اصحابي هنا mother bird طبعا رايحة لل baby birds او للطيور الصغيرة في النست او في العوش رايحتها من لهم feeding او رايحة اكلهم في مكتوب جنب الصورة at the nest at the nest في العوش she uses her beak she uses هي تستخدم her beak beak يعني منقار her beak منقارها to feed the babies to feed the babies لاطعام الصغار at the nest she uses her beak to feed the babies ونتنال البيج البعض كده خليكم معي ونوصل لبيج 35 او صفحة 35 وانوانها the bird's body the bird's body جسم الطائر the bird's body جسم الطائر طبعا هنا بيكلمنا عن bodyboards او اجزال الجسم الخاصة بالbird او الطائر فبيقول لنا هنا label label ضع الاسم المناسب label ضع الاسم المناسب the body parts اجزاء الجسم يبقى هنحط الاسم المناسب الخاص بالbody parts او اجزاء الجسم المختلفة ومدينا هنا body parts words كلمات اجزاء الجسم او الحاجة legs legs او الارجل eyes eyes او عيون beak beak او منقار clause clause او مخالب اللي هي الضوافر اللي هي صوابة عجلية يعني المخالب بتاع وما عندوش قلم زينا هو عنده clause او مخالب واخر حاجة wings او اجنحة يبقى مرة تانية body parts words legs eyes beak clause wings legs eyes beak clause wings ومدينا هنا صورة البرد طبعا والمفروض نحن نكتب كل اسم او كل كلمة من الكلمات الخاصة بالbody parts او بأجزاج جسم في المكان الصحيح بتاعها هنعمل لها label يعني فاول حاجة البيك او المنقار هنا فيه سهم بيشاور عليه فهنكتب هنا beak beak يعني منقار طب ال eyes ال eyes او الاعين هنكتب هنا جنب السهم ده eyes eyes او اعين طب وهنا الدراع بتاع الطير ده اسمه جناح الجناح يعني wings wings يعني اجنحة نكتب هنا wings طب رجل الطير اسمها ايه رجل الطير اسمها legs legs يعني ارجل زي ما احنا عارفين واخر حاجة هو الطائر طبعا ما عندوش قدم هو عندو مخالب مخالب يعني clause فهنكتب هنا clause clause يعني مخالب والكلمات دي اصحابي مهمة جدا لازم تحفظوها معلش انا ما بطلبش منكم تحفظوا حاجة بس اجزاء الجسم بتاعت الطائر او body parts بتاعته لازم نحفظها كويس لانها مهمة وموجودة كمان عندنا في منهج connect وهتقابلنا كمان بعد كده فلازم نحفظها كويس وكده نكون انهينا شرح البيج دي وانهينا معاها شرح درس النهاردة اتمنى ان انتو تكونوا استفادتم بالدرس لو اعجبك الفيديو اعمل لايك اتمنى علي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب وخليك متعكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة واتفرق معا كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان وانا سايب لكم اللينك بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايكم يا اصحابي النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج Discover Primary 2 الصف الثاني الابتدائي Term 1 ودي الحلقة العشرة لشرح المنهج وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم طبعا كنا انهينا المرة اللي فاتت الشرح حتى نهاية page 35 او صفحة 35 والنهاردة بنبتدي نشرح page 36 I can eat I يعني انا can 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 أرسل صورة صورة لنفسك أرسل تأكل وقبة أشرح وضح كيف أجزاء جسمك أجزاء جسمك تساعدك أن أنت تأكل أرسل صورة لنفسك تأكل وقبة أشرح كيف تساعدك أجزاء جسمك في عملية الأكل تساعدك كيف تأكل وصيب لنا هنا فريم أو برواز نرسم صورة لنفسنا ونأكل ميل أو وقبة يجب أن نرسم نفسنا هنا ونأكل وموجود تحت البرواز ثلاث سطور ثلاث سطور أول سطور يقول أنا أستخدم أنا أستخدم ماء وبعدين مسافة لنستخدم في عملية الأكل ممكن نكون من استخدم أصحابي أول حاجة ممكن نكون من استخدمها في عملية الأكل من استخدم ممكن نقول أنا أستخدم يدي أنا أستخدم يدي لن أمسك الطعام لن أمسك الطعام مرة كمان مرة كمان أول حاجة مستخدم أول حاجة ثاني حاجة نستخدمها في عملية الأكل أصحابي طبعاً ممكن نقول أنا أستخدم إلى حاجة لن أرى الطعام الطعام اللي أنا أحاكله شكله إيه لونه إيه I use my eyes to see food مرة كمان I use my eyes to see food طب تالت حاجة ممكن نكون من استخدامها يا أصحابي I use my A to A طبعا ممكن نقول I use my tongue tongue اللي هو لساني to taste food علشان أتزوق الطعام I use my tongue tongue يعني لسان I use my tongue أنا بستخدم لساني to taste food to taste food لأتزوق الطعام وبكده إحنا قلنا ثلاث أجزاء أو three body parts من أجزاء جسمنا بنستخدمها وإحنا بنعمل eating أو وإحنا بنأكل ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج سيرتي سيفن أو صفحة سبعة وتلاتين وعنوانها golden eagle golden يعني ذهبي ذهبي eagle eagle نصر golden eagle النصر الزهبي طبعا الgolden eagle هو نصر كبير نصر عملاق بيطير في السماء على ارتفاعات عالية جدا وهنا هو بيكلمنا عنه وإزاي البودي بارتز بتاعته أو أجزاء الجسم بتاعته بتساعده إن هو يستعد الفرائس ويحصل على الطعام اللي هو بيحتاجه علشان يستنر في الحياة وبيقول لنا هنا سيركل بعد دائرة حول ذهبي بارتز أجزاء الجسم نيمد المسمى in the reading passage in the reading passage في القطع اللي احنا المفروض هنقراها مع بعض يبقى هنعمل سيركل هنعمل دائرة حوالين the body parts named أجزاء الجسم المسمى in the reading passage in the reading passage في قطعة القراءة اللي احنا هنقراها دلوقتي مع بعض وزي ما احنا شايفين يا أصحابي هم ادينا هنا صورة للجولدن إيجل أو للنصر الزهبي وبعض الصور في الجنب خاصة بالbody parts بتاعته أو أجزاء الجسم بتاعته الوينج الجناح بتاعه والتالونز التالونز أو المخالب والبيك البيك أو المنقار والأي الأي أو العنين الأجزاء اللي بتساعده إنه هو يحصل على الطعام بتاعه أو to obtain food to obtain food إنه هو يحصل على الطعام بتاعه فإنه في reading passage أو قطعة القراءة أو الحاجة المكتوبة a golden eagle النصر الزهبي eats بيأكل rabbits rabbits الأرانب mice mice الفئران وميس هي جمع mouse mice يعني فئران mouse يعني فار foxes foxes يعني الزاعلب and deer and deer والغزال يبقى مرة ثانية a golden eagle بصور بصور جيدة eye sight يعني بصر حاسة البصر اللي هو رؤية يبقى يبقى a golden eagle has good eye sight a golden eagle has good eye sight بيقول لنا بيقول لنا كمان it has إنه يملك إنه لديه strong talons strong يعني قوي talons talons يعني مخالب it has strong talons to catch ليمسك and carry ويحمل it's prey الفريصة بتاعته يبقى catch catch يمسك carry carry يحمل لما نمسك حاجة بإدنى ممكن منحرق منشلهاش من مكانها بس إن مسكنها بإدنى ده اسمه catch لكن carry إنه أنا أشيلها وأحملها في إيدي it has strong talons هو لديه strong talons يعني مخالب قوية to catch ليمسك and carry ويحمل it's prey it's prey الفريصة بتاعته prey يعني فريصة الحاجة اللي هو بيصطدها يبقى مرة كمان it has strong talons to catch and carry its prey it has strong talons to catch and carry its prey بيقول لنا كمان it uses هو يستخدم its strong beak its strong beak مقاره القوي to eat to eat ليأكل وإحنا عرفنا المرة اللي فاتت إن beak beak يعني منقار strong طبعا لسه عرفين إن هي قوي يبقى strong beak منقار قوي يبقى it uses its strong beak to eat مرة كمان it uses it uses its strong beak to eat يبقى بيستخدم منقاره القوي وهو بيأكل بيقول لنا كمان the golden eagle النصر الزهبي has لديه large wings large يعني كبير wings wings اللي هي الأجنحة عنده أجنحة كبيرة to help it علشان تساعدوا fly يطير fast بصرعة through the air through the air خلال الهواء the golden eagle has large wings to help it fly fast through the air مرة كمان the golden eagle has large wings to help it fly fast through the air يبقى الأول passage مع بعض مرة تانية a golden eagle eats rabbits mice foxes and deer a golden eagle has good eyesight it has strong talons to catch and carry its prey it uses its strong beak to eat the golden eagle has large wings to help it fly fast through the air ونتنيل البيج اللي بعد كذا خليكم معنا والنسا بيكلمنا عن ال golden eagle يا أصحابي وبيسألنا بقى عن رأينا في ال golden eagle وإيه هي أجزاء الجسم اللي ممكن تكون بتساعده في أن هو يحصل على الطعام بتاعه فبيقول لنا هنا يا أصحابي write اكتب your opinion your opinion رأيك opinion يعني رأي your opinion رأيك what ما أو ماذا is the most important body part is the most important يعني الأكثر أهمية body part جزء الجسم الأكثر أهمية for the golden eagle للنسر الزهبي to obtain your opinion يعني أنا أعتقد the most important مش هيقدر يأكل الطعام بتاعه مش هيقدر يقطع به اللحم بتاع الفريسة بتاعته ويأكله فهو أنا شايف أن أهم جزء من أجزاء الجسم بتاعته هو strong peak أو المنقار القوي طب طبا أيه هو ريزون أو السبب اللي أنا ممكن أدعا به رأي بقى بيقول لنا هنا I think this because because يعني لأن I think يعني أنا أعتقد this هذا because لأن طبعا هقول it eats meat لأنه بيأكل لحمة it eats meat لأنه بيأكل لحم فعشان كده strong beak مهم جدا بالنسباله طبعا يا أصحابي زي ما قلتلكه قبل كده هنا مفيش إجابة نموذجية ممكن أنت يبقى ليك رأي تاني بس المهم أن أنت كمان يكون عندك reason أو سبب تعمل بي support أو تدعم your opinion الرأي بتاعك وبكأن نكون أنهينا البيج دي نتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج سيرتي ناين أو صفحة تسعة وثلاثين وأنوانها what can I eat what can I eat what can I eat يعني ما الذي أستطيع أن أكله أنا أقدر أكل إيه what can I eat وهنا بيقول لنا observe observe يعني لاحظ the animal body parts أجزاء الجسم الخاصة بالحيوان match وصل the food الطعام that you think اللي أنت بتعتقد best fits بناسب الجميع the body parts أجزاء الجسم الخاصة بكل واحد منهم فمرأة تانية what can I eat observe the animal body parts match the food that you think best fits the body parts فنوصل طبعا كل animal من الانيمال دي بالفود أو الطعام اللي ممكن يكون بناسبه أو best fits فعندنا هنا في أول حاجة طائر دا اللي هو شبه أبو إردان الطائر دا طبعا بيعيش عند البحار والأنهار وعندنا اللاين اللاين أو الأسد وعندنا الإليفنت الإليفنت أو الفيل وعندنا الليزرد الليزرد أو السحلية ونحية تانية فيه plant plant والليفز بتاعته أو نبات وأوراق بتاعته وفيه fly fly أو زبابة وفيه fish أو سمك وفيه mouse mouse أو far فأول حاجة البرد دا أو الطائر دا ممكن يكون بيأكل plant ولا fly ولا الفيش ولا أو الموس أو الفار شطرين طبعا هو أنسب أكل لي أو best fit بتاعه هيكون الفيش أو السمك فنوصل بينه أنا من match بينه وبين الفيش أو السمك طب تاني حاجة line line أو الأسد line أو الأسد هيكل plant طبعا لا هيكل زبابة أو fly طبعا لا مش هارف حتى يمسكها يبقى هيكل ايه هيكل mouse أو الفار فنوصل بينه وبين الموس طب تالت حاجة elephant أو feel feel هيكل plant أو fly شطرين طبعا الفيل هيكل plant والليفز بتاعته أو النبات وأوراق النبات بتاعته هنعمل بينهم من بعض match زي ما احنا شايفين قدامنا وآخر حاجة lizard أو السحلية هتأكل الفلاي أو الزبابة وبكده نكون وصلنا بينها وعملنا بينها match وبين الفلاي وبكده نكون أنهينا درس النهاردة أتمنى أنت تكون استفدت من الدرس لو عجبك الفيديو أعمل لايك أتمنى إلى ألف واحد استفادوا أو ألف لايك تحت الفيديو والأهم أنك تشارك الدرس مع أصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب وخليك متأكد دائما أن في حد غيرك محتاج المعلومة وهتفرق معها كتير وإنت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى مجموعة بتاعتنا كمان وأنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة زيكم يا أصحابي النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج discover primary 2 صف الثاني الابتدائي term 1 الترم الأول والدي الحلقة رقم 11 وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ باسم الله الرحمن الرحيم كنا عنهينا المرة اللي فاتت الشرح حتى نهاية page 39 والنهاردة مع page 40 أو صفحة 40 وانوانها meet Nate Calvin meet يعني قابل Nate Calvin ده اسم شخص من الأشخاص اسمه Nate Calvin meet Nate Calvin وبيقول لنا هنا follow اتبع along as the teacher reads جنب الى جنب مع المعلم وهو يقرأ follow along as the teacher reads فأول حاجة مكتوبة هنا أصحابي Nate Calvin is an engineer Nate Calvin is an engineer Nate Calvin ده مهندس من المهندسين an engineer is a person المهندس ده شخص من الأشخاص who works الذين يعملون to solve ليحلوا real life problems مشاكل الحياة الحقيقية real يعني حقيق life problems المشاكل الحياتية problems مشاكل وlife حياة فمرة ثانية Nate Calvin is an engineer an engineer is a person who works to solve real life problems Nate Calvin is an engineer an engineer is a person who works to solve real life problems Mr. Calvin الأستاذ Calvin اللي هو Nate Calvin دعم الإي so شاف رأى an eagle an eagle نصر من النصور who was الذي كان missing its sharp peak missing فقد فقد يعني its sharp peak منقاره الحاد هو شاف نصر من النصور مش موجود عنده المنقار الحاد بتاعه فقد بسبب من الأسباب بسبب شيء ما احنا مش عارفينه وطبعا هنا في الصور الموجودة في البيج دي أصحابي في صورة فيها فعلا eagle ومعندوش البيك بتاعه بشكل سليم المنقار بتاعه مش موجود بشكل سليم والصورة الثانية فيها نفس eagle بس موجود عنده sharp beak sharp beak أو منقار حاد زي ما احنا متعودين على شكل النصور فأنا مرة تانية بيقول لنا Mr. Calvin المهندس not Calvin saw an eagle who was missing its sharp beak he wanted to help he wanted to help who أراد أن you said Mr. Calvin saw an eagle who was missing its sharp beak he wanted to help who أراد أن you said Mr. Calvin السيد Calvin wanted to make the eagle a new beak wanted أراد to make the eagle أن يصنع عليه النصر a new beak a new beak منقار جديد Mr. Calvin wanted to make the eagle a new beak he collaborated collaborated يعني تعاون he collaborated with other engineers هو تعاون مع other engineers مهندسين تانين he collaborated with other engineers they draw plants for a new beak هم رسموا خطط للمنقار الجديد made out of plastic مصنوع من البلاستيك they draw plans for a new beak made out of plastic هم رسموا رسمات وعملوا أشكال هندسية لمنقار جديد made out of plastic مصنوع من البلاستيك they created the beak هم صنعوا المنقار on a 3D printer on a 3D printer على طابعة من طابعات سلسية الأبعاد طبعا يا أصحابي أنتم لو تعرفوا أن في دلوقتي في العالم printers أو طبعات تقدر تطبع عليها أي حاجة مجسمة تقدر تطبع على الطبع دي مثلا كباية أو مج تقدر تطبع عليها شكل من أشكال العلب أو المكعبات تقدر تطبع عليها أي شكل هندسي مجسم وتمسك في إيدك كمان غير الطبعات العادية التي نطبع عليها الورق فالطبعات المجسمة التي تطبع هذه المجسمة اسمها 3D printers 3D printers يعني طبعات سلسية الأبعاد هم طبع ال منقر الجديد على 3D printer أو طبع سلسية الأبعاد A dentist يعني طبيب الأسنان Helped ساعدة Attach في تركيب في الحاق The beak المنقر To the eagle To the eagle للنصر وساعدهم في أن هم يعملوا Attach أو أن هم يركبوا The beak المنقر الجديد To the eagle للنصر Now الآن The eagle can eat again النصر يقدر يأكل تاني The eagle النصر can يستطيع eat أن يأكل again again يعني مرة أخرى ونقولها مرة تانية Mr. Calvin wanted to make the eagle a new beak He collaborated with other engineers They draw plans for a new beak made out of plastic They created the beak on a 3D printer A dentist helped attach the beak to the eagle Now the eagle can eat again وبكذا عرفنا مين هو Nat Calvin أو المهندس Nat Calvin وقدرنا نعرف هو عمل إيه وساد الإيجل أو النصر ونتنعلي البيج اللي بعد كذا خليكم معي ونوصل لبيج 41 أو صفحة 41 وعنوانها food groups food الطعام groups groups يعني مجموعات food groups مجموعات الطعام using the table below مستخدما الجدول بالأسفل color لون the foods according the foods الطعام الأطعمة according to typically food group food group مجموعة الطعام ومدينا هنا أصحابي table أو جدول في مجموعة ألوان مكتوب جواها red ومكتوب تحت red meat لحم dry beans حبوب مجففة eggs bite and nuts ومكسرات group طبعا دي المجموعة بتاعة الميت والdry beans الميت اللحم والdry beans الحبوب المجففة والأجز البيض and nuts والمكسرات دي اللي هي red group أو المجموعة الحمرة في عندنا في yellow yellow group أو مجموعة الصفرة milk لبن أو حليب yogurt yogurt زبادي and cheese and cheese وقبن يبقى في yellow group في milk yogurt and cheese في brown group أو المجموعة البنية في عندنا البريد أو الخبز السيرل الحبوب الإفطار اللي هي الكورنفليكس وغيره rice rice الأورز and pasta and pasta والمكارونا group دي المجموعة بتاعت الحاجات دي يبقى brown group مرة تانية فيها البريد والسيرل والريس والباستا في عندنا في green group أو المجموعة الخضرة الفيجيتابلز الفيجيتابل الفيجيتابل أو الخضروات وفي عندنا في orange group الفروت الفروت أو الفاكهة فطبعا احنا مطلوب مننا ان احنا نعمل color أو نلون according to اللي تبقى ل the food group اللي هي مجموعة الطعام فهو ندينا مجموعة صور هنا اصحابي فيها fruits و vegetables و meat و fish و rice و seal ندينا مجموعة صور كل صورة من الصور دي بتنتمي من groups دي هنلونها كل بتاعتها يعني مثلا عندنا fruit الفروت هنلونها orange لان group بتاع fruit المفروض اللون بتاع orange عندنا مثلا meat الميت أو اللحمة هنلونها red لان الميت موجودة في red group أو في المجموعة الحامرة عندنا مثلا vegetables هنلونها green لان vegetable أو الخضروات موجودة في green group عندنا مثلا cheese أو الجبن هنلونها باليالو أو بالأصفر لان cheese موجودة في yellow group أو المجموعة الصفرة وكلا نكون عارفنا المطلوب الأولاني في page دي والمطلوب التاني بيقول لنا write اكتب the letter p letter p حرف p next to إلى جانب the food الطعام if it comes لو هو جاي from a plant من نبات يبقى الحاجات اللي جاء من النباتات هنحط جانبها حرف p and the letter a وحرف a if it comes لو هي جاية from an animal من حيوان يبقى الطعام اللي جاية من النباتات هنحط جانبها letter p أو حرف p اختصارا لكلمة plant ولو هي جاية من حيوان هنحط جانبها letter a أو حرف a لو هي جاية من animal أو من حيوان وبكان نكون أنهينا البيج دي ونتنال البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 42 أو صفحة 42 وعنوانها how كيف healthy foods الطعام الصحي help us help us يساعد نا how healthy foods help us كيف يساعد نا الطعام الصحي وبيقول لنا هنا أصحابي match وصل the food الطعام to how it help your body to how it helps your body بكيفية مساعدته لجسمك فأنت توصل الفود to how it helps your body بالطريقة اللي هو بيساعد جسمك بيها وبيقول لك بعد كده complete أكمل the phrases the phrases الجمل that describe اللي بتصف one benefit one benefit ميزة واحدة of each group لكل مجموعة هنوصل أول حاجة الفود أو الطعام بالطريقة بيساعد جسمك بيها أو to how it helps your body تاني تاني حاجة هنوصل complete أو هنكمل the phrases الجمل that describe one benefit اللي بتصف فايدة واحدة of each group of each group من كل مجموعة من المجموعات دي فأول حاجة مدينا how it helps your body كيف تساعد هي جسمك ومدينا مجموعة صور أول مجموعة الheart والmuscles القلب والعضلات تاني مجموعة فيها ولد وبنت بيجروا وفيها نشاط تالت صورة أو تالت مجموعة فيها الbrain والمخ والعقل وصحة العقل رابع مجموعة فيها البونز البونز والتيف الأسنان والعظام وخامس مجموعة فيها حركة الأطراف الحركة بتاعت أطراف الجسم المختلفة فطبعا كل صورة من الخمس صور المفروض عنوصلها بالحاجة اللي بتفيدها وبتأثر عليها بالنفع فأنا أول حاجة دي اللي هي الصور بتاع كيف تساعد جسمك المجموعة أو مجموعة الطعام أو المجموعة الملك واليوجرت والجبن والجبن المفروض المجموعة دي بتفيد أكتر يا أصحابي العضلات والقلب ولا النشاط والجري ولا البرين والمخ ولا العزام والأسنان ولا حركة الأطراف تطرين المفروض الجروب دي بتفيد البون والتيث أو العزام والأسنان فهنعمل معاً فهنوصل بين العزام والأسنان وهنكتب هنا build strong bones build strong bones بتبني عزام قوية بتساعدني إنها بتبني عزام قوية تاني food group بأصحابي أو تاني مجموعة من مجموعة الطعام الميت أو اللحم والبولتري البولتري أو الدواجن اللي هي الفراخ والطيور يعني بولتري والفش الفش أو الأسماك والدراي بينز دراي بينز أو الحبوب المجففة أو البقليات يعني والأجز الأجز أو البايد and nuts and nuts والمكسرات المفروض الـ group دي أصحابي بتفيد إن الصور دي أكتر سترين المفروض إن الـ group دي بتفيد المسلز والهارت المسلز والهارت أو العضلات والقلب فأنا نعمل ماتش بينها وبين المسلز والهارت أو العضلات والقلب زي ما احنا شايفين قدامنا وهنكتب هنا builds بتبني strong strong أي strong muscles strong muscles أو عضلات قوية طب المجموعة الثالثة اللي هي فيها fruit fruit أو الفاكهة بتعمل الفروت أو الفاكهة أصحابي طبعا الفروت أو الفاكهة بتدينا vitamins أو فيتامينات كتيرة بتخلينا healthy طبعا vitamins بتساعدنا إن إحنا نقدر نحرك أطرافنا ونتحرك بشكل سهل ونبقى ويبقى عندنا healthy body أو جسم صحي provides يعني بتوفر بتوفر لنا A provides vitamins vitamins أو الفيتامينات طب الجروب الرابعة اللي فيها bread أو الخبز والسيرل السيرل اللي هي حبوب الإفطار والرائس الرائس أو الأورز والباستا الباستا أو الماكارونا المفروض الجروب دي نوصلها بأنهي صورة من الصور يا أصحابي شطرين طبعا الجروب دي بتساعدنا إن إحنا يبقى مخنا يقز ونشطين هنا يقز ومنتبهين فهنوصلها طبعا بالصورة بتاعة الbrain هنا وطبعا هي الحاجات دي بتوفر لنا حاجة اسمها الكاربوهايدريدز أو الكاربوهايدرات اللي هي جزء من الأجزاء الأكل اللي بتتحول في جسمنا لسكر مهم للمخ وبتخلي المخ نشط ومنتبه دايما يبقى بروفايدز بروفايد كاربوهايدريدز كاربوهايدريدز أو الكاربوهايدرات وآخر حاجة الجروب بتاعة الفيجيتابلز 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 أو الخضروات وطبعا هي الفيجيتابلز أو الخضروات بتدينا برضو فيتامينز ومعادن كتيرة مهمة لجسمنا فهي بتخلينا نقدر نلعب ونجري بمنتال سهولة فنوصلها طبعا بالصورة بتاعة الولد والبنت اللي بيجروا دول وهنا بيقول لنا help us help us stay healthy help us stay healthy بتساعدنا ان احنا نفضل اصحة وبصحة كويسة وبكينا نكون انهينا البيتج دي وانهينا معاها شرح درس النهاردة اتمنى ان انت تكون استفاد لو اعجبك الدرس اعمل لايك اتمنى الاي 1001 استفادوا او 1000 like تحت الفيديو والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة وتفرق معاك كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسام السياد من قناة فلاش بتعلمية افهم وتعلم ببساطة ازايكو يا اصحابي النهاردة بنكمل شرح منهج ديسكوفر برايماري تو الصف الثاني الابتدائي تيرم وان التيرم الاول دي الحلقة رقم اتناشر وزي ما ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم كنا اخذنا المرات اللي فاتت الفود جروبز او مجموعات الطعام المختلفة وانهينا شرح بيج فورتي تو او صفحة اتنين واربعين ونهاردة نبتدي نشرح بيج فورتي سري صفحة تلاتة واربعين ميكينج تشويس ميكينج يعني صنع تشويس تشويس يعني الاختيارات ازاي بنختار وعندنا اختيارات مختلفة في يومنا بنختار ما بينها الاختيار الانسب لنا فاولا هنا في ستوري جنيلة او يا اصحابي الستوري دي خاصة بصدقتنا نور واختها المفروض ان هي واختها بيبقى قدامهم اختيارات مختلفة خلال اليوم بيختاروا منها الانسب للوقت بتاعهم بيقول لنا هنا اصحابي استمع فور تشويس لاختيارات واختها يعني الاختيارات اللي بتعملها نور هي واختها عندما انت تسمع اختيار من الاختيارات المختلفة العلامة اللي انت شايفينها قدامكم دي وهي علامة على العلامة انت بتعمل حاجة نكحة وحاجة كويسة اعتبر خطف الاعتبار بتاعك حطه في دماغك يعني كيف كل اختيار بيؤثر الناس التانية مرة كمان وبيقول لنا هنا اصحابي انت تسمع اختيارات 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 يوم مرح فن يعني مرح دي يوم اختيارات My mother, أمي والدتي, reminds me, remind يعني يذكر, يفكر حد بحاجة, reminds me, فكرتني, ذكرتني That I need, أنا أحتاج at least, على الأقل, at least, على الأقل 13 minutes, 30 دقيقة, of exercises, of exercises من ممارسة الرياضة I like to listen to music, I like, أنا أحب to listen and listen to music, للموسيقى, while I exercise, while بينما I exercise, يعني أنا ألعب رياضة Sometimes, أحيانا, my mother, والدتي, tells me, my music is too loud Tells me, بتخبرني, my music, الموسيقى بتاعتي, is too loud عالية جدا, loud يعني صوته عالي Too يعني جدا, loud يعني عالي, but too loud, صوتها عالي جدا My sister, أختي, likes, likes, to have, to go outside, to go outside and تذهب للخارج, تخرج برا البيت And practice, and practice, and practice, وتتدرب Here football, here football, here football, كرة القدم بتعدها Kicks, تركلها, against a wall, against a wall, على الحيطة زي ما احنا شايفين في الصورة كده هي بتبقى قدام الحيطة وبتشوت الكرة ناحية الحيطة, الكرة تردلها تاني وهكذا ده اسمه kicks, against a wall, ان انت تركل الكرة على الحيطة Against, يعني dead She makes sure هي بتتأكد Make sure يعني يتأكد She makes sure هي بتتأكد There are no windows أنه ليس هناك أي شبابيك Where she is kicking في المكان اللي هي بتركل في الكرة مرة كمان After a fun day at school My mother reminds me that I need at least 30 minutes of exercises I like to listen to music while I exercise Sometimes my mother tells me my music is too loud My sister like to go outside and practice hair football kicks against a wall She makes sure there are no windows where she is kicking وفي التكست التاني يا أصحابي بيقول لنا When عندما We are finished exercising لما احنا بنخلص تدريب finished يعني أنهينا exercising التدريبات We like نحن نحب to watch TV نحن نتفرج على التلفاز While dinner is cooking يعني بينما العشاء بيتم طهو بينما أنه ماما بتعمل العشاء بتاعنا While بينما يعني في الوقت ده My mother والدتي helps us بتساعدنا stay healthy إن احنا نبقى أصحاء نفضل بصحة كويسة She cooks meals She cooks meals هي بتطهو وجبات that include اللي هي بتتضمن all the food groups كل مجموعات الطعام Sometimes أحيانا I do not want أنا لا أريد to eat and أكل my vegetables my vegetables الخضروات بتاعتي My father أبي tells me بيخبرني that eating my vegetables will keep me سوف يبقيني strong قوية and healthy and healthy وبصحة جيدة If we stay healthy لو احنا فضلنا أصحاء we do not have to spend money نحن لا يجب علينا أن ننفق مال spend money يعني يصرف فلوس ينفق مال to visit a doctor نحن نزول الطبيب مش هنحتاج نصرف فلوس ونروح للدكتور After dinner بعد العشاء I read or play quietly I read أنا بقرأ or play أو بلعب quietly quietly بهدوء Until حتى bit time وقت النوم I have a specific time أنا لدي وقت محدد specific يعني محدد time وقت محدد to go to bed لأذهب لأنام every night كل ليلة كل يوم بالليل because لأن getting enough sleep أنت تنام نوم كافي وقت كافي من النوم helps my brain helps my brain بيساعد عقلي and body وجسدي وجسمي be healthy أنهم ما يكونوا be healthy أو صحة بصحة كويسة هنا احنا قرينا الستوري الجميلة دي وعرفنا بتحكي عن ايه دلوقتي عايزين نعمل علامة sums up جنب الاختيارات اللي ممكن نقبلها في الستوري الجميلة أنرى عندنا one choice أو اختيار واحد في الستوري الجميلة دي لما بتقول لنا هنا after dinner بعد العشاء I read or play I read أنا بقرأ or play أو بلعب quietly until bedtime بهدوء حتى وقت النوم فهنا فيه choices أو اختيارات بين الreading وبين البلايينج بين القراءة وبين اللعب فنعمل هنا علامة sums up زي ما احنا شايفين قدامنا وبكده نكون انهينا الستوري الجميلة دي وعرفنا ازاي بيبقى عندنا بعض الاختيارات أو some choices during our day خلال يومنا لازم نختار ما بينها ونحاول ننظم وقتنا بشكل كافي علشان نقدر نستفيد بكل يوم بافضل شكل ممكن ونتنال البيج اللي بعد كده خليكم معيه ونوصل لبيج 44 أو صفحة 44 وعنوانها solving problems solving حل problems المشاكل solving problems حل المشاكل وطبعا يا أصحابي هنا الجزء ده في شبه من الجزء بتاع الماس بتاعنا اللي هو اسمه word problems أو المسائل الكلامية وإحنا شرحناها في درس من الدروس بتاعتنا في شرح الماس بتاعنا فهنا solving problems أو حل المشاكل ده جزء في شبه من الحل بتاع المسائل الرياضية الكلامية اللي احنا اتدربنا عليها قبل كده مع بعض وبيقول لنا هنا يا أصحابي read the story problems اقرأ مشاكل القصص القصص بتاع المشاكل المختلفة for each problem لكل مشكلة write a number sentence اكتب جملة فيها رقم تضلمن رقم to show لتوضح what is happening what is happening ماذا يحدث in the story في القصة then ثم بعد ذلك solve the problem solve the problem حل المشكلة فأول story problem عندنا أو أول قصة فيها مشكلة يقول لنا هنا Noor wants to practice football Noor تريد أن تتدرب على قرات القدم with Sarah مع Sarah أختها for 30 minutes for 30 minutes لمدة 30 دقيقة and jump rub and jump rub وتقفز الحبل for 5 minutes لمدة 5 دقائق how many minutes will Noor exercise in all التي سوف تتدربها Noor كلها مرة كمان Noor wants to practice football with Sarah for 30 minutes and jump rub for 5 minutes how many minutes will Noor exercise in all فطبعا هنا أصحابي دي word problem بس حاجة بسيطة كده فأول حاجة نكتب هنا practice football تدريب قرات القدم equals يساوي 30 minutes كما نرى قدامنا هي تتدرب مع وقتها ل 30 دقيقة jump rub jump rub قفز الحبل equal 5 minutes 5 دقائق 5 دقائق يبقى هنا عندنا two number sentence أو جملتين فيهم أرقام هنحل بقى المشكلة هنكتب Noor will exercise for نور سوف تتدرب لمدة هنكتب equal 30 30 plus 5 equal 35 أو 35 دقيقة يبقى الوقت اللي هتتدربوا نور في الوقت ده كله هو 30 minutes بتاعة الفوتبول plus 5 minutes بتاعة 5 servings of food 5 servings يعني خمس حصص خمس مرات خمس أجزاء of vegetables من الخضروات الهدف بتاعك ان انت تاكل خمس مرات من vegetables أو الخضروات servings يعني حصص أو أجزاء من الطعام أو وجبات صغيرة فهنا 5 servings of vegetables يعني خمس حصص من الخضروات خمس أطباق من الخضروات every day كل يوم you ate انت أكلت 2 servings at breakfast انت أكلت طبقين في الفطار and 1 serving وطبق واحد at lunch في الغداء how many more servings كم عدد الضاء الزيادة should you eat انت يجب عليك ان تأكل at dinner في العشاء to reach your goal to reach your goal لتحقق هدفك علشان توصل لها لفك ما راكمان your goal is to eat five servings of vegetables every day you ate two servings at breakfast and one serving at lunch how many more servings should you eat at dinner to reach your goal فطبعا هنا هنكتب يا أصحابي breakfast وهنكتب جنبها equal two servings وبعدين هنكتب جنبها lunch وهنكتب جنبها one serving وهنكتب هنا dinner equal five minus two minus one five اللي هو goal الهدف ان احنا ناكل خمس أطباق من الخضروات في اليوم هنشيل منه الاثنين اللي احنا أكلناهم في الفطار طبع اللي احنا أكلناه في الغداء equal هيبقى المفروض ان احنا ناكل في dinner أو في العشاء two servings أو طبقين هنكتب هنا two servings أو طبقين زي ما احنا شايفين قدامنا وفي ثالث story problem أو ثالث قصة مشكلة بيقول لنا هنا you have 60 minutes انت لديك 60 دقيقة of free time وقت فراغ free time يعني وقت فراغ you decide you decide انت قررت to play انت تلعب for 40 minutes for 40 minutes لمدة 40 دقيقة how much free time do you have left how much free time كم وقت الفراغ do you have الذي لديك left متبقي after playing بعد اللعب يعني عندك وقت فراغ من البقية بعد اللعب مرة كمان you have 60 minutes of free time you decide to play for 40 minutes how much free time do you have left after playing طبعا هنا أصحاب هنكتب playing لعب equal 40 minutes وهنكتب هنا left free time وقت الفراغ المتبقي equal left free time وقت الفراغ المتبقي equal 60 minutes 60 دقيقة minus 40 minutes اللي هي ال 40 دقيقة بتاعة اللعب هنلاقي انتبقي معانا 20 minutes أو 20 دقيقة هنكتب هنا 20 minutes زي ما احنا شايفين قدامنا وبكده نكون حلينا البيتج دي ونتنقل البيتج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لرابع story problem أو رابع قصة مشكلة وبتقول لنا هنا your friend صديقك eats يأكل five servings of vegetables خمس أطبع من الخضروات four servings of meat أربع أطبع من اللحم two servings of fruit طبعين من الفكهة and two servings of milk وكوبيتين أو كميتين من اللبن يعني شرب كمان قرعتين أو حصتين أو كميتين من اللبن how many servings كم عدد الوجبات كم عدد الحصص الغزائية did he eat in all هو أكلها كلها هو أخذ كم وجبة أصحابي فهنكتب هنا أصحابي the number of servings عدد الوجبات وهنكتب equals five اللي هي بتاعة الوجبات plus four اللي هي بتاعة الميت plus two اللي هي بتاعة الفروت plus two اللي هي بتاعة الملك فهنلاقي عندنا five plus four plus two plus two equals thirteen 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 servings أو 13 حصة وزائية وآخر story problem أو آخر قصة مشكلة معنا noor has sixty minutes of free time noora عندها 60 دقيقة وقت فراغ if she eats a snack snack وقبة خفيفة كده بين الوجبات if she eats a snack لو هي أكلت وقبة خفيفة for five minutes لمدة خمس دقيقة and plays for thirty five minutes ولعبت لمدة خمسة وثلاثين دقيقة does she have time left هل لديها وقت متبقي to do anything else علشان تعمل أي حاجة تانية to do لتفعل anything أي شيء else آخر else يعني آخر if so لو كان عندها لسه وقت متبقي how much time is left كم مدة الوقت المتبقي فنكتب هنا طبعا يا أصحابي snack snack الوجبة الخفيفة equal five minutes play playing اللعب equal thirty five minutes left free time الوقت المتبقي وقت الفراغ المتبقي left free time وقت الفراغ المتبقي equals left free time وقت الفراغ المتبقي equals بيساوي سيكستي زيكستي ستين uh minus 5 ناقص خمسة وثلاثة بيساوي هنلاقي هيتبقى عندها 20 minutes أو 20 دقيقة as a free time كوقت فراغ وكذلك نكون حلينا آخر story problem أو آخر قصة مشكلة من هنا معها شرح درس النهاردة اتمنى ان انت تكون استفادت من الدرس لو اعجبك الدرس اعمل لايك اتمنى الي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة وهتفرق معاه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان وانا سايف لكم اللينك بتاعتها في الوصف اسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعلمية افهم وتعلم ببساطة ازايكو يا اصحابي النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج ديسكوفر primary 2 الصف الثاني الابتدائي term 1 الترم الاول وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم كنا عن هنا المرات اللي فاتت الشرح حتى page 45 او صفحة 45 وده كان في لسون 6 الدرس السادس في شابتر 2 الفصل الثاني taking care of me والنهاردة بنكمل مع بعض بداية من page 46 او صفحة 46 وانوانها cleaning vegetables cleaning يعني تنظيف vegetables الخضروات ازاي بننظف الخضروات لما بنجيبها من الارض او من التربة وهي مزروعة بنقطفها وبعدين بناخدها اكيد مش هنكلها على طول فبنعمل لها عملية cleaning او تنظيف الcleaning او التنظيف ده بيكون لي steps او مراحل فعالوا نتكلم مع بعض شوية عن steps دي او المراحل دي فبيقول لنا هنا draw, irsem, a before, before يعني قبل picture, picture بتوضح سورة الخضروات دي قبل ما بتبغسل او قبل ما بنعمل لها cleaning of the vegetables للخضروات as it comes out كما تأتي of the soil من التربة of the soil من التربة draw, irsem, and after picture, سورة ما بعد after using, بعد استغدام, all, cool, of the cleaning tools ادوات التنظيف cleaning يعني تنظيف tools يعني ادوات ندينا هنا اصحابي two frames او مربعين او بروزين مكتوب في الاول before ومكتوب في الثاني after before هنا هنرسم فيه سورة ال vegetables او الخضروات قبل ما نعمل لها عملية cleaning او تنظيف وهي لسه جاية من الارض على طول لسه جاية من التربة على طول after, after هنا هنرسم سورة ال vegetables او الخضروات بعد ما نعمل لها عملية cleaning ونستخدم all the cleaning tools او نستخدم كل ادوات التنظيف وخلينا نختار مثلا نوع من انواع vegetables او الخضروات مثلا وليكن الكاروت الكاروت او ال gather ونرسم هنا سورة للكاروت وهو لسه جاي من الارض حالا بعد كده بيقول لنا how, كيف clean is the vegetable after using each cleaning tools كيف تكون الخضروات نظيفة بعد استخدام كل ادوات التنظيف how clean is the vegetable after using each cleaning tools كيف تكون الخضروات نظيفة بعد استخدام كل ادوات التنظيف هتكتب هنا طبعا قدام السؤال ده مثلا هنقول very clean very clean نظيفة جدا ولي احنا مش هنقولها فنكتب هنا very clean mark علم one رقم واحد on the line على الخط to show لتوضح your answer اجابتك after using the towel after using the towel طبعا احنا عارفين التاول او المنشافة اللي هي بتبقى زي المناديل المجففة كده لما نستخدم المنشافة او التاول طبعا دي اول حاجة بنستخدمها في عملية cleaning او التنظيف فنحط هنا one بعد من استخدم التاول مثلا هي كانت very dirty هتبقى dirty بس هنشيل منها بعض الاوساخ mark other tools علم الادوات التانية using two و three مستخدم اتنين و ثلاثة and so on وهكذا mark a w يعمل علامة بحرف ال w on the line على الخط after using water after using water بعد استخدام الماء و هندقي عندنا اصحابي ال line او الخط ده و مكتوب عليه very dirty متسخ جدا dirty متسخ kind of dirty متسخ نوعا ما kind of clean نظيف نوعا ما mostly clean نظيف غالبا very clean very clean يعني نظيف جدا فاول حاجة يا اصحابي لما بنجيب vegetables او الخضروات من السويل او من الارض من التربة هنعمل لها تنظيف بال towel towel او المنشفة فنشيل منها اغلب الوساخات وهتبقى kind of dirty kind of dirty يعني متسخة نوعا ما متسخة نوعا ما فنعمل هنا number one بعد كده ممكن استخدم brush brush او الفرشاء علشان نشيل بقية الكذورات من على vegetables وهتبقى هنا في الوقت ده mostly clean mostly clean تشال من عليها اغلب الوساخات فهتبقى غالبا نظيفة وهنكتب هنا number two بعد كده هنستخدم water water او الماء وهتبقى very clean very clean نظيفة جدا وهنكتب هنا حرف ال w زي ما هو قال لنا لما تيجد استخدم ال water اكتب حرف ال w فهنعمل هنا حرف ال w زي ما احنا شايفين قدامنا وبكده احنا قدرنا نعمل mark ونحدد لما بستخدم كل cleaning tool وحدها بتساهم الدهية في عملية تنظيف ال vegetables او الخضروات وحددنا كمان الدهية بتبقى نظيفة على ال line ده ومكتوب هنا اصحابي record سجل the number or letter used الرقم او الحرف used المستخدم for لاجل each tool كل اداء من ادوات التنظيف so لذلك you can remember تقدر تفتكر بعد كده فهو اعمل لنا هنا table او جدول وكاتب هنا towel ون بعد كده هنكتب هنا brush brush وهتبقى 2 وبعد كده طبعا ثالث حاجه احنا استخدمناها بعض التاول وبعد ال brush water وهي موجود قدامها حرف ال w زي ما احنا شايفين قدامنا ومكتوب هنا في الجنب ده cleaning vegetables cleaning vegetables تنظيف الخضروات that grow اللي بتنمو in the ground in the ground is important هو مهم because لأن طبعا it can't be eaten without cleaning it can't be eaten without cleaning لا يمكن أن نأكلها لا نستطيع أن نأكلها من غير ما تتنظف to keep us safe and healthy لحافظ على أنفسنا safe بأمان and healthy وبصحة كويسة يبقى it can't be eaten without cleaning to keep us safe and healthy ونتنع للبيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 47 أو صفحة 47 وانوانها engineering design process engineering design يعني تصميم هندسي process process يعني عملية طبعا أي design أو أي تصميم لما بيجي أي انجينير بيعمله أو أي مهندس بيعمله بيبقى فيه process process أو عملية عملية التصميم دي العملية بتاعت التصميم دي بيبقى فيها steps أو خطوات عملية التصميم دي أو ال designing دي بيبقى ليها steps أو خطوات فهنا بيكلمنا عن الخطوات بتاعت engineering design process أو عملية التصميم الهندسي وبيقول لنا هنا underline ده خط تحت each step كل خطوة in the story في القصة with the color باللون listed below الموجود بالأسفل ومدينا هنا table مكتوب في idea يعني الفكرة أو الرأي وطبعا هو بيقول لنا هنا نحط تحت منها line بالblue بالblue أو بالأزرق materials materials أو الأدوات وبيقول لنا هنا نحط تحت منها خط with green green أو بالأخضر plan plan أو خطة وبيقول لنا هنا نحط تحت منها خط بالyellow بالyellow أو بالأصفر build أو إنشاء وبيقول لنا نحط تحت منها خط بالorange بالorange أو بالبرتقالي وبيقول لنا هنا طبعا designing process أو عملية التصميم بيبقى فيها idea idea أو فكرة أو رأي وبيبقى فيها materials materials أو مواد وبيبقى فيها plan plan أو خطة وبيبقى فيها build build أو إنشاء وبيبقى فيها كمان improve improve أو تحسين أو تنمية لما بيبقى انت خلاصة عملت الديزاين بتاعك ممكن كمان تعدل فيه علشان تحسن من أداءه أو تحسن فيه ده اسمه improve يعني تحسين ومكتوب هنا الستوري الجميلة بتاعتنا دي بيقول لنا mr. calvin السيد calvin saw an eagle an eagle نصر من النصور who was missing its sharp peak اللي كان بيفتقد its sharp peak المنقار بتاعه الحاد وطبعا احنا خدنا الستوري دي المرة اللي فاتت ودي صورة الإيجل الحقيقي اللي كان mr. calvin عمله new peak أو منقار جديد زي ما احنا شايفين قدامنا المنقار بتاعه كان فيه مشكلة وركب له هو الجزء ده هو وأصحابه المهندسين وعملوله new peak أو منقار جديد علشان يقدر يأكل ويقدر يستمر في الحياة فانا بيقول لنا mr. calvin mr. calvin saw an eagle who was missing its sharp peak اللي كان بيفتقد لي منقاره الحاد he wanted to help هو أراد أن يساعد طبعا هنا لسه ماخدناش لسه مكانش فيه idea هو بس لسه عنده ال want أو الرغبة أنه هو يساعد mr. calvin wanted to make the eagle a new peak mr. calvin said calvin wanted to make the eagle أراد أن يصنع لي النسر ده a new peak منقار جديد وده هنا بقى فيه idea أو بقى فيه فكرة فنحط منها تحتها underline بالبلو زي ما احنا شايفين قدامنا he collaborated يعني هو تعاون with other engineers مع مهندسين تانين they draw plans هما رسموا خطط هنا بقى فيه plan وإحنا قلنا طبعا أن البلان هنحط تحت منها line with yellow أو باللون الأصفر فنعمل هنا line with yellow for a new peak made out of plastic made out مصنوع من of plastic البلاستيك البلاستيك هنا طبعا ده materials materials أو مواد فنعمل تحت منه underline with green أو باللون الأخضر they created هم أنشأوا the beak the beak المنقار they created هم أنشأوا the beak ده طبعا ده build فالbuild هنا أحنا قلنا نحط تحت منه underline with orange فنحط منه تحته underline with orange زي ما احنا شايفين قدامنا on a 3D printer on a 3D printer بالطبيعة سلسية الأبعاد زي ما احنا عرفناها المرة اللي فاتت a dentist طبيب الأسنان help it ساعدة attach في تركيب the beak المنقار to the eagle to the eagle للنصر now الآن the eagle can eat again النصر يستطيع أن يأكل مرة أخرى ويقدر يعيش بشكل عادي وبكده احنا قدرنا نعمل underline او نحط خط تحت كل step او كل خطوة من الخطوات بتاعة ال designing process او عملية التصميم ونتنعي للبيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 48 او صفحة 48 وانوانها paper chain challenge paper chain هي طبعا سلسلة الورق سلسلة الورق هي challenge challenge يعني تحدي فينا تحدي بنعمله معاكو منتو تعملوا paper chain او سلسلة ورقية using just one piece of paper using مستخدما just one piece of paper قطعة واحدة من الورق فقط متاخدش اكتر من قطعة واحدة create انشئ the longest chain possible اطول سلسلة ممكنة you can cut the paper any way you want you can cut انت تستطيع ان تقطع the paper الورقة anyway باي طريقة you want انت تريدها وطبعا زي ما احنا شايفين قدامنا دي صور ال paper chain او السلاسل الورقية المختلفة تقدروا طبعا تاخدوا piece of paper بس just one piece of paper او قطعة ورقية واحدة بس وتعملوا منها longest chain possible او اطول سلسلة ممكنة تقدروا تعملوها وتبقوا نجحتوا في التحدي ده او التحدي ده ونتنقل ال page اللي بعد كده خليكم معين ونوصل ل page 49 او صفحة 49 وعنوانها my improved plan my improved plan خطاتي المحسنة خطاتي المعدلة طبعا زي ما قلنا من شوية انت ممكن تعمل plan او خطة وتوصل للنتيجة اللي انت كنت عايزها وبعد كده تحس ان انت كمان ممكن تعدل وتحسن من الحاجة اللي انت عملتها دي بحيث ان هي تبقى افضل وذا اسمه improve improve او تحسين improve او تحسين او تنية فهنا بيقولك my improved plan يعني خطاتي المحسنة وبيقولك write اكتب or draw او ارسم your ideas your ideas اراءك او افكارك for your improved plan for your improved plan for your improved plan لخطتك المحسنة وبيقولك هنا طبعا الprocess بتاعت planning idea الفكرة او الرأي والmaterials plan الخطة build build الانشاء واخر حاجة improve improve او التحسين فالمفروض ان انت دلوقتي بقى عندك خطة كانت في بناغك وانت عملتها خلاص ونجحت ان انت تنشئ الحاجة اللي انت كنت عايز تعمل لها build وبعد كده بتحاول تعمل لها improve او تحسين فانا مثلا ممكن اقول ان مثلا my young brother اخوي الصغير cut out one paper of my book اطع ورقة واحدة من كتاب بتاعي دي ال problem اللي انا بواجهها وعايز اعمل plan علشان احلها فانا عملت plan علشان اعمل repair او تصليح للكتاب بتاعي وارجع الورقة اللي اتقطعت المفروض هنا دلوقتي احاول استخدم المaterials الصحة علشان اقدر ارجع الورقة للكتاب بتاعي فقررت ان انا استخدم اول حاجة by using rub rub او حبل by using rub او حبل ان انا هستخدم حبل او روباط يعني واربط دي الورقة بتاعتي في الكتاب بس انا هادسكاور او هاكتشف ان دي مش المaterials ومش التول الصحيحة فان انا اعمل repair او تصليح لالpaper دي ولكتاب بتاعي فهعمل حاجة اسمها improve او التحسين وهغير المaterials او المواد واستخدم materials ثانية او another materials واستخدم مثلا paste tape ال paste tape او شريط اللاسق ان انا السق بيه الpaper دي في المكان بتاعها in my book او في الكتاب بتاعي فهنا انا عملت improve او عملية تحسين في ال plan بتاعتي او في الخطة بتاعتي علشان اوصل لنتيجة افضل وحل ال problem بتاعتي او المشكلة بتاعتي بشكل احسن فان انا رسمت في الاخر صورة البوك بتاعي والصفحة بتاعته ما فيهاش اعطوها لأي حاجة لاني استخدمت المaterials الافضل بعد ما عملت improve او تحسين ال plan بتاعتي او الخطة بتاعتي وبكده نكون انهينا شرح البيج دي وعرفنا يعني ايه improve او تحسين وازاي اي plan او اي خطة بتتكون من مجموعة من ال steps او من الخطوات وتكلمنا عنها وبكده نكون انهينا درس النهاردة اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس لو اعجبك الفيديو اعمل لايك اتمنى الاقي الف واحد استفادوا او الف لايك تحت الفيديو والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع درس والتواصل الاجتماعي والواتساب وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة وهتفرق معا كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان وانا سايب لكم ال links بتاعتها في ال description او في الوصف اسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسين الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايكو يا اصحابي النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج discover primary 2 الصف الثاني الابتدائي term 1 الترم الاول وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم كنا انهينا المرة اللي فاتت الشرح حتى page 49 او صفحة 49 والنهاردة هنبتدي نشرح page 50 او صفحة 50 وليسون 8 الدرس الثاني في شابتر 2 الفصل الثاني taking care of me taking care of me او اخذ العناية مني وعنوان الpage هنا بيقول vegetables from my garden vegetables الخضروات from من my garden الحديقة بتاعتي vegetables from my garden الخضروات من الحديقة الخاصة بي من الحديقة بتاعتي ومكتوب هنا follow اتبع along as جنبا الى جنب the teacher reads المعلم وهو يقرأ يعني انت انا هقرأ العبارة وانتو هتقولوا بعد كده ورايا follow along as the teacher reads ومكتوب هنا we have a small vegetable garden we have نحن نملك نحن لدينا a small vegetable garden حديقة خضروات صغيرة small يعني صغير and vegetable garden يعني حديقة خضروات احنا بنزرع فيها بعض الخضروات on the roof of our apartment building on the roof على السطح of our apartment building الخاص بالمبنى السكني اللي احنا عايشين فيه يعني عندهم garden صغيرة او small garden على السطح العمارة او المبنى السكني اللي هم عايشين فيه مرة ثانية we have a small vegetable garden on the roof of our apartment building today today يعني اليوم النهاردة i helped انا ساعت grandma grandma جدتي الجدة pick في قطف vegetables الخضروات for dinner for dinner للعشاء طلعت هي و جدتها علشان يؤطفوا بعض الخضروات من small garden دي علشان العشاء بتاعهم مرة كمان today i helped grandma pick vegetables for dinner وبعد كده نور بتقول لنا we picked spinach and egg plant spinach اللي هي السبانخ we eggplant اللي هو الباذنجان فهي قطفت هي و جدتها spinach spinach اللي هي السبانخ we eggplant and eggplant اللي هو الباذنجان مرة كمان we picked spinach and eggplant it was hard it was hard work كان عملا صعبا picking all of the spinach leaves picking يعني قطف all of the spinach leaves كل أوراق السبانخ كان عمل صعب بالنسبة لهم ان هما يؤطفوا كل أوراق السبانخ it was hard work picking all of the spinach leaves the eggplant was prickly prickly يعني مليء بالشوك يعني شائك اللي egg plant او نبات الباذنجان بيبقى فيه شوق كتير موجود في النبات بتاعه فهي بتقول لنا it was prickly it was prickly يعني كان مليء بالشوك it was hard it was hard to cut كان من الصعب النقطة the eggplant of the stem الباذنجان من الصوق بتاعته it was hard to cut the eggplant of the stem وبتقول لنا كمان صديقتنا نور بعد ما هما اطفوا the eggplant and the spinach نزلوا طبعا ودخلوا the apartment بتاعتهم او الشقة بتاعتهم فبتقول لنا عملوا ايه بعد كده وبتحكي لنا وبتقول when عندما we came inside we came inside احنا دخلنا الى الداخل we had to clean the vegetables we had to كان يجب علينا clean the vegetables ان ننظف الخضروات مرة كمان when we came inside we had to clean the vegetables the think the think اللي هو الحود اللي هو الحود اللي موجود في المطبخ was full of dishes was full of dishes يعني كان مليء بالاطباء the think was full of dishes it was hard to find space to clean the vegetables it was hard too انه كان من الصعب find space نجد مساحة نجد مكان to clean the vegetables ان احنا نظف فيها الخضروات دي it was hard to find space to clean the vegetables plus plus يعني الى جانب اضف الى هذا grandma grandma did not want me to use the towel لم ترد مني ان استخدم المنشفة we use for the dishes اللي احنا بننشف فيها الاطباء بيبقى فيه طبعا في الكاتشن او في المطبخ towel towel او منشفة اللي بيخصل طبق بعد كده بينشفوا بيها علشان خاطر ما يبقاش فيه مياه فهي جدتها قالت لاها ما تستخدميش التاول دي او المنشفة دي وانت بتنظفي الخضروات فبتقول مرة تانية plus اضف الى ذلك grandma did not want me grandma did not want me to use the towel we use for the dishes collecting healthy food collecting يعني تجميع healthy food الطعام الصحي for dinner للعشاء was hard work was hard work كان عملا صعبا مرة تانية collecting healthy food for dinner was hard work وبكده نكون عرفنا نور والجراند ما بتاعتها او جدتها كانوا بيعملوا ايه وعملوا ايه للعشاء بتاعهم وجمعوا ازاي healthy food او طعام صحي علشان يكلوا وتبقى صحتهم احسن ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معيه ونوصل لبيج 51 او صفحة 51 وانوانها my groups first plan my groups first plan الخطة الاولى للمجموعة بتاعتنا وطبعا هنا اصحابي المفروض ان انتو في ال classroom او في حجرة الفاصل يعني هتتقسموا لgroups او لمجموعات كل group منكم هتعمل plan او خطة ال plan دي هتوضح فيها product product او منتج ممكن يكون tool مثلا او حاجة معينة بتساعد مثلا في تنظيف ال vegetables او الخضروات او في ان احنا نعمل لها collecting و picking او ان احنا نقطفها بيها ونجمعها بيها المهم ان product ده او tool دي تكون useful او تكون مفيدة في الموضوع الخاص بال vegetables او الخضروات وان احنا نعمل بيها cleaning او ان احنا نعمل بيها collecting زي ما قلنا فكل group منكم هيبقى ليه plan بتاعته او الخطة بتاعته وبعدين بعد ما تفكروا في product ده او في المنتج ده انتو هترسموله صورة هنا كل واحدة يرسم صورة product ده او المنتج ده هنا هوت وبالتالي نكون حددنا first plan بتاعتنا او الخطة الاولى بتاعتنا مرة تانية my group's first plan وبيقول لنا هنا draw urson your group's first plan فانتو هترسموا هنا صورة product او المنتج اللي انتو هتعملوه انتو والمجموعة بتاعتكو زي ما قلنا من شوية ونتنقل الpage اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لpage 52 او صفحة 52 وانوانها planning a commercial planning يعني تخطيط a commercial commercial يعني اعلان تجاري المفروض بعد ما احنا عملنا product بتاعنا في first plan او في الخطة الاولى بتاعتنا عايزين نعمله commercial او اعلان تجاري بحيث ان احنا نبيعه بقى او نكسب فلوس كتير فهنا بيقول لنا ازاي تعملوله commercial او اعلان تجاري توضحوا فيه المزايا بتاعته والناس تشتريه منكو وتكسبوا فلوس فبيقول لنا هنا complete complete يعني اكمل the statements the statements العبارات to plan to plan لتخطط your commercial your commercial يعني اعلانك التجاري مرة ثانية complete the statements to plan your commercial اكمل العبارات لتخطط اعلانك التجاري ومدينا هنا مجموعة frames او مربعات كل مربع فيهم مكتوب فيه سؤال بيساعدك ان انت تعمل planning او تخطيط للكوميرشال بتاعك او للاعلان التجاري بتاعك فاول فريم هنا مكتوب فيه what does your product do what does your product do ما الذي يفعله المنتج بتاعك فخلينا نفترض يا اصحابي ان احنا نعمل brush او فورشة نلظف بيها ال vegetables او الخضروات فلو قلنا ان احنا نعمل product بتاعنا brush يبقى هي بتعمل ايه بتعمل cleaning the vegetables بتعمل تنظيف للخضروات يبقى هنا لما يقول لنا what does your product do هنقول هنا cleaning the vegetables او بتنظف الخضروات what vegetable بيقول لنا هنا what vegetable does it collect or clean ما الذي تفعله الخضروات بتنظفها او بتعملها تجميع هنكتب طبعا هنا clean لان هي زي ما قلنا بتعمل لها cleaning فهنكتب هنا clean بيقول لنا هنا how much does it cost how much does it cost who would want to buy it مين اللي ممكن يشتريها مين اللي ممكن يرغب في شراء التول بتاعكو دي او ال product بتاعكو ده فهنقول مثلا everyone كل واحد لان كل الناس عايزة تاكل vegetables نضيفة او خضروات نضيفة فبالتالي كل الناس هيحتاجوا ان هما يشتروا ال product بتاعنا او المنتج بتاعنا ده لان هو يسعدهم ان هما ياكلوا healthy food و very clean vegetable او خضروات نضيفة جدا فنكتب هنا everyone طب في الفريم اللي بعد كده بيقول لنا why is your product the best ليه المنتج بتاعك هو افضل منتج the best اللي هو الافضل هنقول مثلا because it has low price it has low price لانه سعره رخيص and high quality وجودة عالية ممكن نقول كده لو عايز تقول بسلا it has high quality بس ده كفاية عايز تقول it has low price بس وانه هو سعره قليل بس ده كفاية لكن عايز اجابة كاملة ممكن تقول it has low price and high quality انه هو سعره قليل جدا وجودته عالية جدا طب في الفريم اللي بعد كده بيقول لنا how will people order it how will people order it ازاي الناس هتعملوا order او هتطلبوا مننا هنقول مثلا they can call our phone number ممكن هما يتصلوا بالتليفون بتاعنا احنا هنعمل في الكميرشال بتاعنا رقم تليفون هما يقدروا يتصلوا به ويعملوا order او يطلبوا البرودكت بتاعنا هنقول هنا they can call our phone number ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 53 او صفحة 53 ولسه بنكمل مع بعض التخطيط بتاع الكميرشال بتاعنا او الاعلان التجاري بتاعنا وبيقول لنا هنا how will you hook hook يعني يصطاد وسعد بمعنى سنارة وخطاف ازاي انت هتقدر تصطاد your audience الجمهور بتاعك ازاي انت هتقدر تحصل على الجمهور بتاعك circle your strategy circle your strategy ضع دائرة حول الاستراتيجية بتاعتك ومدينا هنا مجموعة حاجات بيقول لنا هنا we will use feelings we will use feelings احنا هنستردم feelings اللي هي المشاعر هنقول مثلا هو مدينة هنا مجموعة اختيارات بيقول happy هنستردم الاحساس بتاع السعادة ولا سعاد الاحساس بتاع الحزن ولا angry الاحساس بتاع الغضب ولا scared الاحساس بتاع الخوف هنستردم اني احساسي اصحابي ايه هي الاستراتيجية بتاعتنا اللي هنستردمها في الكميرشال بتاعنا انا شايف ان احنا ممكن نستردم الاحساس بتاع وهنقول هنا we will use feelings happy اللي هو الاحساس بالسعادة لان الناس هتبقى سعيدة وهي بتنظف الخضروات بتاعتها وبتاع كلها وهي نظيفة ويبقوا مور healthy او بصحة افضل بيقول لنا هنا we will use an expert احنا هنستخدم expert يعني خبير وبيقول لنا هنا هو مين الexpert اللي انتو هتستخدموه او اللي هتستعينو به في عمل الكميرشال بتاعكم فممكن هنا تكتبوا اي اسم المهم من ده هيكون الexpert او الخبير اللي يساعدكم ان انتو تعملوا الاعلان بالفيلنج ده او بالاحساس ده اللي هو ايه الفيلنج happy فمثلا هنا ممكن تكتبوا مستر حسام ممكن تكتبوا اي اسم تاني وبيقول هنا we will use free gifts احنا هنستخدم free يعني مجاني و gifts gifts هدايا مجانية what ما او ماذا احنا ممكن نوزع بعض ال free gifts او الهدايا المجانية لبعض الناس فنكتب هنا مثلا we will send audience free gifts ونكتب هنا بين كوسين small small brushes او فرش صغيرة هنبعت لهم مصق بعض الفرش الصغيرة علشان يشتروا الفرشة كبيرة بتاعتنا ويعرفوا ان هي جودتها عالية فاحنا هنرسل لل audience بتاعتنا او الجمهور بتاعنا small brushes as a free gifts او بعض الفرش الصغيرة كهدايا مجانية وبيقول لنا هنا is there a phone number or website هل هناك phone number رقم telephone or website او موقع على الانترنت if so لو فيه يعني what is it what is it ما هو ممكن هنا نكتب مثلا zero one two three four five light منكمل رقم phone number وبكده نكون كتبنا ال contact بتاعنا او الاداة بتاعت الاتصال بتاعتنا واخر حاجة بيقول لنا هنا will you add هل سوف تضيف a tone a tone a tone يعني نغمة or jingle or jingle or running to make it memorable memorable يعني قابل للتذكر الناس تفتكروا بسهولة هتحط يا ترى نغمة معينة او رانين معينة في الكميرشال بتاعك او في الاعلام بتاعك علشان الناس تفتكروا بسهولة to make it memorable يعني عشان تخليه سهل التذكر yes ولا no هنكتب طبعا yes هنعمل tone خاصة بينا في الكميرشال بتاعنا علشان الناس تفتكروا بسهولة وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل البيج 54 او صفحة 54 وانونها my favorite commercial my favorite يعني المفضل بالنسبة لي commercial الاعلان المفضل بالنسبة لي اعلاني المفضل my favorite commercial وبيقول لنا هنا complete اكمل the statements the statements العبارات about عن الخاصة بي your favorite commercial اعلانك المفضل your favorite commercial يعني اعلانك المفضل فانا بيقول لنا tool اداء or device or device او جهاز being sold بيتباع هل يترى favorite commercial بتاعك خاص بي tool اداء ولا device جهاز being sold يعني بيتباع فيه انا مثلا ممكن اقول ان the favorite commercial خاص بي device هكتب هنا device device او جهاز لان انا مثلا بحب اعلانات الخاصة بالتابلت او بالموبايل او بالكمبيوتر فانا اكتب هنا device حد تاني ممكن يكتب tool لو هو حابب مثلا اعلان خاص باداة معينة وبيقول لنا هنا this is my favorite commercial because because لي هذا هو اعلاني المفضل because لان they offer a free gift ان هما بيعرضوا بعض الهدايا المجانية because they offer a free gifts او ان هما بيعرضوا بعض الهدايا المجانية وبيقول لنا هنا circle بعد ارة حول all that apply all that apply كل الحاجات الموجودة في favorite commercial بتاعك او في الاعلان التجاري المفضل بالنسبة لك فبيقول لنا هنا i would buy this tool or device انا ممكن اشتري tool او device دي الموجودة في ال commercial هل يطرق ده متوفر في favorite commercial او الاعلان التجاري المفضل بالنسبة لك ولا لا لو ده متوفر فيه هنعمل حوالي circle بيقول هنا كمان this commercial هذا الاعلان التجاري used used an expert استخدموا فيه خبير ولا offered free gifts ولا هما بيعرضوا هدايا مجانية لهم عندهم expert او خبير خاص بالاعلانات هتعمل حواليها circle ولو هما بيعرضوا free gifts او هدايا مجانية هتعمل حواليها هيا دي كمان circle بيقول لنا هنا كمان i know انا اعرف انا اعلم how to order كيف اطلب this tool or device ان انا ازاي اطلب التول دي او الدفايس دي ازاي اتصل بهم وتواصل معهم واطلب التول او الدفايس في الكميرشال ده او في الاعلان التجاري ده لو انت عارف ازاي تقدر تعمل order او تطلب التول الموجودة في ال favorite commercial او في الاعلان التجاري المفضل بالنسبة لك اعمل هنا circle this commercial هذا الاعلان التجاري had a catchy tone or jingle catchy يعني جذاب يعني attractive بيجذب انتباهك ده اسمه catchy catchy يحصل على انتباهك بسهولة وبياخد انتباهك هل يترى الفيفوريت commercial بتاعك او اعلانك التجاري المفضل ده فيه catchy tone او نغمة جذابة كده بتجذب الانتباه ولا لا لو فيه catchy tone اعمل حواليها circle بيقول بعد كده the group المجموعة او الناس الخاصة بالاعلان ده used استخدموا extra props extra props ادوات خاصة بالعرض or posters او صور او ملصقات هما استخدموا ملصقات اكتر وادوات خاصة بالعرض اكتر ترشاف الملصقات بتاعتهم موجودة مثلا في الشوارع وال props بتاعتهم في الاعلان او الادوات اللي بيوضحوا بيها الاعلان بتاعهم موجودة بشكل كبير تقدر تعمل حوالين statement دي او العبارة دي circle بيقول لنا هنا كمان هذا الاعلان التجاري made me جعلني feel اشعر اشعر بيه happy لو بالسعادة اعمل circle sad بالحزن اعمل circle worried ورد بالقلق اعمل circle angry بالغضب اعمل حواليها circle فاتعمل طبعا circle حوالين feeling اللي انت حسيت بي او الشعور اللي انت حسيت بي وانت بتشوف الفيفوريت كوميرشيل بتاعك او اعلانك التجاري المفضل وبكذا نكون انهينا البيج دي ونتنال لاخر بيج في الشابتر ده خليكم معي ونوصل لاخر بيج في شابتر 2 وهي بيج 55 او صفحة 55 وعنوانها myself assessment myself assessment تقييمي الذاتي تقييم نفسي وطبعا احنا اتفقنا ان كل شابتر بيبقى فيه في الاخر self assessment self assessment او تقييم نفسي لان هو طبعا في المنهج الجميل بتاع discover بيعلمنا نعمل حاجة اسمها working together او ان احنا نعمل معا working in a group ان احنا نشتغل فيه شكل مجموعة ونبقى فيه بيننا وبين بعض co-operation co-operation او تعاون فهنا بيقول لنا myself assessment او تقييمي النفسي وبيقول لنا هنا read اقرأ each statement each statement كل عبارة for each row for each row لكل صف من الصفوف color لون the stars النجوم in the box in the box في الصندوق that describes that describes اللي بتصف your effort your effort مجهودك فانت هتلون عدد النجوم اللي بيعبر عن الحالة اللي انت وصلت لها مع group بتاعك او المجموعة بتاعتك وانتو هنا بتعملوا commercial بتاعكو او اعلانكو التجاري فهنا بيقول لنا اول حاجة academic content academic content محتوى اكاديمي ازاي ترى الكميرشل بتاعكم كان professional او كان احترافي كان ليه شكل اكاديمي ينفع فعلا يتعرض في التلفزيون او يتعرض على audience حقيين ده اسمه academic content او المحتوى الاكاديمي فبيقول لنا هنا في اول اختيار i used انا استخدمت the engineering design engineering design التصميم الهندسي process عملية التصميم الهندسي with help with help مع المساعدة يبقى انا قدرت اصمم تصميم هندسي وقدرت اعمل عملية التصميم الهندسي with help بالمساعدة تاني اختيار بيقول لك i used انا استخدمت the engineering design process عملية التصميم الهندسي to plan للتخطيط and create a tool وكمان قدرت انشئ tool او اداة لو انت قدرت تعمل ده لازم تعمل هنا coloring لل two stars مش one star اما الاختيار التالي بيقول لنا i used انا استخدمت the engineering design the engineering design process او عملية التصميم الهندسي to plan لاخطط and create وانشئ وانشئ a tool of performance quality of performance جودة الاداء quality of performance يعني جودة الاداء وطبعا هنا بيقول لنا اول اختيار الاختيار انا استخدمت words words الكلمات and or 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 to clearly describe my plan to clearly describe لاصف بوضوح my plan خطتي خطتي in detail in detail with my group or completing my task او ان اكمل المهمة بتاعتي لو انت كان عندك بعض المتاعب او some troubles ان انت تعمل complete وتكمل task المهمة بتاعتك لون one star او اعمل color لستار واحدة الاختيار التاني بيقولك I worked انا عملت well جيدا with my group مع المجموعة بتاعتي and completed واكملت my task وكملت كمان task بتاعتي او المهمة بتاعتي لو انت شخص ده اعمل coloring لtwo stars او لنجمتين واخر اختيار بيقول هلنا I was a leader انا كنت قائد leader يعني قائد in my group في المجموعة بتاعتي helping بساعد others الاخرين work together ان احنا نعمل معا and complete and complete واكمل their tasks their tasks مهامهم فانا كنت بساعدهم وكنت leader معاهم او قائد معاهم ان هم يكملوا their tasks او المهام الخاصة بيهم لو انت الشخص ده اعمل coloring او لون three stars او ثلاث نجوم زي ما احنا شايفين قدامنا وبكده نكون انهينا البيج دي وانهينا معاها chapter two او الفصل التاني taking care of me اخذ العناية مني وبكده نكون انهينا شرح درس النهاردة اتمنى ان انتو تكونوا استفدتم لو اعجبك الدرس اعمل like اتمنى الاي الف واحد استفادوا او الف like تحت الفيديو والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب وخليك متأكد دايما انه في حد غيرك محتاج المعلومة وبتفرق معاك كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وع المجموعة بتاعتنا كمان وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم استر حسام الصياد من قناة فلاش التعلمية افهم وتعلم ببساطة ازايكو يا اصحابي النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج الصف الثاني الابتدائي term 1 الترم الاول والنهاردة هنبتدي نشرح الفصل الثالث عندما 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 اكبر عندما اكبر عندما اكبر وبيكلمنا عن كل واحد فينا نفسه يكون ايه عندما يكبر انواع الوظائف الوظائف اللي احنا ممكن نشتغل فيها لما نكبر هل يطرى هتكون صناعية ولا تجارية ولا زراعية هنعرف ده بالتفصيل في الشابتر ده او في الفصل ده وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب والم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ونوصل لبيج 59 او صفحة 59 وهي اول بيج في شابتر 3 وانوانها كاتيجورايزنج جابس كاتيجورايزنج يعني تصنيف جابس الوظائف كاتيجورايزنج جابس تصنيف الوظائف وهنتعرف دلوقتي على الاصناف او الانواع الخاصة بالوظائف بيقولنا هنا look انظر at the personal categories التصنيفات الشخصية personal categories يعني التصنيفات الشخصية below بالاسفل كل واحد طبعا بكل نوع من انواع الوظائف بيبقى لها category او تصنيف معين list jobs اسمع قائمة بالوظائف from the class job web من شبكة الوظائف الخاصة بالفصل in each category في كل تصنيف فطبعا هنا اصحابي المفروض التيتشر بتاعنا هيسأل كل واحد فينا عايز يكون ايه ويشتغل ايه لما يكبر فكل واحد هيختار الوظيفة بتاعته وبعدين هنبتدي نعمل categorizing او تصنيف للجوبس دي او للوظائف دي في الكاتيجوريز او في التصنيفات الموجودة هنا اول تصنيف هنا يا اصحابي agricultural agricultural يعني زراعي agricultural تاني تصنيف industrial يعني صناعي تالت تصنيف commercial commercial يعني تجاري ربع تصنيف tourism يعني سياحي واخر واحد other يعني اخرى فعندنا هنا five categories او خمس تصنيفات agricultural industrial commercial tourism other فطبعا اول حاجة agricultural او التصنيف الزراعي ممكن واحد من اصحابنا في classroom او مجموعة مثلا يبقى عايزين اشتغلوا jobs او وظائف تابع التصنيف ده او تندرج تحت التصنيف ده ايه ممكن تكون الوظائف اللي تندرج تحت التصنيف ال agricultural او التصنيف الزراعي زي مثلا agricultural engineer agricultural engineer او مهندس زراعي حد مثلا من اصحابنا عايز بعد ما يكبر يدخل كلية الزراعة ويبقى مهندس زراعي او agricultural engineer مهندس زراعي يبتدي يزرع المحاصيل المختلفة ويعالج المشاكل الخاصة بالنباتات المختلفة ده اسمه agricultural engineer او مهندس زراعي ممكن حد تاني عايز يبقى عنده حقله يبقى farmer farmer او مزارع عادي ويبقى اسمه farmer او مزارع يبقى فيه two kinds of jobs او نوعين من الوظائف تحت الكاتيجوري ده او تحت التصنيف ده اول حاجة agricultural engineer او مهندس زراعي تاني حاجة farmer او مزارع industrial او صناعي ممكن يكون تحت منه مجموعة من الجوبز زي مثلا construction worker او عامل بناء construction worker يعني عامل بناء ممكن حد يبقى عايز يشتغل عامل بناء ويبقى construction worker او عامل بناء وده بيبقى تحت industrial category او التصنيف الصناعي تبقى commercial او التجاري زي مثلا لو حد من classmates او اصدقائنا في الفصل عايز يطلع شغال في بنك او يبقى banker banker او شخص شغال في بنك ممكن كمان يكون حد تاني عايز يفتح مشروع او يشتغل بيبيع سلعة معينة زي مثلا grocer او البقال ممكن حد تالت يكون عايز مثلا يفتح محل متخصص في حاجة معينة زي الجزار يبقى butcher او جزار يبقى commercial تحت منها انواع مختلفة من jobs او من الوظائف banker banker موظف بنكي grocer grocer بقال butcher butcher يعني جزار طب tourism tourism او السياحي tourism category او التصنيف السياحي زي مثلا tour guide tour guide او مرشد سياحي tour guide يعني مرشد سياحي وزي مثلا الconcierge الconcierge او موظفين لاستقبال الخاصين بالفنادق concierge يبقى tour guide او concierge tour guide يعني مرشد سياحي او concierge concierge موظف استقبال الفندق او موظفة استقبال الفندق طب other other يعني اخرى other category او التصنيف اللي ما بينداركش تحت 4 categories او تحت الاربع تصنيفات بيبقى في نوع كده انت مش عارف تصنفه تحت اي تصنيف منهم مثلا زي computer programmer computer programmer أو مبرم الكمبيوتر انت مش هتقدر تحطه تحت agriculture ولا تحت industrial ولا تحت commercial ولا تحت tourism فده يعتبر other فاحنا كده عرفنا يعني ايه categorizing jobs او تصنيف الوظائف وعرفنا categories المختلفة او التصنيفات المختلفة الخاصة بكل job او بكل وظيفة ونتنقل الpage اللي بعد كده خليكم معكم ونوصل لpage 60 او صفحة 60 وانوانها نورز parents نورز parents يعني والدي نور هنا بنتكلم طبعا عن jobs او الوظائف الخاصة بنورز parents او بوالدي نور ومكتوب هنا follow along as the teacher reads aloud follow along as اتباع جنبا الى جنب هتقول ورايا the teacher reads aloud the teacher reads aloud يعني عندما يقرأ المعلم بصوت عالي وهنا في اول صورة في صورة نورز dad او والد نور ومكتوب جنبها my dad is a construction worker my dad is a construction worker يعني والدي هو عام البناء in Cairo in Cairo في القاهرة he helps build new buildings he helps a tool built he wear هو يرتدي a tool built يعني حزان ادوات حزان بيلبسوا حوالين وسطه بيحط في tools بتاعته and and a hard hat hard hat hard hat يعني طائية صلبة طائية نشفة الطائية اللي احنا شايفينها في الصورة دي اللي بتحمي اللي بتحمي رأسه من اي حاجة ممكن تغبط فيها دي اسمها hard hat يبقى he wears a tool built and a hard hat the hat الطائية دي او القبع دي protects بتحمي his head رأسه the hat protects his head his tool built holds his tool built holds يعني حزام الادوات بتاعه holds بيحمل all his special work tools all his special work tools الادوات الخاصة بالشغل بتاعه يبقى his tool built holds all his special work tools في الصورة التانية هنلاقي نورز مام او والدة نور ومكتوب جنبها my mom works والدتي تعمل in a hotel in a hotel في فندق my mom works in a hotel she is the concierge she is the concierge هي موظفة الاستقبال اللي بتعابل ان visitors والناس اللي هتنزل في الفندق she is the concierge she helps هي تساعد visitors الزائرين find ان يجدوا places places اناكن to eat to eat ليأكلوا فيها and thanks واشياء to do يفعلوها يبقى اي حد يبقى اي حد يبقى اي visitor جاي الحوتل او جاي الفندق هي بتساعدوا انه هو يلاقي المكان اللي هو ممكن يكل فيه واي حاجه هو بيدور عليها عايز يعملها هي بتساعدوا فيها ما را كمان she helps visitors she helps visitors find places to eat and things to do she uses هي تستخدم the phone التليفون and a computer والكمبيوتر to connect people to connect people للتتصل بالناس وتتواصل معهم يعني and and answer questions and answer questions وتجيب على الاسئلة ما را كمان she uses the phone and a computer to connect people and answer questions يبا كده عرفنا الجوبس او الوظائف الخاصة بنورس parents الخاصة بنورس parents او الخاصة بوالداء نور والدها شغال construction worker والدتها شغالة concierge concierge او موظفة استقبال وارشاد ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 61 او صفحة 61 وعنوانها my interests my interests يعني اهتماماتي interests يعني اهتمامات my interests يعني اهتماماتي وهنا بيقول لنا draw ارسم to share to share لتشارك several several متعدد of your interests اهتمامات متعددة ليك draw to share several of your interests ارسم لتشارك بعض الاهتمامات المتعددة ليك فطبعا هنا مدينا مساحة فاضية ونرسم فيها interests بتاعتنا المختلفة مثلا ممكن حد بيحب take care of pets and animals يعمل يعتني بالحيوانات الاليفة والحيوانات بصفة عامة ممكن يرسم صورة لنفسه هنا وهو بيربي بعض الحيوانات وبيعمل taking care of them او بيعتني بهم ممكن حد تاني مثلا يكون بيحب fixing things in his house او ان هو يصلح الاشياء في منزله فيرسم نفسه هو بيعمل fixing او تصليح لالاشياء في البيت بتاعه وهكذا فهنرسم هنا الانتريست بتاعتنا او الاهتمامات بتاعتنا في المكان ده ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 63 او صفحة 63 وعنوانها analyzing analyzing يعني تحليل our survey our survey الاستقصاء بتاعنا الاستفتاء بتاعنا فانا مثلا يا اصحابي لما اجي اقف وسط ال classroom واقول لكم مثلا بعض الاسئلة علشان اعرف منكم بعض المعلومات المختلفة مثلا اقول لكم مين بيحب نوع معين من الفاكهة ومين بيحب نوع ثاني ومين بيحب نوع ثالث وعرف كل واحد بيحب ايه ده يعتبر survey او استقصاء يعني انا بسألكم بس بقى بعرف منكم بعض المعلومات ده اسمه استقصاء او survey survey او الاستقصاء ده بيساعدني ان انا افهم الحاجات اللي انتو بتحبوها الحاجات اللي انتو بتكرهوها حاجات انتو عايزينها حاجات انتو مش عايزينها دي بتكون وظيفة ال survey او الاستفتاء او الاستقصاء ده فهنا analyzing يعني تحليل احنا عندنا survey وعايزين نحلل ونعرف البيانات اللي فيه analyzing our survey يعني تحليل الاستفتاء او الاستقصاء بتاعنا وهنا بيقول لنا count add how many كم عدد checks العلامات you made اللي انت عملتها in each box في كل صندوق on the previous page on the previous page في الصفحة السابقة انت طبعا قلت في الصفحة السابقة your interests او الاهتمامات بتاعتك هنشوف هنا الانترست او الاهتمامات بتاعتك دي موجودة في cambox من البوكس الموجودة في ال survey هنا هنشوف انت رسمت منها ايه وكانت من الاهتمامات بتاعتك او from your interests واتعدها وبالتالي هنكون هنا عملنا analyzing او تحليل للسرفي بتاعنا او الاستقصاء بتاعنا بيقول لنا كمان write octob that number that number has a record on the line على الخط in the matching box below in the matching box below في صندوق التوصيل الموجود بالاسفل فبوكس number one مكتوب هنا agricultural jobs agricultural jobs agricultural jobs يعني الوظائف الزراعية واول حاجة مكتوبة taking care of pets taking care of pets and animals يعني الاعتناء بال pets او بالحيوانات الاليفة and animals والحيوانات لو انت الشخص ده وده كان from your interests هتعمل عليها check وهتعدها ويبقى كده هنا واحد طب ثاني حاجة taking care of garden taking care of garden الاعتناء بالحديقة لو ده كان from your interests يبقى هنعمل هنا check ويبقى كده اتنين طب لو كان hiking and watching wild life hiking يعني التنزه يعني ان احنا نتمشى في الطبيعة and watching wild life ومشاهدة الحياة البرية لو ده كان from your interests هتعمل عليها علامة ويبقى كده 3 فهنكتبنا على اللاين الموجود جنب بوكس 1 وهنكتب عليها 3 طب في البوكس number 2 مكتوب industrial jobs industrial jobs او الوظائف الصناعية اول حاجة بيقول لنا fixing sinks in your house fixing sinks in your house اصلاح الاشياء في منزلك لو ده كان from your interest هتعمل عليها check او علامة وهيبقى كده 1 seawing or knitting يعني الحياكة الخياطة seawing يعني الحياكة or knitting او الخياطة لو انت مهتم بالحياكة هنعمل عليها check وهيبقى كده 2 ثالث حاجة building sinks بناء الاشياء with tools بالادوات blocks والقوالب and so on وهكذا لو انت الشخص اللي بيعمل building او بيبني thanks الاشياء with tools بالادوات blocks والقوالب and so on وهكذا هنعمل عليها check ويبقى كده في 3 يبقى هنكتب هنا 3 في box number 2 طف box number 3 commercial jobs commercial jobs او الوظائف التجارية فندينا اول حاجة بيقول لنا selling sinks بيع الاشياء selling يعني بيع sinks الاشياء in your neighborhood in your neighborhood في المنطقة السكنية اللي انت ساكن فيها لو ده from your interests او من الاهتمامات بتاعتك هتعمل عليها check وهيبقى number 1 ثاني حاجة بيقول لك giving people advice اعطى الناس advice نصيحة on what to buy on what to buy فيما يشتروا لو انت ده from your interests او من الاهتمامات بتاعتك هتعمل عليها check ويبقى كده 2 using a cash register يعني انت تستخدم كشكول او دفتر سجل فيه الفلوس اللي انت بتصرفها والفلوس اللي انت بتاخدها او بتكسبها ده اسمه cash register او تسجيل النقدية تسجيل الفلوس لو انت ده من الاهتمامات بتاعتك او from your interests هتعمل عليها check وهيبقى هنا 3 فهتكتب 3 فهتكتب 3 في box number 3 طب box number 4 فيه tourism jobs tourism jobs او وظائف السياحية فاول حاجة بيقولك planning a trip planning a trip تخطيط لرحلة او حدث من الاحداث لو انت ده from your interests او من الاهتمامات بتاعتك هتعمل عليها check وهيبقى number 1 تاني حاجة بيقولك cooking الطبخ baking الخبز and serving meals وتقديم الوجبات serving يعني تقديم meals الوجبات لو ده from your interests او من الاهتمامات بتاعتك هتعمل عليها check وهيبقى كده 2 تبتلت حاجة بيقولك playing sports playing sports lab area dot or other activities او الانشيطة الاخرى لو ده from your interests او من الاهتمامات بتاعتك هتعمل عليها check وهيبقى كده عندنا 3 interests هنا وهنكتب في box number 4 3 زي ما احنا شايفين قدامنا و box number 5 او صندوق رقم 5 STEM jobs STEM jobs او وظائف STEM STEM هنا اختصار لحرف الاس اختصار لكلمة science science يعني العلوم والT خاصة بتكنولوجي technology التكنولوجيا والE خاصة ب engineering engineering الانجينيرينج او الهندسة والم خاصة بالماث فبيختصروا الاربع وظائف دول اللي هي science والتكنولوجي والانجينيرينج والماث بياخدوا حرف من اول كل كلمة و بيسموها STEM jobs او وظائف STEM او وظائف اول حاجة عندنا هنا designing designing experiments designing بسمين experiments التقارب لو انت من اهتمامك ان انت تعمل designing او تصمم experiments التقارب فنعمل هنا check او ويبعندنا هنا one والاختيار التاني finding solutions finding ايجاد solutions حلول two problems two problems للمشاكل لو ده from your interests او من الاهتمامات بتاعتك هنعمل check ويبعندنا هنا two تالت حاجة learning about computers learning about computers التعلم ونحنا نتعلم اكتر about computers عن الكمبيوترز او الحواسيب فلو ده from your interests او من الاهتمامات بتاعتك هنعمل check ويبعندنا هنا في box number five three وبكده نكون عرفنا نحدد our interests او الاهتمامات بتاعتنا تبع which category او تبع اي تصنيف من five categories دي او من الخمس تصنيفات دي اللي هي agricultural jobs او الوظائف الزراعية و industrial jobs او الوظائف الصناعية و commercial jobs او الوظائف التجارية و tourism jobs او الوظائف السياحية و STEM jobs اللي هي science technology engineering and math jobs الوظائف الخاصة بالعلوم وبالتكنولوجيا وبالهندسة وبالرياضيات وبكده نكون انهينا شرح درس النهاردة اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس لو اعجبك الفيديو اهم اللايك اتمنى الاي الف واحد استفاده او الف لايك تحت الفيديو والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعالمجموعة بتاعتنا كمان وانا سايب لكم اللينك بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم استر حسام السياد من قناة فلاش التعلمية افهم وتعلم ببساطة ازايكو يا اصحابي النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج discover primary 2 الصف الثاني الابتدائي term 1 term الاول ولسه بنكمل مع بعض شرح chapter 3 الفصل الثالث when i grow up عندما اكبر وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ باسم الله الرحمن الرحيم والنهاردة هنبدأ مع page 64 او صفحة 64 ولسه بنتكلم عن categories او التصنيفات الخاصة بالjobs المختلفة او بالوظائف المختلفة وكننا عرفنا اول تصنيف هو الوظائف الزراعية وهنا بيقول لنا observe يعني لاحظ العمال في الصفحة في الصفحة ما المهمات ما هي المهام are the workers performing التي يؤديها العمال performing هنا يعني يقوم بها يؤديها ينفذها what tools ما الادوات are being used المستخدمة يعني ايه هي الوظائف اللي هما بيقوموا بها وكمان ايه هي ال tools او الادوات اللي بيستخدموها في عمل الوظائف دي فزي ما احنا شايفين يا اصحابي في عندنا صورتين في ال page هنا اول صورة فيها جرار زراعي او tractor tractor يعني جرار زراعي الفارمر او الفلاح بيحرز الارض بيحرز الارض يعني بيخليها فيها بعض الشقوق والحفر علشان خاطر بعد كده لما يجي يحط البزور اللي بيزرع بها النباتات يقدر يحطها في الشقوق دي بسهولة وبعدين يقفل عليها ويرويها بالمية ويطلع نباتات جديدة فان هو يحرس الارض يحرسها يعني يشققها ويخليها تبقى مشققها كده مش مش مسكة في بعضها لما يرمي البزور بعد كده يقدر يزرع النباتات بسهولة ويرويها بسهولة فالتراكتور او الجرار بيساعده في ده بطريقة اسرع بدل ما يقعد يعمل ده بالفاس بيعمله بالتراكتور او بالجرار فطبعا الجرار يعني تراكتور يحرس الارض يعني بلوز بلوز يعني يحرس الارض يبقى اول حاجة احنا عارفنا الصورة ايه هي الطول اللي موجودة فيها والجوب اللي بيقوم بيها الفلاح او الفارمر ان هو بيعمل بلوز زالاند او ان هو بيحرس الارض احنا لسه نكتب الكلام ده في اسفل البيج بس لازم نكون فاهمينه الاول تاني صورة موجود فيها الفارمر او الفلاح وهو بيشيل الاعشاب الضارة من النباتات وهو كمان بيعمل حاجة اسمها الحصاد للنباتات المختلفة والاعشاب المختلفة علشان بعد كده يستخدمها في حياته ويستخدمها بعد كده لطعم الحيوانات بتاعته ويباعها وهكذا ان هو يحصد النباتات والحشائش ده اسمه salam reaps يعني حصد زي harvest بالزبط يعني حصد زيها زي harvest بالزبط بس reaps هنا الي هو الحصاد الي احنا بنكلم عنه بيستخدم حاجة اسمها ساكل ساكل يعني المنجل الي هي السكينة المتنية في ايده دي بيقطع بيها الاعشاب والحشائش ساكل يعني منجل فهو بيعمل فهنقول بقى الكلام ده مرة تانية هنكتب هنا في البيج من تحت The farmer plows the land using tractor The farmer plows the land using tractor دعوا الصورة الصورة التانية The farmer reaps the plants using the sickle The farmer reaps the plants using the sickle وبكذا عرفنا يعني ايه tractor ويعني ايه sickle يعني ايه plows يعني ايه يعمل حرص للأرض ويعني ايه كمان reaps أو يعني ايه يحصد النباتات المختلفة ونتميل للبيج البعض كذا خليكم معي ونوصل لبيج 65 او صفحة 65 وانوانها industrial industrial يعني صناعي وهنا بنتكلم عن industrial jobs او الوظائف الصناعية وبيقول لنا هنا observe يعني لاحظ the workers on the page the workers on the page العمال في الصفحة what tasks what tasks ما هي المهام are the workers performing are the workers performing اللي بيقوم بيها العمال بيؤدوها what tools what tools ما الادوات are being used are being used المستخدمة فزي ما احنا شايفين يا أصحابي في عندنا two pictures او صورتين هنا اول picketure او اول صورة فيها electrician فيها electrician electrician او راجل كهربائي عامل كهرباء electrician وهو بيعمل fixing او بيصلح electrical faults electrical faults او الاعطال الكهربائية يبقى electrician او الراجل عامل الكهرباء ده بيعمل fixes او بيصلح بيعمل fixing بيصلح electrical faults electrical faults اللي هي الاعطال الكهربائية طب بيعمل ده بيستخدم فيه ايه بيستخدم فيه المفك اللي هو بنسميه screwdriver screwdriver يعني المفك يعني المفك او مفك البراغي يبقى هو بيعمل ايه مرة تانية بيعمل fixes او بيصلح electrical faults electrical faults الاعطال الكهربائية using مستخدم screwdriver screwdriver او المفك او مفك البراغي طب الصورة التانية فيها ايه اصحابي الصورة التانية زي ما احنا شايفين فيها construction workers construction workers او عمال بناء الناس اللي بتبني المباني المختلفة بيبنوا المبنى او بيعملوا building دي الbuildings دي المختلفة طب بيستخدموا ايه بيستخدموا حاجة اسمها hammer hammer او مطرقة شاكوش يعني and و so so اللي هو المنشار يبقى بيستخدموا الhammer الhammer او المطرقة الشاكوش and so so اللي هو المنشار نكتب الكلام ده في اخر البيج ايجا تحتو نقول اول حاجة electrician fixes electrical faults using screwdriver electrician fixes electrical faults using screw driver ده اول حاجة تاني حاجة construction workers construction workers عمال البناء uses بيستخدموا hammer and so hammer اللي هي المطارق المختلفة and so so والمناشير اللي هي جمع منشار so زي ما قلنا من شوية ونكمل البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 66 او صفحة 66 وبنتكلم فيها عن commercial jobs الcommercial التقاري وهنا بيقول لنا observe observe يعني لاحظ the workers on the page the workers on the page العمال في الصفحة what tasks are the workers performing what tasks ما هي المهام are the workers performing التي يؤديها العمال what tools مع الأدوات are being used are being used المستخدمة وطبعا عندنا هنا صورتين في البيج دي أصحابي أول صورة في سيدة بتشتري حاجات تقريبا من السوبر ماركت والموظفة هنا ماسكة في أديها آلة كده صغيرة بتقول لها لو حابرتك معاك كارت ممكن تدفعي عن طريقه الآلة الصغيرة دي أصحابي اسمها direct debit machine direct debit machine أو بيسموها آلة الخصم المباشر لما يبقى حد مش معها فلوس بس بيبقى ATM كارت أو اللي هو الكارت بتاع بابا وماما اللي هو credit كارت أو debit كارت بيقدر يشتروا بيه حاجات من السوبر ماركت بيحطوا الكارت في الآلة دي والآلة دي بتخصم من الكارت اللي معاهم قيمة الحاجات اللي هم اشتروها فدي بيسموها direct debit machine direct debit machine أو آلة الخصم المباشر اللي بنستخدمها لما بيقم معا كارت وعايزين ندفع بي قيمة المشاريعات بتاعتنا اما الصورة التانية فهي في pharmacy pharmacy أو صيدلية في هنا pharmacist pharmacist أو صيدلية دكتورة صيدلانية وقفة وبتستخدم الكمبيوتر واللابتوب في مهي تنظم الأدوية اللي عندها في pharmacy أو الصيدلية علشان الدنيا تبقى ملظمة بشكل أكبر فهنا هنكتب في السطر الأولاني هنقول أول سطر هنكتب في اللي هي الكاشير أو الموظفة بتاخد الفلوس من الناس بعد ما يشتروا دي اسمها الموظفة هنكتب money collector uses direct debit machine money collector uses direct debit machine دي أول حاجة وفي السطر التاني هنقول pharmacist cells medications uses computer pharmacist cells medications uses computer يعني الصيدلانية الدكتورة الصيدلانية بتبيع الأدوية ومستخدمة في ذه الكمبيوتر بيساعدها في أداء الوظيفة دي وكان نكون أنهينا البيج دي ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معين ونوصل لبيج 67 أو صفحة 67 وعنوانها tourism tourism بيكلمنا هنا عن tourism jobs أو الوظائف السياحية وبيقول لنا هنا observe the workers on the page لاحظ العمال في الصفحة وبيقول لنا هنا what tasks are the workers performing ما المهام التي يقوم بها العمال what tools ما الأدوات are being used المستخدمة وفي عندنا هنا two pictures أو صورتين أو الصورة فيها الreception أو الاستقبال بتاع الهوتل أو الفندق وموجود في الreceptionist والconcierge الreceptionist موظف الاستقبال والconcierge موظفة الاستقبال والمساعدة وفيه كمان visitor visitor أو زائر المفروض ان هم بيساعدوا علشان يشوفوا هو عايز ايه ويوصلوا للمكان اللي هو عايز عايز يحجز روم حيحجزوا روم عندهم لو عايز يروح الrestaurant أو المطعم علشان يعكل حيساعدوا في ده برضو أما في الصورة التانية ففيه tour guide أو مرشد سياحي ومعه tourists tourist أو سواح فيه tourist site أو في مكان موقع سياحي بيساعدهم وبيخليهم يستمتعوا بيومهم في tourist site أو في الموقع السياحي ده فنكتب في أول receptionist assists visitors uses brochures and pamphlets البروشورز والpamphlets دولي أصحابي اللي هي المطبوعات الصغيرة اللي بيمسكوها في أديهم الreceptionist دول اللي فيها بيانات المطاعم اللي موجودة في الهوتل أو في الفندق ده المتاجر اللي فتحة بتبيع أي وكمان الموعيد بتاعت كل حاجة ده اسمها brochures منشورات دعائية بيوروها للناس يعرفوهم معلومات عن طريق استخدامها فمرة تانية receptionist موظف الاستقبال assist assist بيساعد visitors visitors الزوار uses uses مستخدما brochures and pamphlets brochures and pamphlets المنشرات والمنشرات الدعائية المختلفة أما في السطر التانية فهنقول tourist guide المرشد السياحي helps بيساعد tourists tourists السواح in في tourist sites tourist sites المواقع السياحية tourist guide helps tourists in tourist sites في المواقع السياحية ونتمي للبيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 68 او صفحة 68 وبتتكلم عن STEM jobs STEM jobs وإحنا عرفنا STEM المرة اللي فاتت هي اختصار ل science technology engineering and math science العلوم technology التكنولوجيا engineering الهندسة and math والرياضيات الوظائف الخاصة بالحاجات دي بنسميها STEM jobs أو وظائف STEM وإحنا بيقول لنا observe the workers on the page لاحظ العمال في الصفحة what tasks are the workers performing ما الوظائف التي يؤديها العمال what tools are being used what tools are being used ما الأدوات المستخدمة وعندنا هنا two pictures أو صورتين أو الصورة فيها two scientists أو اثنين من العلماء بيستخدموا حاجات وأدوات بتاعتهم في طبعا lab lab أو المعمل طبعا واضح إن ده science lab أو معمل العلوم الصورة التانية فيها computer programmer أو مبرمجة computer قادة بتشتغل على computer بتاعها وبتصمم برامج مختلفة فطبعا واضح جدا إن ده computer programmer ففي السطر الأولاني هنكتب ونقول scientists العلماء users يستخدمون science lab science lab معمل العلوم scientists العلماء users يستخدمون science lab أما في السطر التانية هنقول computer programmer uses computers مبرمجين الكمبيوتر بيستخدموا الحواسيب ممكن كمان نقول users keyboards يستخدموا الكيبورد أو لوحة المفاتيح يبقى computer programmer وبرمج الكمبيوتر uses computer استخدم الكمبيوتر ونطنع للبيج اللي بعد كذا خليكم معي ونوصل لبيج 69 أو صفحة 69 وان وان ها my favorite topic my favorite topic موضوعي المفضل topic يعني موضوع الحاجة اللي انت بتفضلها بتفضل تتكلم فيها بتتفضل تتعلم فيها حاجات مختلفة ده اسمه topic وطبعا اللي انت بتفضله ده بيبقى اسمه favorite topic favorite topic أو الموضوع المفضل فبيقول هنا draw irsan and write واكتب to tell about علشان تخبر عن your favorite topic at school your favorite topic at school موضوعك المفضل في المدرسة فأنا مثلا الموضوع المفضل بتاعي at school أو في المدرسة الساينس الساينس أو العلوم اكتب هنا my favorite topic at school is science العلوم انا بحب العلوم my favorite topic at school is science وهامل draw ارسم مثلا الحاجات اللي انا بحب اعملها ارسم مثلا science tools أو الادوات العلمية سواء كانت مثلا ادوات مختبر مختلفة حاجات من الحاجات اللي احنا بنستخدمها في experiments أو في التجارب المختلفة والحاجات اللي احنا بنستخدمها في lab وممكن ارسمو هنا وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنال البيج اللي بعد كده خليكم معاي ونوصل لبيج 70 أو صفحة 70 وانوانها وانوانها فيزتنج زيارة زيارة عمتي أو خالتي وانواني أو خالي فلو اتبع جنبا إلى جنب مع المعلم وهو يقرأ بصوت عال فهنا مكتوب بأصحابي يعني أنا زرت أنا قمت بزيارة عمتي أو خالتي وعمي أو خالي في عملهم اليوم فرست أولا أنا زرت to my aunt's to my aunt's store to my aunt's store يعني إلى مدقر عمتي أو خالتي aunt's هنا الأبوستروفي sd الملكية بتقول إن الاستور اللي أنا روحت ده ملك لي my aunt أو لعمتي أو خالتي I went to my aunt's store she sells هي تبيع clothed clothed الملابس to people to people للناس she listen she listen هي تستمع هي تستمع to how much money people have to spend to how much money لكم كمية المال لكم كمية النقود people have to spend اللي الناس عايزة تصرفها مراكمان she sells clothes to people she listen to how much money people have to spend then ثم بعد ذلك she finds she finds هي بتقد the perfect outfit perfect outfit الملابس المناسبة جدا perfect يعني مثالي outfit يعني ملابس the perfect outfit الملابس المثالية that التي will cost less اللي هتكلفهم coast يعني تكلف less أقل يبقى مرة ثانية then she finds ثم بعد ذلك هي بتجد the perfect outfit الملابس المثالية that will cost less اللي هي هتكلفهم أقل she adds up هي بتضيف هي بتجمع adds up يعني يزود يجمع the cost التكلفة in her head في عقبها يعني بتقول تحسب كده الحياة تكلفت كم وهيوم ما يدفعوا كم فعلها في الأول قبل ما تيجي تحسبهم she adds up the cost in her head she counts هي بتعد money المال the customers give her اللي بيعطيها اللي بيعطيها لها customers أو الزبائن she counts money the customers give her وفي الجزء الثاني من البيج موجود في صورة هنا ومكتوب جنبها next 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 يعني لاحقا بعد كده يعني I went and I zahabed to my uncle's job to my uncle's job للوظيفة بتاعت عمي أو خالي he is an he is an هو IT IT اختصار لكلمة information technology IT يعني اختصار لكلمة information technology وطبعا ده بيبقى القسم المختص بالبرمجة والكمبيوترز والحاجات اللي ليها دعوة بالتكنولوجيا فأي شركة من الشركات يبقى اسمه قسم الاتي او الاتي او الانفرميشن تكنولوجي وهو سيستم انجنير سيستم انجنير مهندس انزمه فهو مرة تانية هسا يارًا او الاتي او الاتي سيستم انغنر هو مهندس انزمه في القسم بتاع الاتي He knows, هو يعلم A lot, كثيرا About and How computers work كيف تعمل الحواسيب إزاي الكمبيوتر بتشتغل إزاي الحواسيب بتشتغل He listens هو بيسمع To workers describe لوصف العمال What they need ما الذي يحتاجونه computers to do أن تقوم به الحواسيب يبقى مرة تانية He knows a lot about How computers works He listens to workers Describe What they need computers to do He researches يعني هو بيقوم بالأبحاث And choose وبيختار Computer programs Computer programs البرامج الخاصة بالحاسب الآلي البرامج الخاصة بالكمبيوتر That can help That can help اللي ممكن تساعد He installs هو بيقوم بتحميل بيحمل الكمبيوتر دي أو بالحواسيب دي New programs بي البرامج الجديدة And manage And manage وبيتحكم فيها بيقدرها Then When something goes wrong When something goes wrong عندما يحدث أي خطأ من الأخطاء يبقى مرة تانية He installs new programs And manage them When something goes wrong He writes هو بيكتب Reports التقرير To the owners To the owners إلى الملاك إلى أصحاب الشركة يعني Of the company Of the company الملاك الشركة To keep them informed To keep them informed ليبقيهم على علم مرة تانية He writes Reports To the owners Of the company To keep them informed وبكده عرفنا لما نور راحت لي Her aunt And her uncle In their jobs في وظايفهم المختلفة حصل وهي كلمتنا عن Their jobs أو وظايفهم وبكده نكون أنهينا شرح درس النهاردة أتمنى أن تكونوا استفدتم من الدرس لو أعجبك الدرس أعمل لايك أتمنى إليه ألف واحد استفادوا أو ألف لايك تحت الفيديو والأهم أنك تشارك الدرس مع أصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب وخليك متأكد دايما أن في حد دريرك محتاج المعلومة وهتفرق معاك كتير وإنت مش هتخسر حاجة بس دريرك هيستفيد وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان وأنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسين الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة إزايكو يا أصحابي النهاردة نكمل مع بعض شرح منهج Discover Primary 2 الصف الثاني الابتدائي Term 1 Term 1 الأول وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وألم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة نكمل مع بعض شرح Chapter 3 الفصل الثالث When I Grow Up When I Grow Up عندما أكبر ممكن درس النهاردة يكون طويل شوية عايزكم تستحمله معايا علشان نخلص Chapter 3 ونبدأ بعد كده في المحور الثاني The World Around Me أو العالم من حولي فمعليش استحمله معايا شوية نشرب معايا نخلي معانا ألم ونركز شوية ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم كنا عن هنا المرة اللي فاتت شرح Page 70 أو صفحة 70 ونهاردة مع Page 71 صفحة 71 I work in a hotel I work in a hotel أنا آمل في فندق I work in a hotel وبيولينا هنا Underline Underline Nour's mom works التي كانت تعمل فيها والدة نور المفروض يا أصحابي احنا في Classroom أو في حجرة الفصل هنتجمع كلنا في شكل مجموعات مختلفة التيتشر بتاعنا هيأسلنا المجموعات دي وهنتكمل كل واحد فينا عن حاجة بتقوم بيها والدة نور أو Nour's mom وهي شغالة في الهوتل أو في الفندق اللي هي شغالة فيه وطبعا احنا عارفين ان هي بال ومساعدة للفيزيتورز اللي بيجوا الفندق فالمفروض كل واحد فينا هيفكر في الحاجات اللي هي بتقوم بيها في الوظيفة بتاعتها دي سواء كانت الحاجات اللي هي بتقوم بيها لها دعوة بالماس أو بالرياضيات أو بالريدنج أو بالقراءة أو بالرايتنج أو الكتابة أو بالسوشيال ستاريز سوشيال ستاريز دراسات اجتماعية الحاجات دي ممكن تكون بتقوم بيها والدة نور وهي شغالة في الهوتل أو في الفندق اللي هي بتعمل فيه هنعرف ده ازاي لما نشوف الحاجة اللي هي بتقوم بيها خلال اليوم أو ديورين ذا داي لو هي حاجة فيها حسابات وفيها أرقام رياضية هتبقى ليها دعوة بالماس لو هي حاجة ليها دعوة الموجودة حوالين الفندق من أماكن مختلفة وآراء الناس دا لي دعوة بحاجة اسمها ال social stories social يعني اجتماعي وstarters يعني دراسات social stories يعني الدراسات الاجتماعية فبيقولنا هنا use the color guide below color guide below يعني دليل الألوان الموجود هنا هنستخدم طبعا الline باللون الأحمر هنعمل underline باللون الred لو الحاجة اللي هي بتقوم بيها لها دعوة بالماس وهنستخدم الblue color وحنا بنعمل underline لو الحاجة اللي هي بتقوم بيها لها دعوة بالreading وهنستخدم الyellow color لو الحاجة اللي هي بتقوم بيها لها دعوة بالwriting وهنستخدم الgreen color لو الحاجة اللي هي بتقوم بيها لها دعوة بالsocial studies أو بالدراسات الاجتماعية فمكتوب هنا يا أصحابي hello أهلا I am نور's mom أنا والدة نور I work in a hotel in the city I work أنا أعمل in a hotel في فندق in the city in the city في المدينة I am a concierge I am a concierge أنا موظفة استقبال ومساعدة a concierge helps guests helps guests بيساعد guests الضيوف الزوار a concierge helps guests طبعا helps guests دي أصحابي لها دعوة بالsocial stories لأن الguests دول ناس من social اللي حوالينا أو من المجتمع اللي حوالينا helps guests دي لها دعوة بالsocial stories هنعمل هنا underline with green color I give suggestions for restaurants I give suggestions يعني أنا بعطي I give أنا أعطي suggestions اقتراحات for restaurants for restaurants للمطاعم لو حد بيسألني ايه المطاعم اللي حوالينا في الهوتل هنا بقول لهم مثلا المطاعم دا بيقدم كذا المطاعم دا بيقدم كذا المطاعم دا جودته قد كده المطاعم دا جودته قد كده دي اسمها suggestions suggestions أو اقتراحات طبعا هنا دا برضو ليه دعوة بالsocial stories أو بالدراسات الاجتماعية فأنا عمل تحت منها underline in green color I share أنا أشارك information المعلومات about places about places عن الأماكن to visit in the city to visit in the city to visit للزيارة in the city في المدينة يبقى أنا بدي الناس بعض وبعمل معهم sharing information عن الأماكن اللي ممكن يزوروها in the city أو في المدينة برضو داني دعوة بالsocial stories أو بالدراسات الاجتماعية فأنا عمل تحت منها underline with green color زي ما احنا شايفين قدامنا في الparagraph التاني أو في التكست التاني مكتوب sometimes أحيانا I help guests before they arrive I help guests before they arrive أنا بساعد الضيوف before قبل they arrive they arrive هم يصلوا يعني أنا بساعدهم قبل ما يوصلوا طب إزاي I sent emails to future guests أنا I sent أنا بأرسل emails بريد إلكتروني رسائل إلكترونية to future guests للضيوف المستقبليين الناس اللي السا هتيجي to give them to give them لأعطيهم ideas ideas أراء وأفكار for their trip for their trip للرحلة بتاعتهم طبعا هنا I sent emails دالي دعوة بالwriting أو بالكتابة يبقى نعمل underline with yellow color أو باللون الأصفر زي ما احنا شايفين قدامنا لأن هي بتكتب لهم emails أو رسائل إلكترونية وتديهم ideas أو أراء for their trip للرحلة بتاعتهم I can إذن أنا أستطيع حتى plan plan يعني أخطط a daily schedule a daily schedule daily يعني يومي schedule قدوة يومي four guests four guests للزوار طبعا plan a daily schedule يعني لي دعوة بالمواعيد والمواعيد يعني الساعات يعني ليها دعوة بالماس فنعمل هنا underline with red color I love helping visitors I love helping visitors أنا أحب helping visitors مساعدة الزائرين enjoy the city enjoy the city أن يستمتعوا بالمدينة وطبعا دالي دعوة بالsocial studies أو بالدراسات الاجتماعية فنعمل تحت منها underline أو خط green color باللون الأخضر ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 72 أو صفحة 72 وأنوانها job research job research يعني دراسة وظيفة البحث الخاص بوظيفة معينة research يعني بحث يعني أنت لما تمسك حاجة وتبحث عن كل المعلومات الخاصة بيها ده يسمو research أو بحث فهنا job research يعني البحث الخاص بوظيفة معينة أو دراسة وظيفة معينة وهنا بيقول لنا as your research complete this page المفروض أنت وأصحابي بيطلب منكم في شكل groups طبعا أو في شكل مجموعات كل واحد يختار وظيفة معينة ويعمل عنها research أو بحث يعرف كل المعلومات الخاصة بيها ويعرف كل البيانات الخاصة بيها وبعدين نوصل للبيج دي نكتب اسم الوظيفة وبعدين نقول المعلومات الخاصة بيها وإحنا بنملك البيانات الخاصة بالبيج دي فمثلا لو اخترنا وظيفة الدكتور أو الطبيب هنا بيقول لنا name of job هنكتب هنا doctor دكتور أو طبيب وبعدين هنا بيقول لنا description of job description يعني وصف of job الخاص بالوظيفة دي فمثلا هنكتب هنا helping sick people helping يعني مساعدة sick people الناس المرضى دي description of job أو وصف الوظيفة helping sick people طب بعد كده بيقول لنا yearly annual salary yearly يعني سنوي وannual برضو يعني سنوي salary salary يعني راتب الراتب السنوي الخاص بالوظيفة مثلا لو قلنا مثلا الدكتور بياخد مثلا five thousand أو خمس تلاف pier months أو في الشهر يبقى ياخد مثلا في السنة sixty thousand الل او ستين الف جني يبقى yearly أو annual salary ستين الف جني أو سكستي ساوز ل طب هنا في list كده أو قائمة مكتوب فيها بعض البيانات المفروض نختار منها yes ولا no لو بيقوم بيها صاحب الوظيفة اللي احنا بنتكلم عنها فأول حاجة do I wear a uniform do I wear هل أنا ارتدي yes naam or no ولا لا طبعا الdoctores بيرتدوا uniform أو زي موحد فأناعمل هنا underline do I travel for my job هل أنا أسافر for my job من أجل وظيفتي yes ولا no yes or no طبعا yes الdoctores بيسافروا للوظيفة بتاعتهم في بعض الأحيان must I go to college must I go أيجب علي أن أذهب to college to college للجامعة طبعا yes الدكتور لازم يذهب للجامعة do I work with people do I work with people هل أنا أعمل مع الناس yes or no طبعا yes الdoctores بيشتغلوا مع الناس do I work weekends هل أنا بعمل في العطلات الأسبوعية yes or no طبعا الدكتور في أوقات كتيرة بيعملوا في weekends فنعمل yes can I work in a small town can I work هل أستطيع أن أعمل in a small town في بلد صغير yes or no طبعا الدكتور موجودين في كل حتة فنعمل yes do I work outside do I work outside هل أنا أعمل في الأماكن المفتوحة outside هنا بمعنى مكان مفتوح طبعا yes سعب بيشتغلوا في أماكن مفتوحة لو في مثلا موسكرات طبية أو حاجة بيشتغلوا outside do most cities هل أغلب المدن have my job فيها الوظيفة بتاعتي yes or no طبعا yes كل المدن فيها doctors do I work in an office هل أنا أعمل في مكتب yes or no طبعا في مكاتب للدكتور فأناعمل yes do I need special training do I need special training تدريب خاص yes or no طبعا الدكتور بيبقى ليهم special training في الهوسبتل طبعا فأناعمل yes هنا بيقول لنا do I use special tools لحل أنا أستخدم special tools أدوات خاصة طبعا هما بيستخدموا أدوات خاصة فهو بيقول لنا هنا if so لو أنا بستخدم أدوات خاصة if يعني لو so كذلك what are they what are they ما هم فممكن هنا مثلا نكتب thermometer thermometer اللي هو termometer other interesting facts other interesting facts حقائق أخرى شيقة حقائق أخرى شيقة other أخرى interesting شيقة facts حقائق ممكن هنا مثلا نكتب work during the day work during the day العمل أثناء اليوم الدكتور الدكتور طبعا بيشتغلوا على مدار اليوم وبكي نكون أنهينا البيج دي ونتنال البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل البيج 73 أو صفحة 73 وعنوانها income income يعني الدخل الدخل بتاع أي شخص ده اسمه income الفلوس اللي بتجيله كل شهر أو كل أسبوع أو كل يوم ده اسمه income income أو الدخل وينا بيقول لنا use استخدم the graphic organizer the graphic organizer مخطط الأفكار graphic organizer to help لتساعد نور brainstorm نور brainstorm العصف الزهني الخاص بنور brainstorm اللي هو أن نحن نفكر مع بعض علشان نوجد حل المشكلة معينة أو نوجد فكرة جديدة ده اسمه brain storm brain storm يعني العصف الزهني زي ما قلنا كده بنوعد نفكر مع بعض علشان نلاقي حل المشكلة معينة أو نوصل لأفكار جديدة فيقول لك هنا استخدم the graphic organizer أو مخطط الأفكار to help نور brainstorm ways to earn money to help نور لتساعد نور brainstorm ways to earn money لتساعد نور في إيجاد طرق مختلفة to earn money لتكسب المال فهنا مدينا حاجة اسمها graphic organizer أو مخطط الأفكار ده المفروض إن مكتوب في النص money to buy a new phone money يعني mail to buy لنشتري a new phone تليفون جديد أو هاتف جديد فالمفروض هنا مدينا six frames أو ست براويس نكتب فيهم بعض ideas أو الأفكار علشان علشان نساعد نور أو نعمل help more brainstorm في العصف الزهني بتاع نور to find ways علشان تجد طرق to earn money to earn money تكسب بها المال فممكن هنا في أول واحد هنكتب father give me money father give me money أبي هيعطيني بعض المال في الفرين الثاني هنكتب ممكن نور نور نفسها تعمل lemonade ودباها فنقول make and sell lemonade make يعني نصنع and sell وتبيع lemonade بعض عصير الليموناتة في الفرين الثالث هنكتب bake and sell cake ممكن تغبز bake يعني تغبز and sell وتبيع cake cake الكاك أو cake في الفرين الرابع هنكتب make and sell crafts اللي هي الحرف اليدوية لو هي بتعرف تعمل أي حرف اليدوية بتعمل مثلا medley بتعمل أي حاجة ممكن تعمل make and sell وتبيع crafts الحرف اليدوية في الفرين الخامس هنكتب sell old toys sell old toys إن هي تبيع old toys أو اللعب القديمة بتاعتها لو عايز تعمل earn money ممكن تعمل كده وآخر حاجة ممكن تعمل ask parents for money ask parents تسأل الوالدين for money عن بعض المال علشان خاطر يكملوا معها المال بتاعت ال new phone أو التليفون الجديد وبكده احنا عملنا help وساعدنا no brainstorm في العصف الزهني بتاعتها ways ways لتجد الطرق to earn money اللي هي ممكن تكسب بها المال أو الفلوس ونتميل البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 74 أو صفحة 74 وعنوانها making choice with our income making choice يعني نختار الاختيارات المختلفة with our income بالدخل بتاعنا making choice يعني نحن نصنع اختيارات with our income بالدخل بتاعنا فهنا بيقول لنا follow along as the teacher reads aloud اتبع جنبا الى جنب والمعلم يقرأ بصوت عال فأنا هقرأ وانتو هتعملوا reading after me أو هتقر ورايا فمكتوب هنا my mom أمي works five days a week works five days a week بتعمل خمس تيام في الأسبوع each day كل يوم she takes the bus هي بتأخذ الأوتوبيس her income الدخل بتاعها her income دخلها helps pay بيساعدها ان هي تدفع pay يعني يدفع for the bus الأوتوبيس the bus costs الأوتوبيس بيكلف hair بيكلفها 10 pounds each day 10 دمية كل يوم how much money how much money كم كمية المال does she need التي هي تحتاج need يعني يحتاج to use لتستخدم each week to get to work to get to work لتصل إلى العمل بتحتاج كمية فلوس كل أسبوع علشان تروح الشغل بتاعها فمرة ثانية my mom works five days a week each day she takes the bus her income helps pay for the bus the bus costs her ten pounds each day how much money does she needs to use each week to get to work فنضرب طبعا five days أو خمس أيام لهم الخمس أيام عمل بتاعها be a week أو كل أسبوع buy fee ten pounds عشر جنيه اللي هي بتركب بيهم البوس كل يوم هيعمل equal أو يساوي 50 pounds 50 أو 50 جنيه زي ما احنا شايفين قدامنا طب المثال التاني بيقول لنا my dad والدي uses his income بيستخدم الدخل بتاعه to pay for food to pay for food ليدفع 8 الطعام بتاعنا he gives my grandma he gives my grandma بياطي لقدتي 100 pound 100 جني each day كل يوم to go to the market لتذهب الى السوق grandma القردة buys بتشتري food for the family for the family food for the family الطعام للأسرة she buys fresh vegetables هي بتشتري fresh vegetables خدروات طازقة for 35 pounds ب 35 جني she buys هي بتشتري bread الخبز for 5 pounds بخمسة جني head she buys هي بتشتري chicken for 58 pounds ب58 جني how much money كم كمية المال does grand ma spend التي تنفقها الجدة altogether مع انفود على الطعام at the market at the market في السوق فمرة how much money does grand ma spend altogether on food at the market في او حاجة بتشتريها الفرش vegetables ب 35 pounds plus 5 pounds for bread 5 جني لعيش plus 58 pounds أو 58 جني for chicken equals بيساوي 98 pounds أو 98 جني وبيسألنا كمان بيقول لنا how much money does she have left how much money كم كمية المال المتبقي معها فطبعا هنكتب 100 أو 100 minus ناعس 98 pounds أو 98 أو 90 جني equals بيساوي 2 أو 2 جني ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 75 أو صفحة 75 ويالإكزامبل هنا بيقول two of my cousins وعرفنا my cousins يعني أبناء أو بنات العم أو العم أو الخال أو الخالة فاتنين من بنات أو أولاد عمي أو عمتي أو خالتي أو خالي need بيحتاجوا new note box new note box new note box كرسات جديدة for school للمدرسة my uncle عمي أو خالي gives them أعطاهم 45 pounds each خمسة وأربعين جنيه كل واحد and how much money أو تسعين جنيه زي ما احنا شايفين قدامنا طفي الاكزامبل اللي بعد منه بيقول والدتي والد ووالدي للملابس الجديدة بتاعتي الملابس بتكلف خمسمائة جنيه أمي بتدفع متين جنيه للملابس كم كم كمية المال التي يحتاجها الأب لعطيها لي فمرة تانية أمي وداد تسعين للملابس الملابس تسعين للملابس فطبعا هنكتب هنا 500 الخمسمائة جنيه بتوع الملابس كلهم مينوس ناقص 200 جنيه اللي ادتهم لي أمي علشان نعرف احنا محتاجين كام من الأب بيساوي 300 جنيه زي ما احنا شايفين قدامنا واخر اكزامبل هنا بيقول مي أنكل أمي أو خالي أرنس بيكسب 658 باوند 658 جنيه أويك في الأسبوع مي أنت أمتي أو خالتي أرنس بتكسب 350 جنيه أويك في الأسبوع مي داد أبي أرنس بيكسب 529 جنيه أويك 529 جنيه في الأسبوع مي مام أرنس أمي بتكسب 421 باوند 421 جنيه في الأسبوع مي بيكسب أغلب المال مي اللي بيكسب أكتر يعني فيهم can you help me هل يمكنك مساعدتي put their income put their income in أنا أضع اللي خلبتهم in order في ترتيب from greatest من الأكبر to least للأزور يبا مره كمان my uncle earns 658 pounds a week my aunt earns 350 pounds a week my dad earns 529 pounds a week my mom earns 421 pounds a week who earns the most money can you help me put their income in order from greatest to least طبعا أكتر واحد بيكسب فيهم أو the one who earns the most money هو الأنكل الأنكل لأنه هو أعلى دخل فهنكتب uncle earns the most money وهنكتب جنبه 658 pounds وطبعا إن إحنا نحطوهم in descending order أو في ترتيب تنازلي هنكتب طبعا أول حاجة 658 pounds a week وهنعمل مسافة وهنكتب بعد كده 529 pounds a week اللي هما بيكسبهم الأب أو الداد بعدين هنعمل مسافة وهنكتب بعد كده 421 اللي هي بتكسبهم الأم وبعدين هنعمل مسافة وبعدين هنكتب 350 اللي بتكسبهم الأنت وكده إحنا عملنا لهم ordering أو ترتيب from the greatest to the least أو من الأكبر للأزور ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 76 أو صفحة 76 وعنوانها income web income web يعني شبكة الدخل وطبعا هنا يا أصحابي بيكلمنا يعني family members أو أفراد العائلة وكل واحد ممكن يكون بيساعد في دخل الأسرة أو في family income بشكل عامل إزاي فهنا بيقول لنا write اكتب all the ways all the ways كل الطرق the family used the income اللي بتستخدم بهم الأسرة الدخل بتاعها then ثم بعد ذلك record سجل who obtained that resource who obtained من اللي كسب ذات resource هذا المصدر من الدخل فهنا مثلا ندينا مربع أو frame مكتوب في family member وجنبه resource وهنا نفس النظام family member وجنبه resource فالresource ده اللي هو الحاجة اللي محتاجها الأسرة أو المصدر اللي محتاجها الأسرة للحياة وعايزين نكتب هنا family member أو الفارد من العائلة اللي عمل obtain أو كسب الresource ده وجاب الفلوس اللي احنا اشترينا بها الresource ده أو الresource ممكن نتكلم عنه buying food buying food شراء الطعام هنكتب جنبه هنا family member اللي هو الdad الdad أو الاب الاب هو اللي دفع فلوس الbuying food ثاني resource مثلا buying closes buying closes شراء الملابس فمثلا هنكتب هنا mom او الام هي اللي ساعدت فنحنا نحصل على الresource ده واللي هو الملابس ثالث resource ممكن نكون نحتاجينه مثلا buying a house buying a house او شراء منزل نعيش فيه نكتب هنا مثلا الdad او الاب هو الاشتراع الresource ده هو كمان واخر حاجة هنا ممكن نكتب paying bills paying pills او دفع الفواتير ونكتب هنا مثلا sister او الاخت او brother او الاخ ان احنا هم اللي ساعدونا في ان احنا نعمل paying او دفع bills الفواتير ونكتب في النص هنا importance of income importance يعني اهمية of income الدخل طبعا بتاع family او الاسرة بتتوزع بشكل عامل ازاي ونتنعي للبيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 77 او صفحة 77 وانوانها job role plays job role plays او لاب الادوار الخاصة بالوظائف المختلفة ان احنا هنمثل نفسنا واحنا بنقوم ب job معينة او بوظيفة معينة وهناعمل role play او مصرحية صغيرة كده نقد فيها الناس اللي بتقوم بالوظيفة دي بيقولوا ايه وبيعملوا ايه فمكتوب هنا مجموعة من jobs في ال table ده او في الجدول ده وبيقول لنا هنا choose اختار role role يعني door and act out ومثل قم بتأدية a scene a scene مشهد مصرحي with your partner with your partner مع شريك بتاعك فالمفروض انتو هتقسموا في ال classroom لمجموعات كل واحد هيبقى ليه ال partner بتاعه او الشريك بتاعه وتعمله role play او مصرحية صغيرة هتقدوا فيها scene او مشهد مصرحي خاص ب job من jobs المختلفة او من الوظائف المختلفة وبيقول لنا هنا زن ثم بعد ذلك switch switch تبادل and let your partner ودع شريكك choose a role choose a role يختار وظيفة من الوظائف التانية فبعد كده هتعملوا switch او هتتبادلوا الادوار وهت let your partner او هتسيب الشريك بتاعك يختار او رول او وظيفة من الوظائف يقوم بيها وانت هترد عليه في ال role play بتاعته وهتبقى موجود قدامه في ال role play او في المصرحية الصغيرة اللي هيقوم بيها بعد ما يختار الوظيفة اللي عايز يمثلها فان الوظائف المختلفة اول حاجة tour guide مرشد سياحي تاني حاجة sales person sales person فرد من افراد المبيعات computer programmer مبرمج computer hair stylist hair stylist منصق للشعر artist فنان hotel receptionist موظف استقبال خاص بالفندق secretary electrical worker عامل كهرباء robot maker صانع انسان آلي accountant محاسب keep track of money بيكر خباز farmer فلاح waiter or waitress نادل او نادلة musician musician نوسيقي construction worker عامل بناء firefighter رجل مطافي taxi driver سائق تاكسي police officer بابت بوليس veterinarian طبيب بيطري cook or chef طاهي او طباخ doctor طبيب jewelry maker صانع مجوهرات gardener gardener يعني جنعيني اللي هو الخاص بالجاردنز welder welder يعني لحم الشخص اللي بيلحم المعدن ببعضها وبيقولك هنا connects بيوصل pieces القطع of metals المعدنية together مع بعضها هذا اسمه welder يعني لحم plumber plumber يعني سباك teacher teacher يعني مدرس tv newscaster يعني مزيع تلفزيوني خاص بالاخبار lawyer يعني محامي civil engineer مهندس مدني بيقولك هنا مهندس مدني بيقولك هنا builds بيبني bridges الكباري and buildings والمباني pilot يعني طيار دي قائمة بالوظائف اللي ممكن تختاروا منها وتعملوا role play مع بعض كل واحد بعد كده هيعمل switch مع الpartner بتاعه او الشريك بتاعه ويخليه يختار الجوب اللي هو يحب يمثلها ويكون هو واقف قدامه في ال role play بتاعتهم ونتمع للبيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 78 او صفحة 78 وانوانها i might say i might say يعني انا قد اقول ممكن اقول كده i might say يعني قد اقول ممكن اقول ده فبيقولنا هنا اختار 5 jobs خمس وظائف from the list من القائمة اللي فاتدي on the previous page on the previous page من القائمة السابقة on each line على كل خط من الخطوط التالية write اكتب the name of a job اسم من اسماء الوظائف دي and then ثم بعد ذلك complete the sentence complete the sentence اكمل الجملة i might say قد اقول فهنختار خمس وظائف من اللي ستن اللي فاتت في البيج اللي فاتت دي وهنكتب اسمها في العنوان وبعدين هنكتب i might say قد اقول واتقول مثلا لو انت بتأدي الجاب دي او الوظيفة دي ممكن تقول ايه او i might say ايه بقى بالضبط فهنا مكتوب فنختار مثلا فون دكتور دكتور او طبيب فنقول ايه i might say المفروض الطبيب ممكن يقول ايه ممكن يقول i work in hospitals i work انا اعمل in hospitals في المستشفيات تاني وظيفة ممكن تكون civil engineer civil engineer او مهندس مدني و i might say انا ممكن اقول او انا قد اقول i am building buildings انا ببني المباني and bridges and bridges والكباري ونتنال البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 79 او صفحة 79 ونكلم عن third job او الوظيفة الثالثة ممكن تكون farmer او المزارة وممكن ايه انا قد اقول i wake up early انا استيقظ مبكرا to water plants to water plants to water plants لي اروي النباتات والجوب الرابع ممكن تكون البكر البكر او الخباز i might say انا قد اقول مثلا i bake delicious cake انا اغبز كعك لزيز والفافة job ممكن تكون التيتشر او المعلم i might say انا قد اقول i teach english language i teach english language انا ادرس اللوحة الانجليزية وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنال البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 80 او صفحة 80 وعنوانها نور نور بتختار وظيفة نور بتختار وظيفة كما تقرأ كما تقرأ ضع خط تحت نقاط القوة الخاصة بنور واهتمامتها بيقولنا نور نور تحب قراءة القصص نور تحب قراءة القصص نور فانعمل هنا underline لانه واحد من اهتمامتها عن الحيوانات عن الحيوانات فانعمل كمان underline لانها بتهتم بالانيمال او بالحيوانات هي عندها اثنين من الحيوانات الاليفة طبعا دي واحد من اهتمامتها فانعمل underline تحت two pits a dog and a cat كلب وقطة at home في البيت نور walks the dog everyday نور بتنشي ال dog بتاها everyday كل يوم after school بعد المدرسة هي good at walk underline تحت walks هي بتحب التدريبات الرياضية she likes the exercises ده واحد من اهتمامتها underline تحت exercises ليندا one of her interests sometimes احيانا نور writes stories احيانا هي بتكتب القصص write stories يبقى هي شطرة في writing فانعمل underline تحت write stories او كتابة القصص about her animals عن الحيوانات بتاعتها her mother والدتها says بتقول she has a very creative imagination very creative imagination 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 يعني خيال creative يعني مبدع يعني بناء يعني خلاق يبقى هي عندها خيال مدة فطبعا دي حاجة هي good at أو شطرة فيه فهنحط تحت منها underline نور نور بتتسائل about the best way of the talk to keep her pets healthy اللي تخلي بيها الحيوانات الاليفة بتاعتها healthy بسوحة جيدة last week الأسبوع الماضي she checked a book out هي أخذ الكتاب وحجزته of the library من المكتبة on animal first aid عن الإصعافات الأولية الخاصة بالحيوانات she wants هي تريد to be أن تكون prepared prepared مستعدة مجهزة if her pets لو الحيوانات الأليفة بتاعتها ever get hurt ever get hurt اتقذت أو حصل لها أي ضرر بأي شكل من الأشكال فإيه هي الجوب اللي المفروض نور تشتغل فيها مكتوب هنا تحت الصورة a job I think noor might be interested in وظيفة I think أنا أعتقد noor might be interested in noor ربما تكون مهتمة بي أنا أعتقد إن هي ممكن تكون vet vet أو طبيبة بيطرية وبكأن نكون هنا البيجي دي نتنال البيجي اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 81 أو صفحة 81 وانوانها advertising my dream job advertising الإعلان عن my dream job وظيفة أحلامي use this page استخدم هذه الصفحة not to plan لتخطط your poster your poster الملصق الخاص بك for a job fair for a job fair لمعرض الوظائف فالمفروض يا أصحابي هنكون نتقسمين في classroom لمجموعات أو groups كل group هيعمل poster أو ملصق خاص بجوب من الجوب المختلفة أو بوظيفة من الوظائف المختلفة وانعمل حاجة اسمها job fair أو معرض الوظائف وانختار الوظيفة دي نعمل عنها advertising أو إعلان فانعمل البوستر ده يوضح ال job دي عبارة عن إيه اسمها إيه وانكتب الكاتيجوري بتاعها أو التصنيف بتاعها التقزيم بتاعها وهنرسم كمان صورة الشخص اللي بيقوم بالجوب دي شكله عامل ازاي لو فيه tools معينة بيستخدمها صاحب الجوب دي أو الوظيفة دي بنكتب اسم التولز دي ولو فيه special skills أو مهارات خاصة أو interests أو اهتمامات خاصة هنكتبها كمان فده يساعدنا في نحنا نعمل job poster أو الملصق الخاص بالوظيفة بتاعتنا في ال job fair في ال job fair أو في معرض الوظائف فهنا بيقول لنا job title job title اسم الوظيفة ففي ال job title هنكتب مثلا tour guide tour guide أو مرشد سياحي الكاتيجوري الكاتيجوري أو التصنيف هنكتب هنا مثلا tourism tourism أو وظائف السياحية وهنا ال frame ده مفروض نرسم فيه صورة لل tour guide أو للمرشد السياحي وبيقول لنا هنا drawing of person doing the job drawing رسم of person لشخص doing the job يقوم بالوظيفة دي فنرسم هنا صورة لل tour guide أو للمرشد السياحي tools طبعا هو ما بيستخدمش tools معينة فمش هنكتب هنا اي tools بس ممكن نكتب هنا مثلا cell phone أو هاتف محمول عشان يبقى عليه مثلا maps أو الخرايط اللي بتساعده في انه هو يوصل tourist sites أو للمواقع السياحية المختلفة special skills special skills أو مهارات خاصة interests interests اهتمامات خاصة مثلا هنا يبقى أي good at languages good at languages يكون شاطر في languages أو اللغات المختلفة وبكده نكون انهينا الpage دي ونتميل الpage اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لpage 82 أو صفحة 82 وعنوانها poster feedback poster feedback تقييم الملصق الخاص بينا فهنا بيقول لنا switch تبادل box الكتب with your partner مع شريكك complete اكمل the following sentences الجمل التالية about your partner's poster عن البوستر أو الملصق الخاص بالشريك بتاعك فالمفروض انتو كل اتنين هيتبادلوا الكتب مع بعض تفرق وهتشوف البوستر بتاعه أو الملصق بتاعه اللي عمله في الpage اللي فاتت وهتعمله feedback أو تأيين وهتجاوب على الاسئلة التالية فبيقول لنا هنا the best part of your poster is افضل جزء في البوستر بتاعك أو الملصق بتاعك is فمسلا هنكتب هنا drawing أو الرسم بتاعه ورسم بتاعه جميل وهنا بيقول لنا because لان it's a good drawing أو انه رسم جميل ففي الجزء التاني بيقول لنا نوعات أو مسافة is a little unclear is a little unclear مش واضح بشكل قليل unclear يعني غير واضح وليتل قليل فمسلا ممكن نكتب مثلا مثلا التولز أو الأدوات انت موضحتهاش بشكل كافي وبيقول لنا هنا maybe you could maybe you could ربما يمكنك مثلا add more tools add more tools ان انت تضيف add يعني يضيف more tools أدوات أكتر أو أدوات إضافية بحيث ان انت تعملها clear وتخليها واضحة بشكل أكتر وبكدا نكون أنهينا البيج دي ونتنقل البيج اللي بعد كدا خليكم معي ونوصل لبيج 83 أو صفحة 83 وعنوانها when I grow up عندما أكبر draw ارسم نفسك as an adult ارسم نفسك وانت كبير working at your job بتعمل في الوظيفة بتاعتك فترسم هنا صورة لنفسك بتوضح فيها لما تكبر إن شاء الله حابب تشتغل إيه وانت متخيل نفسك شكلك عامل إزاي ونتنقل البيج اللي بعد كدا خليكم معي ونوصل لآخر بيج في chapter 3 أو في الفاصل الثالث وعنوانها myself assessment myself assessment تأييني الشخصي وزي ما قلنا الصفحة دي موجودة في آخر كل شابتر بتأيين بيها نفسك وانت بتعمل مع الجروب بتاعك أو المجموعة بتاعتك لأن احنا في منهج discover بنركز على العمل الجماعي أو وازاي بنقدر نحل المشاكل وإحنا مع بعض في شكل مجموعة فبيقول لنا هنا read اقرأ each statement كل جملة for each row خاصة بكل صف color لون the stars النجوم in the box في السندو that describe اللي بتصف your effort مجهودك فانقرأ كل statement أو كل جملة وانعمل color لعدد النجوم اللي موجود في كل جملة مناسبة للافورت أو للمجهود اللي انت عملته مع الجروب بتاعك فانقرأ كل جملة academic content المحتوى الأكاديمي هل العمل بتاعك كان شكله مدروس وينفع فعلا يتعمل في شكل أهلان أو مصرحية ولا لأ ده اسمه academic content فأول حاجة بتقول I can identify أنا استطيع تحديد a profession وظيفة that matches اللي ممكن تقابل that matches التي تقابل my interests my interests اهتماماتي and skills and skills ومهاراتي with help with help بالمساعدة لو انت الشخص ده تعمل color لـ one star تاني حاجة بيقولك I can identify أنا استطيع تحديد a profession a profession مهنة وظيفة that matches التي تقابل my interests my interests my interests اهتماماتي اهتماماتي and skills and skills ومهاراتي فلو انت الشخص ده هتعمل coloring لـ 3 stars أو لـ 3 نجوم زي ما احنا شايفين قدامنا تاني row أو تاني صف اسمه quality of performance quality of performance جودة الأداء وأول حاجة بيقولك I spoke أنا تحدثت clearly clearly بشكل واضح some of the time لبعض الوقت and I usually وأنا عادة listened listened استمعت as other spoke as other spoke والاخرين بيتحدثوا لو انت الـ person ده والشخص ده تعمل coloring لـ one star تاني اختيار بيقولك I spoke أنا تحدثت clearly clearly بوضوح give accurate accurate يعني أنا أعطيد accurate information معلومات دقيقة and listened واستمعت while other spoke بينما يتحدث الاخرين لو انت الـ person ده هتعمل coloring لـ 2 stars وثالث حاجة بيقولك I spoke clearly أنا تحدثت بوضوح used eye contact واستخدمت التواصل عن طريق العينين give detailed information أعطيت معلومات مصصلة and listened واستمعت attentively attentively باهتمام while others spoke بينما يتحدث الاخرين لو انت الشخص ده هتعمل coloring 3 stars زي ما احنا شايفين قدامنا واخره life skills life skills او مهارات الحياة واي اول اختيار بيقولنا هنا now i can ask questions i can ask questions انا استطيع ان اسأل الاسئلة and answer them and answer them وان اجيب عليها but ولكن need to work on being more polite on being more polite لكن احتاج ان انا اعمل على ان اكون مؤدب بشكل اكتر او اتكلم بشكل مهزب اكتر لو انت ال person ده محتاج تعمل coloring 1 star ثاني اختيار بيقولك i can ask questions i can ask questions انا استطيع ان اسأل الاسئلة and answer them and answer them واجيب عليها politely politely بشكل مهزب بشكل مؤدب لو انت ال person ده محتاج تعمل coloring 2 stars واخر حاجة بيقولك i can ask interesting questions استطيع ان اسأل اسئلة شيقة and i am very polite i am very polite i am very polite انا مؤدب جدا وان عندما asking اسئل and answering واجيب questions الاسئلة لو انت ال person ده هتعمل coloring 3 stars او هتلون 3 نجوم وبكنا نكون انهينا ال page دي وانهينا معاها chapter 3 متشكر جدا لك ان انت اتفرقت معاها للاخر لو عجبك الدرس اعمل like اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس اتمنى الاي 1000 واحد استفادوا او 1000 like تحت الفيديو والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعالمجموعة بتاعتنا كمان وانا سايب لكم ال links بتاعتها في description او في الوصف اسفل الفيديو وفي الختام استوداعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم استر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايكم يا اصحابي النهاردة بنتكلم عن موضوع مهم جدا يهم ناس كتير قوي وهو اهم الاساسيات الخاصة بالماست للمرحلة الابتدائية ككل يعني هنتكلم عن المعلومات المهمة جدا اللي لازم كل طالب في المرحلة الابتدائية يعرفها ويكون عارفها وهي دي الاساسيات اللي بنبني عليها حاجات كتير وزي ما احنا متعودين يكون معانا ألم وكشكول نكتب فيه المعلومات ونقررها مع بعض ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة يا اصحابي لازم نكون عارفينها كلنا هي ايام الاسبوع او days of the week days of the week او ايام الاسبوع وهي اول حاجة Sunday 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 Monday Monday او يوم الاسنين Tuesday السلفاء Wednesday الأربعاء Thursday الخميس Friday الجمعة and Saturday ويوم السبت فدي اول حاجة لازم كلنا نبقى عارفينها وحفزينها كويس اوي اللي هي days of the week تاني حاجة month of the year شهور السنة لازم كلنا نكون عارفين شهور السنة او month of the year January January او شهر يناير February February او شهر فبراير March مارج او شهر مارس April او شهر ابريل May May او شهر مايو June June او شهر يونيو July July او شهر يوليو August August او شهر اغسطس September September او شهر September November October او شهر اكتوبر November 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 او شهر نوفمبر و December 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 او شهر December هم 12 months او 12 شهر يعني year الوحدة او one year equal 12 month يبقى كده دي تاني معلومة لازم نكون عارفة ومننساش طبعا ان one week equal seven days there are seven days او في سبعة ايام في الاسبوع يعني one week equal seven days there are 12 months of the year يعني one year equal 12 months تالت حاجة لازم نكون عارفينها كويس حاجة اسمها ordinal numbers ordinal numbers ordinal numbers او الارقام او الاعداد الترتيبية يعني مثلا دا واحنا في سباق اول واحد بنقول عليه الاول او الواحد بيوصل لخط النهاية بنقول عليه الاول الاول دا بنقول عليه first first زي ما احنا شايفين قدامنا زي ما احنا شايفين قدامنا اللي هو الاول رقم واحد first الثاني بنقول عليه second second يعني الثاني third يعني الثالث fourth يعني الرابع fifth يعني الخامس sixth يعني السادس seventh يعني السابع eighth يعني الثامن ninth يعني التاسع والتنس تنس يعني العشر مرة كمان first first second second third third fourth 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 fifth fifth sixth sixth seventh seventh eighth eighth ninth 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 tenth 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 ولازم كمان نكون عارفين shapes shapes او الاشكال الهندسية زي ما احنا عارفينها والشابس يا اصحابي اللي لازم نكون عارفينهم كويس اولهم الطريانجل طريانجل 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 أو المثلس rictangl 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 ركتانجل أو المستطيل square 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 أو المربع circle 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 أو الدائرة وكمان star star ستار، ستار، ستار النجمة اللي احنا كلنا بنحب ناخدها و أوفل، 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 أوفل اللي هو الشكل البيضوي زي ما احنا شايفين قدامنا فدي تعتبر اهم الاشكال الهندسية او الشيبس اللي لازم نكون عارفينها وفي حاجة كمان اسمها السوليدز، السوليدز او المجسمات السوليدز اللي هي الاشكال الهندسية المجسمة اللي هي بتقدر تشوفها منتجهات مختلفة وهي بتبقى 3D او أشكال هندسية مجسمة فبنقول عليها السوليدز، سوليدز او المجسمات وهي دي شكلها أول حاجة السلندر السلندر او الشكل الاستواني زي ما احنا شايفين قدامنا وشكله استواني عمل زي الاستوانة فده اسمه سلندر سلندر تاني حاجة الكيوب الكيوب او المكعب كيوب 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 ثالث حاجة الكيوبويد الكيوبويد او الشبه مكعب كيوبويد كيوبويد رابع حاجة الكون الكون او الشكل المخروطي وهو شبه الكون واللي احنا بنكله في الصيف بس هو بيبقى محطوط بالمقلوب كده ده اسمه الكون كون 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 او مخروط خامس حاجة البيراميدز 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 او الشكل الهرامي او الشكل الهرامي البيراميدز واخر حاجة سفير 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 او الشكل القروي فدي طبعا السولدز السولدز او المجسمات اللي احنا لازم نكون عارفينها كويس في اشكال تانية للمجسمات وفيه اشكال تانية للشيبس انا بقول لكم اهم حاجة هتتكرر معاكم كتير دي الاساسيات اللي لازم تكونوا حافزينها كويس وعارفينها زي اسمكم بعد كده فيه اصحابي بعض الاكسبريشنز او التعبيرات او المصطلحات اللي لازم نكون عارفينها كويس علشان خاطر واحنا بنحل اي برابلم او اي مسألة رياضية نبقى عارفين بنحلها ازاي ونفهم حتى السؤال اول كلمة اسمها adding adding يعني الجامع جاي من addition يعني الجامع تاني كلمة اسمها subtracting 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 يعني الترح جاي من subtraction يعني الترح وطبعا في حالة الادنج او في حالة الادشن اللي هي عملية الجامع العلامة اللي احنا بنحطها هي البلاس زي ما احنا شايفين قدامنا plus يعني زائد plus وفي حالة ال subtracting او subtraction او الترح بنحط المينس minus يعني ناقص minus وطبعا لما بنجمع حاجة على حاجة او بنترح حاجة من حاجة بيطلع نتيجة قبل النتيجة دي بنكتب حاجة اسمها equals 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 او يساوي وتاني حاجة عايزين نعرفها كويس مع بعض هي greater than greater than greater than greater than او more than اللي هي اكبر من زي ما احنا شايفين قدامنا وهي عاملة زي ما احنا شايفين بق السمكة كده طبعا السمكة بتبقى فتحة بقها ناحية الحاجة الاكبر او الاكل الاكبر اللي هي بتحب تاكله فالعلامة دي بنسميها greater than او more than وهي بتبقى بصة النحية دي بتبقى بصة ناحية الرقم الاكبر عكسها كلمة smaller than smaller than او less than smaller than او less than يعني اصغر من smaller than smaller than او اصغر من وطبعا لو عندنا رقمين قد بعض بنقول عليه equal to equal to مساوي لي لو الرقمين قد بعضها مش هينفع نحط بينهم greater than او اكبر من ومش هينفع برضه نحط less than او smaller than او اصغر من فبنحط بينهم علامة يساوي اللي احنا قلناها من شوية وبنقول equal to equal to او مساوي لي وزي ما احنا شايفين قدامنا اصحابي ان طبعا العلامة بتاعت greater than و smaller than لاتنين عاملين زي بق السمكة فاحنا بنوجه بق السمكة ده اللي احنا شايفينه قدامنا ناحية الرقم الاكبر فاحنا بنوجه بق السمكة ده ناحية الرقم الاكبر وبالتالي بنعبر عن العلاقة بين رقمين يبقى بق السمكة دايما مفتوح ناحية الرقم الاكبر سواء كان هنا او كان هنا لو رقم الاكبر هنا يبقى هنقول ان الرقم ده اكبر من الرقم ده لو رقم الاكبر هنا يبقى هنقول ان الرقم ده اكبر من الرقم ده او رقم ده اصغر من الرقم ده المهم ان احنا نبقى عارفين ان العلامة دي دايما اللي هي عاملة زي بق السمكة بتبقى مفتوحة نحية ايه نحية الرقم الاكبر نحية الرقم الكبير وطبعا لازم نكون عارفين الاحد او الوانس وانس يعني احد وتنس يعني عشرات الوانس والتنس طبعا يا اصحابي هم المكونات هم الخنات بتاعت اي رقم وطبعا موضوع الوانس والتنس دا اللي هي الاحد والعشرات بياخدنا لحاجة اسمها الplace value او القيمة المكانية لأي رقم في الارقام يعني زي ما احنا شايفين قدامنا الرقم هم متكون من وانس وادي الوانس place واتنس ادي التنس place وكمان في عندنا هندرد هندرد او هندرد بليس اللي هو الخانة بتاعت المئات كل خانة من دول فيها رقم مكونين الرقم اللي احنا بنقرأه سبين هندرد سبعمائات ايتي وان ايتي تمان عشرات وان وواحد في الوانس او في خانة الاحد فكل رقم من دول او كل ديجيت من دول في الرقم الكبير اللي احنا بنكتبه او في الرقم اللي احنا بنقرأه بيبقى لي قيمة قيمة مكانية يعني الوان دا او الواحد دا لما بيبقى موجود في خانة الوانس بيبقى قيمته واحد بس لكن لو هو موجود في خانة التنس او في خانة العشرات بدل ما بيبقى قيمته وان او واحد بيبقى قيمته تن تن او عشرة دي اسمها البلايس فاليو البلايس فاليو او القيمة المكانية الخاصة بكل رقم احنا بنقرأه في الارقام الخاصة بكل عدد احنا بنقرأه في اي رقم احنا بنقرأه او بنكتبه يعني ده اسمه رقم كل خانة من دول بيبقى فيها عدد او فيها ديجت الديجت ده بيبقى ليه قيمة لو هو في الانس هيبقى قيمته واحد اللي هو وان واحدة بس لو موجود هو في الانس هيبقى قيمته عشرات لو هو موجود في الهندردز كمان هيبقى قيمته مئات فدي اسمها place value ولازم نبع عارفينها كويس لازم كمان نكون عارفين ascending order ascending order او الترتيب التصاعدي ascending order وطبعا ده بنرتب فيه الارقام من الصغير او from the smallest to the largest او من الصغير للكبير زي ما احنا شايفين قدامنا ده اسمه ascending order ascending order ولازم كمان نكون عارفين descending order descending order descending order او الترتيب التنازلي وبنرتب فيه الارقام from the largest to smallest او من الكبير للصغير 4,3,2,1 زي ما احنا شايفين قدامنا ده اسمها descending order descending order او الترتيب التنازلي وطبعا يا اصحابي لازم نعرف نقرأ ال clock او الساعة ال clock او الساعة اول حاجة لازم نكون عارفينها خاصة بال clock او الساعة ان الساعة العقار بتاعتها او ال hands بتاعتها بتتحرك كده هو بالشكل ده من 1 1 2 3 وهكذا بتلف بتلف في الاتجاه ده تاني حاجة لازم نكون عارفينها عن clock او الساعة ان هي طبعا فيها عقارب او hands ده اسمه little hand او العقرب الصغير وطبعا ده اسمه big hand big hand او العقرب الكبير little hand ده او العقرب الصغير ده بيشاور على الساعات يعني هنا دلوقتي الساعة ثلاثة 3 o clock 3 o clock وال big hand او العقرب الكبير ده بيشاور على minutes minutes او الدقايق فهنا طبعا لو هو على 12 او على رقم 12 في حالة ان احنا بنقرأ minutes او الدقايق في ال clock او الساعة بنعتبر ال 12 دي هي رقم 0 بعد ال 12 دايما بنعد المنت يعني لو بعد ال 12 بمنت واحدة بنقول 3 o clock and 1 minute بيبقى هنا في دقيقة وطبعا في بين ال 12 وال 1 5 minutes هنا خمس نقاط كل نقطة منهم منت وفي بين ال 1 وال 2 5 minutes هنا او 5 دقايق وفي بين ال 2 و 3 هنا 5 minutes هنا او 5 دقايق وهكذا بين كل رقم ورقم من دول 5 minutes او 5 دقايق يعني لو ال big hand او العقرب الكبير بيشاور على 1 هنقول 3 o clock يعني ما احنا شايفين ان ال little hand بيشاور على 3 يبقى 3 o clock او الساعة 3 هنقول 3 and 5 minutes يبقى هنقول الساعة 3 و 5 دقايق 3 and 5 minutes طب لو هو بيشاور على 2 هنا ال big hand ده بيشاور على 2 هنا 3 and 10 minutes 3 and 10 minutes يعني الساعة 3 و 10 دقايق طب لو ال little hand او العقرب الصغير ده اللي بيشاور على الساعات ده بيشاور على 3 او الساعة 3 3 وال big hand ده او العقرب الكبير ده بيشاور برضو على 3 او على 3 فهنقول ايه في الحالة دي اصحابي هنقول 3 او الساعة 3 and 15 minutes 15 minutes و 15 دقايق و 15 دقايق وبكده احنا قرينا الساعة بشكل سليم وزي ما واضح قدامنا في المثال ده little hand او العقرب الصغير اللي بيشاور على الساعات بيشاور على الساعة 3 فبيقول 3 hours 3 hours او 3 ساعات وال big hand او العقرب الكبير بيشاور على 4 يعني 20 دقيقة 5 و 5 و 5 و 5 يعني 20 minutes او 20 دقيقة يبقى 3 hours and 20 minutes or 3 and 20 او الساعة 3 و 20 دقيقة وبكده احنا اخدنا فكرة ازاي بنقرأ الساعة او how to read a clock وطبعا ده جزء مهم جدا لازم نتعلمه واحنا بنتعلم المثال في المرحلة الابتدائية لازم كمان يا اصحابي نبقى عارفين ان اليوم او اليوم بيساوي 24 ساعة والاور او الساعة الوحدة او 60 دقيقة واني الجنيه او اليوم بيساوي 60 دقيقة او الساعة الوحدة بتساوي 60 دقيقة واني الجنيه او اليوم باون باوند بنرمز لي بل اي اليوم باوند اليوم باوند بنقول عليه بنختصره ونكتب بداله اليوم او ده اختصار لكلمة اسمها ليفر جيبسيان او جنيه مصري طبعا دي كانت كلمة فرنسية بس احنا خدناها ودخلناها طبعا في اختصارات الدولة الانجليزية وبقى اسمها او اختصار الخاص بكلمة باوند او جنيه وطبعا لازم نكون عارفين يعني ايه كلمة كومبليت 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 يعني اكمل كاونت كاونت يعني عيد كاونت كاونت يعني عيد DROW DROW يعني ارسم DROW يعني ارثم join Join أو match join or match يعني وصل join OR match يعني وصل توصل بين الحاجات يعني وصل arrange يعني رتب الر Strange يعني رتب و لازم كمان نكون عارفين او الكسور ايه Another Today زي ما احنا شايفين قدامنا هي دي يعني الواحد الصحيح زي ما احنا شايفين قدامنا لو رمضنا لها مثلا بقبت أب اكتب outlets دي اسمها One Hole او One صحيح One Hole واحد على بعضه لما بنجي نسمي الواحد ده ونشيل منه نص ونسيب نص ده بنسميه one half one half أو نص one half يعني نص طب لو أسمناها على تلاتة كل جزء من الثلاث أجزاء دول بنسميه one third one third أو ثلث one third أو ثلث طب لو أسمناها على أربعة لو أسمنا الواحد الصحيح ده على أربعة كل جزء منهم بنسميه one quarter one quarter أو ربع one quarter طب لو أسمناها على خمسة كل جزء من الخمس أجزاء دول بنسميه one fifth one fifth أو خمس one fifth طب لو أسمناها على ستة كل جزء من دول بنسميه one sixth one sixth أو ستة one sixth طب لو أسمناها على ثمن أجزاء بنسميه كل جزء منهم one eighth one eighth أو ثمن one eighth طب لو أسمناها على عشر أجزاء بنسميه كل جزء من دول one tenth one tenth يعني عشر one tenth ولو أسمناها على اتناشر جزء كل جزء من الاثناشر جزء دول بنسميه one twelfth one twelfth يعني واحد على اتناشر يعني واحد على اتناشر one twelfth one twelfth يعني واحد على اتناشر من الواحد الصحيح زي ما احنا شايفين قدامه وكمان لازم نكون عارفين حاجه اسمها relative positions relative positions أو العلاقة النسبية بين الحاجات اسمها relative positions زي ما احنا شايفين قدامنا في الشكل ده يعني مثلا العلاقة بين الطائر وبين السكوير او الكيوب اللي تحت منه ايه انه هو above above يعني فوق منه above يعني اعلى اعلى يعني هو اعلى منه طبعا اللوج هنا تحت ال square او الكيوب ده فبنسميه below below يعني اسفل يبقى above يعني اعلى below below يعني اسفل طب لو الاكتوبوس ده واقف وراه ده بنسميه اللي هو خلف يعني behind behind يعني خلف behind يعني خلف طب لو هو واقف جنبه في الجنب بتاعه ده بنسميه beside او next to يعني واقف جنبه بالشكل ده او بالشكل ده او باي شكل بنسميه beside or next to next to الى جانب برضو beside next to وطبعا لو هو واقف تحت منه على طول ولازق فيه لمسه يعني بنسميه under 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 يعني تحت under under يعني تحت under under يعني تحت طب لو هو فوق منه بس فوق منه بمسافة صغيرة ممكن كمان نسميه over over يعني اعلى over يعني اعلى او فوقه وطبعا لو هو واقف قدام ولو جسم واقف قدام جسم تاني بنسميه in front of in front of او امام in front of او امام يبقى in front of عكسها behind in front of او امام عكسها behind و over عكسها below and under اقسها above under اقسها above وطبعا besides هي هي next to او beside الى جانب بتساوي بردو next to الى جانب نفس المعنى وطبعا في حاجات تانية كتيرة هتعرفوها من خلال المناهج اللي انتو بتدرسوها انا بقول لكم الاساسيات بس اللازم تكونوا حافظينها وعارفينها كويس وبكده نكون انهينا الجزء الخاص بدرس النهاردة لو اعجبك الفيديو اعمل لايك اتمنى ان انا شوف الف واحد استفادوا من درس النهاردة او الف لايك تحت الفيديو والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب علشان الفايدة تعم وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة وهتفرق معه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن اسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته